عنوان فرنسا الممزقة تجسد فرنسا مثالا متبيزا لعمليات التكيف التي نفذتها أجهزة المخابرات المختلفة في المرحلة التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية فالجنرال شارل ديجول دخل باريس في الخامس والعشرين من أغسطس من العام 1944 وبعت الرئيس حكومة مؤقتة في وطن تواطئ شطر منه مع المحتل وانخرت الشطر الآخر منه في حركة تقاوم المحتل بقوة السلاح وآثرت ملايين كثيرة من أبنائه النأي بالنفس عن السياسة فراحوا يترقبون بفارغ الصبر انتهاء الحرب وحتى حركة المقاومة نفسها انقسمت على نفسها وتوزعت إلى تكتلات وجماعات وشلل لا تعد ولا تحصى بات بعضها يشهر سلاحه ضد البعض الآخر من أبناء جلدته وانعكس هذا الشرخ في حركة المقاومة على الانجهزة الأمنية الحكومية أيضا أعني انعكس على الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة المخابرات أيضا وللإحاطة بحقيقة الوضع من كل جوانبه يجمل بنا أن نمعن النظر في الوقائع التي شهدها العصر الذي أعقب استسلام فرنسا في العام 1940 آني النمعن النظر في نجاح ديجول في لم شمل جماعة صغيرة تقف معه وتسانده في سعيه الرامي إلى تشكيل كوة عسكرية ضاربة تتألف من جنود فرنسيين يقيمون في بريطانيا وبنحو موازن لجهده هذا شكل ديجول جهاز مخابرات اختار لإدارته ضابطا شابا كان يحاضر في كلية الهندسة اسمه أندريا ديوا فرين من جانبه اختار هذا الضابط الشاب لنفسه الاسم الرمزي العقيد باسي مستعيرا ذلك من اسم إحدى محطات المترو في باريس وغلب عليه هذا الاسم الرمزي فنسل جمهور اسمه الحقيقي بيد أن مخابرات باسي المشهور اختصارا باسم بي سي آر اي نادرا ما كانت تتصف بالخصائص المعنية المطلوبة وحاول أصحاب الشأن الاستعانة بمدربين بريطانيين للتغلب على هذا الكسور بيد أن البريطانيين لم يكونوا مهتمين بتمكين ديجول من الحصول على جهاز مخابرات يعتمر بامراته ويتخذ قراراته بنحو مستقل عنهم لا سيما أن البريطانيين كانوا يحسون المقاتلين الفرنسيين على المشاركة في عمليات عسكرية كانت تنفذها في فرنسا المحتلة من قبل الألمان وحدات خاصة تتبع المخابرات البريطانية أضف إلى هذا أن جماعة العقيد باسي لم تكن لديها معلومات دقيقة عن الأوضاع المستجدة في فرنسا وفي المقابل كانت لدى عملاء جهاز مخابرات حكومة فيتشي معلومات أفضل بكثير وتولى قيادة هذا الجهاز الكولينيل لويس ريفة أولا والكولينيل بول بيلول لاحقا ومع أن الاثنين كانوا مكلفين في حكومة فيتشي رسميا بقيادة الاستخبارات العسكرية ومكافحة الجاسوسية الأجنبية فإنهما كان في الواقع يساندان حركة المقاومة المناهضة للاحتلال الألماني وحاول باسي بناء علاقات تتسودها الثقة مع عناصر المقاومة الوطنية ومع تنظيماتهم المختلفة في فرنسا بيد أن مساعيه هذه سرعان ما تعرضت أهدافها للتناقضات المتوقعة في كل عمل استخباراتي فجمع المعلومات الضرورية لكسب صورة دقيقة عن الوضع القائم والتواصل المستمر مع العيون والجواسيس العاملين في موقع الأحداث والساهرين على نقل ما لديهم من أخبار أولا فأولا يفرض على هؤلاء أن يتحركوا بأكبر قدر ممكن من التسطر بيد أن هذه الضروريات كانت تتناقض مع هدف ديجول وأنصاره فهؤلاء كانوا يريدون حفظ الفرنسيين على مقاومة الاحتلال الألماني وشد عزيمتهم من خلال إشعارهم بأن ثمت تنظيمة قويا قد عقد العزم على تحرير فرنسا ولتعزيز هذا الشعور في صفوف المواطنين كان لزاما تنفيذ عمليات مثيرة للانتباه عمليات تستهدف القوات الألمانية وتتولى نصف الجسور ومحطات توليد القهرباء وما شابه ذلك من عمليات تشد من ساعد المواطنين الفرنسيين وتعزز ثقتهم بإرادة شعبهم وكان شعار باسي هو لا قيمة كبيرة لجهاز مخابرات لا ينفذ عمليات مثيرة للانتباه فالعمليات الموجهة ضد المحتل هي التي تجعل من الفرنسيين شعبا عاهد نفسه على مقاومة الاحتلال ومن وجهة النظر السيكولوجية ربما كانت هذه التصورات هي الصواب بعينه بيد أن هذه التصورات السيكولوجية لا تنفي طبعا حقيقة مفادها أن أغلب الهجبات العسكرية كانت عديمة النفع وزادت من معاناة السكان المدنيين إذ أنهم باتوا يتعرضون لمختلف العقوبات الانتقامية والإجراءات التأديبية التي دأبت قوات الاحتلال على تنفيذها بنحو جماعي وإذا كان شطر من فرنسا فقط قد أصبح حتى نهاية العام 1942 يخضع للاحتلال الألماني ومسرحا لمختلف جماعات المقاومة وعديد من التنظيمات المتعهدة بتزويد أجهزة الاستخبارات بما تحتاج إليه من معلومات فإن هذه الحقيقة تشهد أيضا أن هذه الجماعات والتنظيمات كانت تتبنى تصورات سياسية متعارضة فبعد هذه الجماعات والتنظيمات كان يعمل مع البريطانيين بنحو وفير جدا وبشكل مباشر كما كانت هناك جماعات وتنظيمات تضم جنودا سابقين وموظفين مسرحين من الخدمة لكنهم يرفضون العمل مع ديجول وذلك لأنه كان قد عزز عقد العزم على التعاون مع كل التجمعات السياسية أي مع التجمعات الشيوعية أيضا وتقدر الإشارة إلى أن التنظيم الشيوعي الذي دقب الألمان على تسميته الأوركستر الحمراء بات يعمل لمصلحة موسكو أولا وأخيرا بعد تصدع العلاقة بين هتلر وستالين وبالنسبة إلى استخبارات ديجول أعني الاستخبارات المشهورة اختصارا باسم PCRA كان ضعف أدائها يتأتن من عدم تصديها بالنحو اللازم للخوان العاملين في داخل فرنسا ولم يحدث تقدم يوسكر في هذا المجال إلا بعدما قالت القيادة إلى روجر وارين المسمى وايبوت علما أن وارين أيضا كان في بادي الأمر ضابطا عاديا لكنه أخذ شيئا فشيئا وانطلاقا مما استلهمه من جهاز مكافحة الجاسوسية التابع لحكومة فيتشي يمارس مكافحة الجاسوسية المعادية بكفاءة عالية جدا وهكذا ضمه باسي إلى استخبارات ديجول غير أن روجر وارين لم يلقى الترحيب المناسب في بادي الأمر وذلك لأنه كان قد أخبر ديجول بأن حرقته لا تتمتع بتأييد زيشان في فرنسا وكيفما كانت الحال فقد استحدث وارين سجلا ضخما اجتمل على أكثر من 100 ألف بطاقة تشير كل منها إلى الفرنسي الذي يحمل سمت صديق أو عدو وخصوصا في صفوف النخب السياسية والعسكرية والطلاع الفرنسية المثقفة وبهذا الصنيع استحدث وارين الأساس المتين لجهاز المخابرات الداخلي وكانت استجواباته مفيرة للفزع علما أنه طبق استجواباته المفرطة في شدتها على أولئك الأفراد بصورة خاصة الذين كانوا يعملون في فريق وحاشية ديجول وذلك للكشف عما لديهم من أسرار وتبريرات متناقبة ولاختبار مدى إخلاصهم وولاءهم لديجول وليس ثمت شك في ضرورة هذا الإجراء وهذا التشدد في التحقق من إخلاص الخليط الذي سيعمل مع ديجول لا سيما أن هذا التشدد يمنح أجهزة الاستخبارات والقيادات العسكرية التابعة للدول الحليفة الثقة بأنهم يتعاملون مع عناصر مخلصة في عداءها للمحتلين لكن في الوقت نفسه تعزز لدى البعض الاعتقاد أن وارين وجماعته يمثلون طائفة سياسية سيعمل المرء صالحا لو ظل بعيدا عنها وعوضا عن ديجول عوضا عن هذا الفرنسي الذي يمثل واحدة من الجماعات الكثيرة اللاجئة في لندن والذي لم تكن لديه قوات عسكرية ذات شأن أو أرض يستطيع شن حرب منها فضل الحلفاء مدى الجسور مع تلك القوى المقيمة في مدينة فيتشي والمنتشرة في المستعمرات الفرنسية الواقعة خلف البحار لا سيما أن هؤلاء أخذوا يصاعدون من رفضهم لحكومة فيتشي المتعاطفة مع النازيين هذا ولم تكن هذه المستعمرات غنية بالموارد الاقتصادية فقط بل كانت تنتشر فيها أيضا قوات فرنسية وقوات تتبع المناطق المستعمرة أضف إلى هذا أن هذه المستعمرات كانت لديها مواقع برية ومنافس بحرية ذات نفع كبير من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى الحرب التي تخوضها الدول المتحالفة ضد ألمانيا وفي سياق هذا التصابق على المستعمرات الفرنسية ساعد يجول في سبتمبر عام 1940 وبمساعدة البريطانيين إلى أن يجل لنفسه موطئ قدم في المستعمرات وحاول في سبتمبر 1940 وبمساعدة البريطانيين تنفيذ عملية إنزال على شواطئ دكار السنغال وبقت هذه المحاولة بفشل تام لأن الحاكم الفرنسي العام في السنغال أعني بير بواصون كان قد حال دون إنزال قوات الحلفاء على شواطئ السنغال بيد أن الحظ حلف ديجول في صيف العام 1942 إذ نجح في أن ينتزع من حكومة فيتشي الانتداب على سوريا ولبنان وبمناسبة نجاح الحلفاء في إنزال قواتهم في شواطئ شمال إفريقيا فضل الأمريكيون التفاوض مع قائد قوات حكومة فيتشي الأميرال فرانسوا دارلان ومع جنرال يدعى هنري جيرو علما أن الأخير كان قد وقع في الأسر وتمكن من الفرار من قبضة الألمان بعدما قد رتحا من الزمن في مختلف المعتقلات الألمانية وكيفما اتفق لقد أعرب الإسنان بلا تلدد عن استعدادهما التام للعمل مع الحلفاء أما ديجول فإن الأمر الواضح هو أنه لم يكن يتمتع برضى الرئيس الأمريكي فرانكلين روسفيلد وذلك بسبب عناده وإسراره على صواب وجهة نظره السياسية وبعدما نجحت عملية الإنزال على شواطئ النورماندي وإثر اختيال فرانسوا دارلان وافق روسفيلد وشيرشيل على تكليف جيرو وديجول بقيادة لجنة التحرير الوطنية المشكلة في الجزائر العاصمة في مايو 1943 وهكذا كان الوقت كتحان حينئذ لوضع حد لظاهرة وجود أجهزة مخابرات فرنسية لا تتنافس فيما بينها فقط بل ويعمل بعضها ضد البعض الآخر وعلى رغم أن هذه الظاهرة أشرفت على نهايتها في نوفمبر 1943 فقد احتفظ بلول الرجل المناصر لجيرو لنفسه بحق الإشراف على شمال أفريقيا وعلى التنظيمات التي كان يديرها في فرنسا أي في الدولة التي باتت القوات الألمانية تحتل كامل ترابها الوطني الآن وبينما أسندت القيادة الرمزية إلى الاشتراكي جاك سوستيل فقد تولى القيادة الفعلية كل من باسي ووي بوت وريفت وعدد من القادة الآخرين وعلى خلفية انزال للحلفاء قواتهم على شواطئ النورماندي وبناء على تحرير التراب الفرنسي شيئا فشيئا عادت إلى فرنسا أجهزة المخابرات الفرنسية أيضا وبما أن الوضع في فرنسا كان ينزل باندلاع حرب أهلية لا تبتي ولا تزر فقد أضحى دور هذه الأجهزة مهما جدا فإذا كانت الجماعات والتكاتلات المتصارعة سياسيا والمختلفة أيديولوجيا قد علقت صراعاتها السياسية واختلافاتها الأيديولوجية على مضت في زمن الاحتلال الألماني فإن الفرض التي سادت في مرحلة الانتقال من حقبة الاحتلال إلى عصر الحكم الوطني كانت تحفز إلى السيطرة بقوة السلاح على حكم البلاد وكان هذا الميل من خصائص الشيوعيين على وجه التحديد فهم بحكم عقيدتهم يميلون إلى التمرد على النظام البرجوازي ويطالبون بإلغاء الملكية الخاصة ولأسباب لا تحتاج إلى توضيح لم تكن قوات الحلفاء المؤتمرة بإمرة قائدها العامة الجنرال أيزينهاور تحتمل انتشار فوضى من هذا القبيل باعتبار أن ذلك سيعركل كثيرا التقدم في جبهات القتال وسيعرض خطوط إمداداتها لمخاطر لا يجوز الاستهانة بها أبدا ولهذه الأسباب مجتمعة ارتأت قوات الحلفاء وقياداتها العليا تشكيل إدارة عسكرية تأتمر بإمرتها غير أن ديجولا الذي أضحى بعد دخل الجيره عن المشاركة في قيادة لجنة التحرير الوطنية الرئيس الأوحد للحكومة المؤقتة أصر على أنه هو وحده صاحب الحق في السيطرة على كل المناطق الفرنسية المحررة وعلى رغم اعتراضات روسفيلت وتصريحاته بأن ثمة احتمالات تشير إلى أن ديجول ينوي على ما يبدو فرض ديكتاتورية عسكرية على فرنسا فقد اتخذ في 12 يوليو 1944 قرار حاس يقضي بالتخلي كلية عن تشكيل إدارة عسكرية تديرها قوات الحلفاء وهكذا أضحى الواجب يقتضي إسقاط مظليين تابعين لوحدات استخباراتية على مناطق مهمة وذلك بغية استحداث اتصال بين الحكومة المؤقتة والقيادات المحلية المشرفة على المقاومة الوطنية وفي الوقت ذاته حاول أصحاب الشأن التأسيس مكاتب استخبارات محلية مكلفة بتعزيز سلطان الشرطة وبالكشف عن عناصر خطيرة وعن عملاء ومخربين ربما لا يزالون يتواطئون مع النظام النازي وبعد بضعة أيام من دخول ديجول باريس قائدا مزفرا تأتمر بامرته قوات فرنسية وأمريكية وعكب سيطرة أعوانه على مفاصل السلطة أعلن ديجول حل قوات المقاومة الفرنسية السرية وتجريدها من سلاحها وعلى وقع هذه الإجراءات سرح ديجول بأن كل فرد من عناصر المقاومة يستطيع الآن العمل جنديا في صفوف الجيش النظامي وأثار هذا الإجراء لدود فعل ساخبة خاصة في صفوف المقاومة الوطنية التعبية للحزب الشيوعي وكما تبين لاحقا فإن ستالين هو الذي أمر هذه الأضراف بطرورة التعاون مع ديجول والإزعان لأوامره وذلك بحسب أكثر الاحتمالات لأنه كان يعتقد أن التعاون مع ديجول يحقق لهم مكاسب تفوق المكاسب الممكن جنيها من اندلاع حرب أهلية في فرنسا لا سيما أن ألمانيا لن تكون قد استسلمت بالكامل بعد وأن السوفيت لم يكونوا من ثم قادرين على مساندة حلفائهم الشيوعيين الناشطين في فرنسا وكان ديجول قد عقد العزم على تنكين الدولة من استرجاع احتكارها للسلطات ومن فرض إرادتها على جميع المواطنين وعلى اتخاذ ما يلزم لأن يكون استعمال السلاح بكل أنواعه حكرا على الجيش والشرطة فقط من هنا كانت الأولوية تكمن في هذا السياق في تشكيل جهاز شرطة يعتمد عليه في الملمات والشدائد بما في ذلك تشكيل شرطة سياسية وبالتعاون مع الأمريكيين والبريطانيين تولى نظار وبيلول تفتيك الشبكات المتواطئة مع قوات الاحتلال والعملة في صفوف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الألمانية ولم يدموا الأمر طويلا حتى طفت على السطح أجهزة مخابرات إما جديدة بالكامل أو كانت من بقايا تنظيمات استخباراتية شكلت في أقاليم لجأ إليها الفرنسيون الرافضون احتلال الألمان لبلادهم أو من بقايا جماعات تم تعقيمها من شرور حجبة الاحتلال وانخرطت في مختلف الوظائف التقليدية وبإشراف رئيس الحكومة شكل جهاز المخابرات الخارجية ليعمل جنبا إلى جنب مع المديرية العامة للمخابرات العسكرية DSM وأسندت مراكبة الخدمات التكنولوجية وبخاصة خدمات الهاتف والبريد إلى جهاز المخابرات الداخلي المسمى اختصارا DCT على سعيد آخر أسندت مراكبة المدنيين من سكان المحافظات إلى مديرية خاصة سمعت اختصارا RG علما أن هذه المديرية كانت تتبع وزارة الداخلية إضافة إلى ذلك عادت الحكومة الفرنسية الحياة إلى المديرية العامة للأمن الداخلي المسمى اختصارا DST فقد كلفت ثانية بالمساهمة في تزليل المشكلات الأمنية الداخلية بصورة خاصة وبضرورة العمل بنحو الوثيق مع الشرطة الوطنية باعتبار أن التنسيق مع الشرطة الوطنية يعفي المديرية المذكورة من الاستعانة بمحافظة الأقاليم المختلفة وتقلد ويبوت قيادة جهاز المخابرات الدخالي DCT علما أن هنا إزاء حالة فريدة فلأول مرة في تاريخ المخابرات الفرنسية يصبح وزير الداخلية وليس الجيش هو المشرف على إدارة جهاز مكافحة الجاسوسية واستأنف ويبوت النهج الذي كان قد سلكه في لندن وراح هنا أيضا يستهدف سجلات مركزية مخصصة لتثبيت الوقائع والملاحظات الخاصة بالأفراد والتنظيمات المختلفة إضافة إلى ذلك وبفضل السجلات التي استولى عليها نافار وبيلول من المخابرات والوثائق الألمانية تمكن ويبوت خلال بضعة أسابيع من إلقاء القبض على نحو عشرة آلاف نازي ومتواطئ مع المحتل وتكلفت دائرتان تابعتان للمخابرات العسكرية الفرنسية هما SSM وSRO بمتابعة العلماء والتقنيين الألمان على أمل كسبهم للعمل في مصانع الإنتاج الحربي الفرنسي وبغية حفظهم على إفشاء أسرار التطورات التكنولوجية التي قالت إليها المعدات الحربية الألمانية واستجلاء مدى النجاحات التي حققها العلماء الألمان في المجال النووي غير أن جهود المخابرات الفرنسية تعرضت لانتكاسات عديدة لأن بعض العملاء الفرنسيين فضلوا العمل لمصلحة موسكو على العمل مع ديجول على سعيد آخر اتداء من اختيار أندريا ديوافرين الملقى بيباسي رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية المسمى اختصارا دي جي اي ار تركزت أنظار المخابرات الفرنسية على ألمانيا المحتلة وعلى طاقتها الصناعية بصورة خاصة وهكذا استحدث جهاز المخابرات الخارجية فرعا له في مدينة بادن المدينة التي باتت تؤوي قيادة الكوات الفرنسية في ألمانيا وشكلت منطقة شمال أفريقيا والمستعمارات الفرنسية الواقعة خلف البحار مركز الثقل الثاني علما أن الهند الصينية تحررت من نير الاستعمار الياباني في سبتمبر 1945 وفي بادئ الأمر قبل أن تغادرها آخر فلولة الكوات الصينية وتعود ثانية إلى نير الاستعمار الفرنسي في مارس 1946 خضعت الهند الصينية لإدارة بريطانية صينية مشتركة وعلى خلفية العلاقات المتينة بأسقفيات كاثوليكية مختلفة نجحت فرنسا وفقا لما تقوله بعد الروايات في تجنيد تساوصة للعمل في أواصل أوروبا وفي الشرق الأوسط مخبرين يتجسسون لحساب المخابرات الخارجية الفرنسية وواجه باسي معضلة لا يستهام بها فقد تعين عليه تخفيض عدد العاملين بنحو فعال والتحقق من صلاحية كل واحد منهم وهكذا فمن بين عشرات الآلاف من العاملين في صفوف المخابرات صرح باسي أكثر من ثماني آلاف شخص وهنا أيضا شن الحزب الشيوعي حملة لا تعرف الرحمة بزعم أن جل المسرحين كانوا إما من العناصر المناهضة لديوجول وإما من الشيوعيين وأخذ الخصوم يتهمون باسي بالارتشاء وبكل صنوف الفساد الإداري مطالبين بتخليه عن مناصبه أو إقالته من هذه المناصب ومتجاهلين أن القضاء برأ ساحته من كل الاتهامات الموجهة إليه وكيفما كانت الحال فقد خسر باسي فرصة ترقيته في صفوف الجيش فكما فعل من قبل بيلول وآخرون كثيرون من العناصر القيادية في أجهزة المخابرات فضل باسي أيضا العمل في القطاع الاقتصادي الخاص لكن خلافا لمن سبقه لم يكتب باسي مذاكراته قد إن المشكلات التي تعرض لها باسي تشهد بكل تأكيد على سهولة تحول أجهزة المخابرات إلى دوميا تحركها الأحزاب والجماعات التي تعطشت إلى السيطرة على مقدرات فرنسا في السنوات الأولى من انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى بعدما أضحى جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية يسمى SDECE خدمة الاستطلاع الخارجي ومكافحة التجسس فقد استمر هذا الجهاز حينا من الزمن يمارس عمله بلا قدرات تجيز له تنفيذ عمليات مسلحة أي بلا قدرات تجيز له تنفيذ ما يسمى بالفرنسية ففي وقت متأخر نسبيا في مارس 1945 أرسيت في القرية الواقعة في جبال البرانيس والمسمى مونت لويس أسس كتيبة مظليين ستسمى لاحقا الكتيبة 11 وستدم جنودا شجعانا يقودهم نقيب اسمه بول أوساريس علما أن هذا الضابط المظلي كان قد أدى دورا مخزيا في حرب التحرير الجزائرية ولا مندوحة عن الإشارة هنا إلى جاك فوكار أيضا فهذا الفرنسي أدى في عهد الرئيسين ديجول وبومبيدو دورا مخزيا في العلاقات التي أقامها مع أفريقيا الناطقة بالفرنسية وكيفما اتفق لقد نظم المرء قائمة بأسماء محاربين كدماء شاركوا في عمليات قتالية خلال الحرب العالمية الثانية في صفوف كواد بريطانية أو أمريكية أو فرنسية وذلك لتجنيدهم في أجهزة المخابرات المؤسسة حديثا وكانت المواضلة الدائمة تكمن في النفوذ القوي الذي كان الشيوعيون يتمتعون به سواء في الحياة السياسية أو في مفاصل الدولة الفرنسية فما هو الأسلوب الاستخباراتي الصحيح للتعامل مع الاتحاد السوفيتي في ضوء تصاعد شدة الصراع معه وعلى خلفية وجود الشيوعيين في البرلمان وفي مجلس الوزراء وبين موظف الدولة حتى مايو 1947 في يوليو 1947 أي بعد فترة وجيزة من استقالة الوزراء الشيوعيين من حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي باول راماديي تريد 350 عنصرا من الخدمة في صفوف SDECE خدمة الاستطلاع الخارجي ومكافحة التجسس على صعيد آخر وتلبية لحاجة الكوات المسلحة استحدث المسؤولون جهاز مخابرات خاص بالجاش فقط أعني جهاز أمن الكوات العسكرية الذي تولى قيادته العقيد أندريا سيرو وبعد انكداء عام واحد على توليه قيادة الجهاز المسكور اختارت الأمم المتحدة العقيد أندريا سيرو للعمل مستشارا عسكريا للوسيط الدولي علما أن الاثنين جرى اغتيالهما في القدس وعموما يمكن القول أن النفوذ الشيوعي في فرنسا لم يكن يشكل عقبة لا يمكن تزليلها بقدر تعلق الأمر بالتعاون العسكري والاستخباراتي مع البريطانيين والأمريكيين فبين العناصر القيادية في المخابرات والقوات المسلحة كانت تسود علاقات متينة وصداقات حميمة بيد أن هذا النفوذ ظل يشكل عبقا فقيلا للسياسة الفرنسية الداخلية لأن أجهزة المخابرات كانت تتهم بالانقطاع بأنها تمارس سياسة موجهة ضد الدولة الوطنية ومعادية للأحزاب اليسارية والنقابات العمالية من هنا لغروة أن تتناقل بعض وسائل الإعلام إشاعات تتحدث عن قرب حدوث انقلاب في فرنسا وكان هناك أكثر من سبب يدعم هذه الإشاعات فخلال الحرب في الهند الصينية وبنحو مخصوص تعرضت القوات المسلحة وأجهزة المخابرات لمخاطر أمنية لم يكن بالإمكان التقليل من شأنها قط فالجنود الذين قاتلوا في الهند الصينية كان العديد منهم قد تعاطف في ماضي الأيام مع كفاح الشيوعيين الفيتناميين والصينيين ضد اليابانيين لا بل أن بعضهم صار يفر إلى العدو أو بات يمده خفية بالأدوية الطبية وبالسلاح لكن في المنظور العام فإن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن الخطر الشيوعي الداخلي لم يكن قد بلغ مستوى يثير فزع حقيقيا لدى أجهزة الاستخبارات أو في صفوف القوات المسلحة فخطر الخونة الفرنسيين لم يرتقي قط لا إلى مصافي الخطر الذي تمخذ عن نشاطات جواسيس كامبرج الخامسة ولا إلى مصافي الخطر الذي تأتى من جانب العملاء السوفيت الذين تجسسوا على البرنامج النووي في الولايات المتحدة الأمريكية عنوان جهاز مخابرات ألماني من نوع خاص تجسد جمهورية ألمانيا الاتحادية حالة متميزة من كل الوجوه بقدر تعلق الأمر بالتكيف المؤسساتي مع الظروف السياسية الجديدة فأغلبية النشاطات الشيوعية التخريبية تركزت عليها أضف إلى هذا أن العديد من سكانها كانوا في الوقت ذاته يرفضون بكل إصرار النظام السياسي الجديد وكان كثير من هؤلاء الأفراد نازيين متطرفين في إيمانهم بالنازية من ناحية أخرى شعر كثير من القوم بالانتقاس من كرامتهم الوطنية وأمجادهم القومية وذلك لأن الحلفاء المنتصرين في الحرب زرعوا في وطنهم بقوة السلاح نظاما سياسيا جديدا ولم يشفع هنا أن هذا النظام السياسي الجديد الذي طبقه الحلفاء الغربيون في الولايات الألمانية الواقعة تحت نفوذهم قد استلهم التراث الثياسي والمؤسساتي الذي كان دارجا في جمهورية فايمار وبالنسبة إلى تأسيس جهاز شرطة جديدة لم يكن الواجب يقتضي أكثر من منع العناصر المتورطة بجرائم النظام النازي من الانخراط في صفوف الجهاز الجديد بيد أن المحافظة على الاستقرار السياسي أي في المقام الأول المحافظة على سلامة المؤسسات الديمقراطية الجديدة افترضت طبعا الحصول على جهاز استخبارات داخلي وفي بادئ الأمر كان هذا الجهاز يتمتع بصلاحيات محدودة جدا لسيما أنه لم يكن وقت ذاك يخضع لإشراف الحكومة الاتحادية بل لإشراف وزراء الداخلية في الولايات المنضوية تحت رائع النظام الفدرالي الجديد وفي العام 1950 انضم إلى الجهزة الأمنية المختلفة المكتب الاتحادي لحماية الدستور وكالة المخابرات الداخلية وبفضل ما لديه من مخبرين مأجورين وإمكانات مخصصة لتنفيذ حريات سرية نجح هذا المكتب إلى حد ما في مراقبة مختلف التنظيمات والجماعات المشكوك في ولائها للنظام الدستوري السائد في البلاد والمتهمة بالسعي إلى إسقاط هذا النظام وغني عن البيان أن المحافظة على الاستقرار السياسي تطلبت أيضا النهوض بوظيفة مكافحة الجاسوسية وانطلاقا من الظروف التي سادت وقت ذاك كان الواجب يقتضي التركيز على المخاطر العاتية من التشكلات التشكيلات الشيوعية ومن الجماعات النازية علما أن أخطر السيناريوهات كان يكمن في اندلاع اترابات سياسية ينتهزها الاتحاد السوفيتي لدفع الولايات الألمانية الواقعة تحت نفوذه والتي ستشكل ألمانيا الشرقية ابتداء من العام 1949 إلى التدخل عسكريا في هذه الاترابات فإذا كان المتمردون شيوعيين أو كوى ياسرية أخرى فسيبرر هذا التدخل بزريعة مساعدة الأشقاء التقدميين في ندالهم ضد الهجوم الفاشي الذي تشنه عليهم الطغمة الحاكمة في بون وأما إذا كان المتمردون من العناصر النازية فيتزرع السوفيت وألمانيا الشرقية بدرورة منع الوباء النازي من استرداد الروح لكن ما الإمكانات المتاحة لألمانيا الغربية خاصة وللعالم الغربي عامة لصد هذا التدخل حقا كان لدى الحلفاء كوات عسكرية وعناصر من الشرطة العسكرية ومن أجهزة المخابرات المختلفة في ألمانيا الغربية وأنهم من ثم كانوا قادرين بنحو أو بآخر على كتم أنفاس هذه الاترابات في مهديها غير أن الكوات الأمريكية على وجه الخصوص لم تكن وفق أكثر الاحتمالات بقادرة على الوقوف في وجه العدوان السوفيتي بالنحو المطلوب ولهذا السبب أيضا كان جهاز الشرطة الألماني المتواضع التسلح في حاجة ماسة إلى دعم يحصل عليه من جهاز مخابرات داخلي وبقدر تعلق الأمر باختيار الرئيس المناسب للمكتب الانتحادي لحماية الدستور اختيار الرئيس المناسب لقيادة وكالة المخابرات الداخلية بين كوسين تعرضت ألمانيا لهزيمة حساسة جدا حينما أصر أعضاء التحالف الغربي على تعيين القانوني الدكتور أوتو جون في هذا المنصب علما أن هذا الشخص كان قد عمل خلال الحرب في صفوف المخابرات البريطانية وفر من ألمانيا بالسبب العلاقات التي نسجها مع أكتاب مؤامرة 20 يوليو 1944 أي على خلفية علاقاته مع مدبري محاولة اختيال هتلر واكتساث دولة النازيين من جزورها أضف إلى هذا أنه كان قد أدل في سلسلة المحاكمات التي أقامتها قوات التحالف للقياديين المدنيين والعسكريين في النظام النازي والتي دخلت التاريخ باسم محاكمات نورن بيريج بشهادات كانت قد استفزت مشاعر كثير من المواطنين الألمان وهكذا وعلى خلفية سيرته هذه كان من الصعوبة بمكان أن يأتلف أوتو جون مع طبيعة الأجواء السياسية السائدة في بون عاصمة ألمانيا الغربية فهذه الأجواء رحبت بعودة كثير من قدماء النازيين وعودة رجالات القانون بصورة خاصة إلى وظائفهم الحكومية السابقة والتي أمست مكر البرلمان الألماني الذي شدد على لسان كل الأحزاب الممثلة فيه على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين النازيين والكف عن اقتساسهم من المناصب الحكومية أي وبعبارة واحدة إزدال سطار النسيان على حبة الدولة النازية وحينما ظهر جون بيرلين الشرقية في العام 1954 لأسباب غامضة مثيرة للريبة وحينما أدل من هناك بتصفيح يشير فيه إلى غضبه من تسلل النازيين إلى مفاصل الحكم في ألمانيا لم يعد هناك مجال للتسطر على أن ألمانيا الاتحادية تشهد أول فضيحة استخباراتية وفي الواقع لم يكن تصريح جون ووهما لا سدد ماديا يدعمه فخليفته في قيادة وكالة المخابرات الداخلية بين كوسين المكتب الاتحادي لحماية الدستور أكبر ولكن في زمن متأخر في العام 1972 على تقديم استقالته وذلك لأنه إفتار عن وعي ومع سك الإصرار عناصر عملت في سابق الزمن في صفوف الوحدة الوقائية SS وفيه جهاز أمن الحزب النازي SD وتأسيسا على هذا كله ليس تمت مجالا للشك في أن جهاز الشرطة الاتحادي وأجهزة المخابرات المختلفة دابت على انتهاج سياسي التوظيف أضحط من منظور الزمن التالي مرفوضة جملة وتفصيلا وكيفما كانت الحال فالملاحظ أن هذه الملابسات لم تصلت عليها الأضواء من نحو المتوخي واللازم حتى الآن غير أن تكيف ألمانيا الاتحادية مؤسسيا وظهور الجيش الألماني الاتحادي العالم الوجود في العام 1955 بصورة خاصة كان أكثر إصارة وأشد للأعصاب بكل تأكيد ففي الواقع فإن قصة تأسيس وكالة المخابرات الخارجية الألمانية BND في العام 1956 كانت قد بدأت قبل العام المذكور بسنوات كثيرة وذلك حينما اتخذ الفريق أول رينهارد جيلين بصفته رئيس قسم FHO أي قسم جيوش أجنبية في الشرق التابع لهيئة الأركان العامة في النظام النازي قرارا يعكس توقعه باستسلام ألمانيا عامة قريب واعتقاده أن الواجب سيفرد عليه عند إذن إفشاء ما لديه من أسرار ومعلومات إلى الأمريكيين وذلك لأن هؤلاء فقط لديهم القدرة على التصدي لهيمنة السوفيت على مجمل القارة الأوروبية فهو كتب في مؤلفه مذكرات الصادر في العام 1971 أنه انتشل هو وعدد من أقرب العاملين معه أهم وثائقه ورسوها في صلاديق معدنية وأمروا من ثم بدفنها في جبال القلب البابرية الألمانية ويمني غيلين قائلا أن هدفه من هذا كله كان يكمن في تهيئة الكادر الألماني المناسب وإنقاذ وثائق عسكرية سوفيتية عظيمة الأهمية بالنسبة إلى تشكيل جهاز استخبارات ألماني في مستقبل الأيام غير أن ما كتبه غيلين بعد إحالته إلى التقاعد يحتاج إلى فحص تاريخي دقيق ومع أننا لا نشك في وجود هذه الوصائق المشارئ إلى أنها كانت مرصوصة في صلاديق معدنية وعلى رغم أن غيرين أعرب حينما ألقت أجهزة الاستخبارات الأمريكية القبض عليه عن رغبته في التعاون معهم بكل صدق وإخلاص فإنه يظل من الصعوبة بمكان التكهم بما دار في خلديه فعلا وقت ذاك وفي المقام الأول تتركز أهم الشكوك والرأي بحول دوافع غيرين فالمهتمون لا يستطيعون بنحو تقيق تبيان مدى سيطرة الفكر النازي على أفكار ومشاعر غيلين وقت ذاك فزعمه بأن الواجب يقتضي منه أن يفتح عيون الأمريكيين السزج سياسيا ويرشدهم إلى حقيقة الخطر المتأتي من السوفيت يعكس أسطورة متجزرة في أعماق قدماء النازيين وحكاية كانت وقت ذاك مترسخة في أذهان كثير من الألمان ومنذ أن سمحت السلطات الأمريكية للرأي العام في 2002 بالاطلاع على محتوى عديد من ملفات وكالة المخابرات الأمريكية الصار المهتمون قادرين على رسم صورة أكثر دقة لتفاصيل تعاون أجهزة المخابرات الأمريكية مع غيلين ومع كثير من الجنود الذين عملوا في صفوف أجهزة المخابرات العسكرية الألمانية كما بات ممكن التعرف على ما هي الهدف الذي أراد الأمريكيون الوصول إليه ومقدار النفع الذي حصلوا عليه من تعاونهم مع أجهزة الاستخبارات الألمانية وعلى رغم أن أغلب المصادر تؤكد صدق ما جاء في سيرة غيلين الذاتية بشأن تطلعه إلى تبني تعاون وثيق بين ألمانيا وأمريكا ضد الاتحاد السوفيتي فقد ظلت الشكوك تساور الأمريكيين بنحو لافت للنظر فعلى مدى سنوات كثيرة ظل الأمريكيون يختبرون المرة تلو الأخرى تفاصيل معينة وردت في سياق تقريره بدرورة التعاون المشار إليه وراحوا يستجوبون غيلين ومساعده على أمل أن يعثروا على تناقضات في المعلومات التي أدل بها هو أو مساعدوه أو تعارض بين هذه المعلومات والنتائج المستخلصة من استجواب أسرى الحرب الألمان والبيانات الموثقة في الملفات التي استولى عليها الأمريكيون وأرادوا في المقام الأول معرفة ما إذا كان غيلين قد تخلى عن الفكر النازي قلبا وقالبا وارتد عن سياسات هتلر وأساليب إدارته للحكم وللحرب عن ابتناعات أكيدة وبنحو لا رجعت منه واهتم الأمريكيون بعلاقته بفلتر شيلين بيريج العنصر الفاعل في استخبارات التنظيم النازي SS والذي أصبح ابتداء من العام 1944 رئيسا لبجمل أجهزة المخابرات الألمانية من الناحية العملية فقد استجوابوه بشأن علاقته به مرات عدة لسيما أن الشيلين بيريج كان يحيط علما بموضوع الوثائق المعدة من قبل الكسمة المسمى جيوش أجنبية في الشرق التابع لهيئة الأركان العامة في النظام النازي أعني الوثائق المطمورة في جبال الألب الألمانية وبرر غيلين إصداره الأمر بطمر هذه الوثائق بحج مفادها أنه كان يعد العدة لشن حرب عصوات مستلهبا من ذلك ما صنعه البولنديون وأنه فكر في استحداث قلعة جبالية في سلسلة جبال الألب تصلح لأن تدار منها المنازلة المصيرية المعركة الأخيرة التي تكرر مصير ألمانيا بنحو نهائي وكيفما كانت الحال فبعد استسلام ألمانيا بنحو لا رجعت منه زعم غيلين أن تصريحاته بشأن المعركة الأخيرة إنما جاءت تطبيقا لمقولة الحرب خدعة فهو لم يكن يريد من هذه التصريحات أكثر من تهديد خاطر المتطرفين المؤيدين لخوض المعركة الأخيرة غير أن العديد من الضباط الذين عملوا تحت إمرته أكدوا بنحو لا شك فيه أن تصريحات غيلين صدرت عن اقتناع وعكست التصورات التي رأوضته وقت ذاك ومن مسلمات الأمور أن غيلين كان في حاجة ماسة إلى أسطورة تبرر قراره بنقل الصناديق المعدنية الحوية للملفات المشار إليها وبترحيل بعض المجندين العاملين بمعياته لكن ماذا كان الهدف من هذه الوثائق الاستخباراتية هل كان يعمل فعلا حاله في ذلك حال كثير من الألمان بأن ثمة احتمالات قوية لأن تنتصر ألمانيا على البلاشفة في حرب آتية يقف فيها الحلفاء الغربيون إلى جانب ألمانيا وغني عن البيان أن قيادة القوات النازية كانت تتطلع بفارد الصبر لتطور من هذا القبيل فعند إذن لن يكون هناك سبب يدعوهم إلى الفزع من أن يعاقبوا قضائيا على مرتكبوا من جرائم حرب أو أن يعدموا رميا بالرصاص بموجب الأحكام العرفية وتلافيا لسوء الفهم لابد لنا هنا من أن نكرر القول بعبارة واحدة لا تدع مجالا للشك بقدر تعلق الأمر بالفريق أو الغلن لا يمكن الإجابة بنحو واضح وأكيد عن الدوافع التي حرقته والنواية التي داعبت فكره ابتداء من العام 1945 غير أن غلن أخطأ كلية في تقييمه لسياسة أمريكا العالمية فالولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها أي رغبة في التعاون مع فلول أجهزة الاستخبارات الألمانية كما لم يكن لديها أي استعداد للانخراط في الحرب الألمانية ضد الاتحاد السوفيتي إن سبب اهتمامها بجماعة غلن كان يكمل في اعتقادها أن التاريخ العسكري عام والتاريخ العسكري المختص بتسليط الأضواء على بيوش وحروب العدو ينطوي على مادة غزيرة وزات نفع كبير بالنسبة إلى الجيش الأمريكي النظامي وهكذا جرى تثبيت كل ما استعملته البيوش الألمانية في معاركها المختلفة من أسريح وأسريب تيكتيكية وحنكة تجسسية وبراعة في مكافحة عمليات التجسس الأجنبية وذلك على أمل الانتفاع من هذا كله في مستقبل الأيام وغني عن البيان أن تحديد مكان وأسلوب وزمن الانتفاع لهذه المعطيات لم يشغل بال الأشخاص السهرين على جمع المعلومات والبيانات وربما رأى البعض أننا هنا إزاء تعليل مبتزل بيد أن هذه الحقيقة التي تفسر أسباب اهتمام الأمريكيين بالفريق أول غيل لا سيما أن الدراسات والبحوث الحديثة أماطت اللثام عن كثير من العمليات السرية العاكفة على جمع معلومات مشابهة ولا مندوحة لنا عن الإشارة إلى أن المنتصرين الآخرين الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا عملوا بنحوه مشابه لكن بأقل تكلفة وفقا لأكثر الاحتمالات وذهب السوفيت متى أبعد فهم استجوابوا رئيس المخابرات العسكرية في الجيوش الإمبراطورية الألمانية العقيد فالتر نيكولاي على رغم أن هذا الضابط تقاعد عن العمل منذ العام 1918 وبلغ الشيخوخة منذ أمد طويل جدا ولقى هذا العجوز حطفه في سياق عملية الاستجواب التي تعرض لها في العام 1947 هذا وقد رد له الاعتبار في العام 1999 ومنذ أمد طويل كان المهتمون يعلمون أن كبار دباط القوات المسلحة الألمانية تعرضوا بانتظام لاستجوابات أجراها معهم الأمريكيون وأنهم أكبروهم في معتقلات الأسر على أن يسجلوا بخط عيديهم تفاصيل تجاربهم العسكرية على صحية آخر حقا كان بعض الألمان يخمنون أن الأمريكيين قد اهتموا بمعرفة مدى التقدم الذي أحرزه الألمان في مجال التكنولوجيا المدنية العسكرية والرشوت الذي قطعوه في برنامجهم النووي بيد أن ما لم يأخذه الألمان في الحزبان هو مدى الدقة التي اعتمدها الأمريكيون في عمليات الاستجواب كما لم تدع معلومات ذات شأن عامة إذا كان لدى الاستخبارات الألمانية معلومات مهمة عن النظام السوفيتي وعن جيوشه من ناحية أخرى عزل بعض والعديد من الدراسات الأمريكية أيضا كل أو أغلبية ما لدى الولايات المتحدة من معلومات عن الجيش الأحمر إلى تعاون الأمريكيين مع غيلين لكن وبقدر تعلق الأمر بوضوعات فرعية في أن واقع الحال يشهد على أن الولايات المتحدة الأمريكية استقت من مصادر ألمانية أخرى معلومات كانت أكثر أهمية من المعلومات التي حصلت عليها من تعاونها مع غيلين فالمعروف هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع بريطانيا قد انتفعت بهذه المعلومات بنحو غزير جدا وعلى مدى سنوات كثيرة وهكذا ومقرارة بوصائق غيلين التي لكزت على وحدات معينة في الكوات السوفيتية وعلى قيادات هذه الوحدة والتي فقدت أهميتها بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب وتقادم عهدها من ثم وبكل تأكيد اجتملت المعلومات المستقاة من المصادر الأخرى من مصادر بديلة لوصائق غيلين على صور ملتقطة من الجو وخرائط استعام بها سلاح الجو الألماني في تحديد آلاف المواقع المهمة استراتيجيا أعني مواقع من كبايل الجسور والسكك الحديدية والثكانات والقواعد العسكرية ومخازن البنزين وغير ذلك كثير بيد أن دراسة ألمانية تداولت الأسريب التي استعام بها الألمان في مكافحة الجاسوسية السوفيتية كانت أكثر أهمية بكثير من كل المعلومات التي استقاها الأمريكيون من وصائق غيلين ومن المصادر الألمانية الخاصة بتحديد المواقع والأهداف الاستراتيجية فما استولى عليه الألمان من آلات تطابعة بالأبجادية الكيريلية الأبجادية الروسية ومئات من بطاقات تموينية ترخص للمواطنين السوفيت الحصول على كميات معينة من المواد الأساسية وسجلات بخصوص أجور العسكريين واستمارات وأختام كانت مستخدمة في صفوف مختلف الوحدات العسكرية شكل بكل تأكيد اللوازم والموادات المهمة لعمل أجهزة الاستخبارات ضد منطقة الهيمنة السوفيتية كما انطوت على نفع عملي كبير جماعة الاتصالات اللاسلكية المؤتمرة بإمرة العقيد هيرمان باون فهذه الجماعة كانت متخصصة في مراقبة البرقيات اللاسلكية المرسلة إلى الجيش الأحمر أو الصادرة منه وبدأت هذه الجماعة عملياتها في وقت مبكر نسبيا في يناير من العام 1946 في مدينة صغيرة تقع بالقرب من مدينة فرانكفورت وكانت تقدم خدماتها لقيادة المخابرات العسكرية التابعة للجيش الأمريكي وبعد فترة قصيرة أخذ باون يرسل عملائه إلى الشطر الألمانيا السوفيكي ألمانيا الشرقية وبما أن منظمته هذه المسمى ستاب والي لم تخضع لقيادة غيلن خلال سنوات الحرب فقد سافر غيلن ونائبه العقيد غير هارد فيزل في إبريل من العام 1945 إلى مدينة باد أليستر لحظ باون على مشاركتهم في تنفيذ خطتهم ومن حيث المبدأ أعرب باون عن استعداده للمشاركة في تنفيذ الخطة المراد لتنفيذها لكنه رفض الموافقة على إسناد القيادة للفريق أول غيلن بحجة أن الأخير ليست لديه أي خبرة ذات شأن في الشؤون السوفيتية أضف إلى هذا أنه لا يتكن اللغة الروسية أو أي لغة أخرى حديثة وبالإضافة إلى هذا كله فإنه ليست لديه تجارب مهمة في التعامل مع العملاء والمخبرين فتنسيق الوثائق المطمورة في جبال الألب لم يكن يزيد على تنسيق معلومات جمعت من مصادر ثانوية وعلى خلفية هذه الحقائق لا شك في أن باون هو الشخصية الأكثر موأمة لقيادة المؤسسة الاستخباراتية المراد استحداثها في ألمانيا بيد أن المشكلة كانت تكمن في أن باون كان شخصية صعبة لا يطاق العمل معها وأن قصور قدراته على خوض منورات وألعاب معتدة في الأجهزة الإدارية كان سببا في هزيمته أمام غيلين وهكذا أختير غيلين وستة بمعاونيه في أغسطس من العام 1945 للسفر بالطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حاملين معهم الصناديك التي كانت قد تمروها في جبال الألب وحيث تأذير رحلة بسرية تامة فهبطت طائرتهم في مطار عسكري يقع في محيط واشنطن العاصمة وحالما وطأوا التراب الأمريكي تعرض القوم لعملية استجواب دقيقة وبدنية ومكس غير هارد فيزل في ألمانيا ليضمن بصفته من العناصر الموالية لغيلين حق الأخير في رئاسة جهاز المخابرات الجديد من ناحية أخرى واصل فيزل التعاون مع باون وفي يوليو من العام 1946 رجعت الجماعة إلى ألمانيا وراحت تستحدث نفسها مقرا في أبروسل المدينة الواقعة في محيط فرانكفورت واندلعت من ثم مشاورات كثيرة وبوزلت محاولات مدنية لتسوية الخلافات بين الدواهر الرسمية التابعة للمخابرات العسكرية الأمريكية العاملة في ألمانيا حول الطرف الأصلح لممارسة الركابة على جهاز غيلين المتزايد الأهمية بلا انقطاع وما هي المؤسسة المناسبة لدفع تكاليف هذا الجهاز الجديد وحينما رفض جهاز المخابرات الأمريكي المستحدث في سبتمبر من العام 1947 الدخول بأي شكل من أشكال العلاقة مع الجهاز الألماني اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الوصاية على تنظيم أو جهاز جديد اسمه روستي وكان هذا الجهاز مكلفا بالتجسس على كل بلدان المعسكر السوفيتي والاكتمويه على عمل هذا الجهاز اختلق أصحاب الشأن تنظيما عسكريا اسمه المستعار هو وفي خدم هذه التطورات انتقلت جماعة غيرين من مدينة أوبروسيل إلى مدينة بولاخ القريبة من ميونيخ لتعمل منذ ذلك الحين وحتى تأسيس جهاز المخابرات الخارجية الألمانية المسمى اختصارا بي ان دي تحد مصالة جهاز روستي وكما هو شائع فقد اتخذ جهاز المخابرات الألماني من هذه المدينة مقرر له في السنوات التالية وجرى المرة والأخرى تكليف خبراء بفحص صلاحية المشروع الذي باتت إدارته في عهد الجيش الأمريكي والذي لم تعد إمكاناته تفي بمتطلبات الصلاحيات الإضافية وكثيرا ما ردت الخبراء وجهات نظر تشير إلى أن هذا المشروع كثير التكلفة وأنه هيكل يستطيع الجواسيس السوفيت اختراقه بيسر وأنه قد يسيء إلى سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم إذا منكشف سره وكيفما اتفك فبعد برهة قصيرة أمس عدد العاملين في هذا المشروع يتراوح بين 2500 إلى 3000 عميل يمارسون مهنة التجسس في ستوكهولم وحتى براغ وصوفيا وروما وباريس وربما بدأ الأمر كأنه ثمت مبالغة في التوسع بتعيين العملاء لسيما أن نشاطهم كان يتركز على ألمانيا بالدرجة الأولى وإذا كانت البيانات المحسبية صادقة فقد بلغت التكلفة الإجمالية 47367 دولارا في الشهر أي ما يساوي 15 دولارا في المتوسط الشهري لتكلفة الموظف الواحد وأشار التقرير المقدم في مايو من العام 1947 إلى أن إحجام الولايات المتحدة عن رعاية هذا الجهاز وتخليها عن الإنفاق عليه ينطوي على خطر تشكيل جيش سري يفرد إرادته على البلاد حالما تنسحب الولايات المتحدة من إدارة شؤون الحكم في ألمانيا بيد أن هذه الاحتمالات لم تمنع كاتب التقرير من الإشارة إلى أن تشكيل حكومة ألمانية يمكن أن يمنح الولايات المتحدة الأمريكية النواة الدرورية لتأسيس جهاز استخبارات ألماني في مستقبل الأيام كما دلعت في تلك الحكبة نقاشات صاخبة بسبب استعادة جهاز المخابرات الجديد بعناصر عملت سابقا في صفوف وحدات الوقاية SS أو في صفوف جهاز أمن الحزب النازي SD إذ كان هناك من يرفضها جملة وتفصيلا ومن كان يحبزها عن اقتناع وإيمان بصوابها وخطى الأمريكيون أنفسهم الخطوة الأولى على هذا الضرب بفهم الذين اتفكوا مع قائد وحدات الـ SS الجنرال فولف على الترتيبات الضرورية لإعلان بعض الوحدات الألمانية المنتشرة في شمال إيطاليا استسلامها متجاهلين أنهم قدموا في هذا السياق ضمانات أساءت لسمعتهم كثيرا من نهاية الأخرى استخدم الأمريكيون عناصر سبق أن عملت في صفوف وحدات الـ SS بمن في ذلك عناصر كانت قد اكترفت أبشع جرائم الحرب وكان هدف الأمريكيين هو الكشف عن الخلايا والحلقات التي وظبت على ممارسة نشاطاتها السياسية بشكل خفي وما كان المرء في حاجة إلى التجليل على احتمالات نجاح المخابرات السوفيتية في تجنيد هؤلاء الأفراد فنجاحهم في تحقيق أمر من هذا القبيل لم يكن ينظر إليه وقت ذاك على أنه احتمال مستبع بكل تأكيد ومهما كان في الحال فالأمر الأكيد هو أن غيل كان قد درجة على تعيين بعض من هؤلاء الأفراد في مجال مكافحة عمليات التجسس الأجنبية في الدرجة الأولى ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن سياسة غيل هذه في انتقاء موظفيه أصفرت فيما بعد أي في العام 1961 على وجه التحديد عن انكشاف فضيحة التجسس لمصلحة الاستخبارات السوفيتية كان ضابط الاستخبارات الألمانية هاينس فيلفي وهانس كليمنس قد تورط فيها وحققت عملية روستي نجاحا باهرا في سياق أزمة برلين العائدة إلى العامين 1948 و 1949 ففي تلك الحقبة فرض السوفيت حصارا على برلين وهكذا دعيا على الدول الغربية ثلاث استحداث جسر جوي لضمان حصول سكان المدينة المحاصرة على ما يحتاجون إليه من سلع ضرورية إن هذه العملية التي نفذت بواسطة طائرات شحن عسكرية غير مسلحة وتعمل تنفيذا لما أعلن عنه بصريحة العبارة بلا حماية عسكرية تقدمها لها طائرات مقاتلة نجحت طبعا لأن السوفيت لم يكونوا يرغبون في تصعيد شدة الصراع أو في اندلاع حرب جديدة لكن من أين حصل المسؤولون على تفاصيل هذه التوجهات؟ بكل تأكيد ليس من خلال معلومات حصلوا عليها من جواسيس غربيين يعملون في الكريملين فهؤلاء الجواسيس لم يكن لهم موجود بكل تأكيد الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن مصدر هذه المعلومات كان يكمن في المراقبة الضقيقة للجيوش المنتشرة في ربوع ألمانيا الشرقية وفي استطلاع ما يحدث في شوارع وطرق الإمداد المارة بالأراضي البولندية وقدم جهاز روستي خدمات جليلة في هذا الشأن كما لا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن الجواسيس الذين جندوا من بين مواطني ألمانيا الشرقية وعلى رغم المشكلات العويصة التي خيمت على شروط التحرك فقد استطاع المعنيون فعلا إيصال هذه التقارير بشكل متواصل وخلال فترات متقاربة إلى الحاكم العسكري الأمريكي الجنرال كلاي وإلى قائد السلاح الجوي الأمريكي في أوروبا الجنرال كورتيس ليماي وبما أن الواجب يحطم على كل الجيش على كل جيش وعلى كل سلاح جوي أيضا اللي يشن هجوما مباغة قبل أن يكون قد أتم كل التحذيرات التعبوية الضرورية لذا كانت البراهين المستقام من انتشار وتحرقات الوحدات المقاتلة ونقل الإمدادات والعتاد الحربي وما سوى ذلك من معدات حربية تشير بنحو جازم إلى أن السوفيات لم يكونوا يرغبون في خوض حرب مع الدور الغربية وبعد تلك الحقبة جعل حلف شمال الأطلسي من هذه الأدلة والبراهين نظاما للإنذار المبكر وخلال أزمة برلين كانت كل الأدلة تشير عمليا إلى أن ستالين أراد أن يشن حملة اقتصادية وسياسية ونفسية بالدرجة الأولى ضد ألمانيا الغربية والحلفاء الغربيين لكنه أحجم عن تصعيد الصراع باتجاه حرب لا تحمد عواقبها ومن المحتمل جدا أن يكون ستالين قد اعتقد أن قواته والاقتصاد السوفيتي لا يزالون غير قادرين على خوض مواجهة عسكرية على صعيد آخر أشار العقيد جيم سيكريت شيفيلد المكلف منذ نوفمبر من العام 1948 باختبار كفاءة جهاز روستي إلى أن سلاح الجو الأمريكي في مقدمة المهتمين بجهاز روستي وأنه يعول كثيرا على النتائج التي يتوصل إليها هذا الجهاز لا سيما حينما تتعلق هذه النتائج بتسجيل البرقيات والمحادثات اللاسلكية وتحديد مكان الجهاد المرسلة والمتسلمة لهذه البرقيات واستخراج المعمي في البرقيات المتداولة في صفوف سلاح الجو السوفيتي وذلك باعتبار أن هذا هو أسرع الأسريب المتاحة للحصول على المعلومات بشأن التحركات التكتيكية التي ينفذها سلاح الجو السوفيتي في أواسط أوروبا على صعيد آخر اقترح سلاح الجو الأمريكي حف جهاز روستي على استطلاع الإمكانات المحتملة لانتشال أطكم الطائرات المنكوبة وللتعرف على سبل تهريب المعرضين للخطر في الاتحاد السوفيتي إلى مناطق آمنة وبالإضافة إلى تسجيل ومراكبة الاتصالات اللاسلكية وفك الشفارات يجزب انتباه هنا أيضا أن عمليات الإنقاذ المشار إليها آنفا تشير إلى عمليات تجسسية قيد التخطيط وأخرى قيد التنفيذ أي عمليات استطلاع لا يقتصر مداها على أجواء الدول السائرة في ركاب الاتحاد السوفيتي فقط بل على الأجواء السوفيتي أيضا والشائع كذلك هو أن الطائرات الأمريكية القازفة للقنابل السقيلة بي 29 بومبر كانت تحلق على طول حدود أراضي القسم الألماني المحتل من قبل الاتحاد السوفيتي وذلك لإرغام السوفيتي على تجريل ما لديهم من دفاعات جوية والإفساح عن كثافة هذه الدفاعات وانتشارها وعلى درجة فعالياتها التكنولوجية وغنيين عن البيان أن الموضوع كان يدور حول معلومات كانت مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية وفي الوقت ذاته أنجلس تنظيم روستي جل الأمور الضرورية لمواجهة حالة الحرب ففي مثل هذه الحالة كانت التحضيرات تقتضي نقل المكر الرئيسي من بولاخ إلى سويسرا ومن هناك إلى إسبانيا ووافقت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا EUCOM على الإجراءات والخطط التمهيدية الواجب تنفيذها عند الحاجة وأضاف العقيد كريتش فيلد قائلا أن الأربعة آلاف فرد العاملين في صفوف تنظيم روستي سيقول لهم وزن سياسي سقيل في تحديد مستقبل ألمانيا فبما أن كثيرا من هؤلاء الدباط البارزين في الجيش النازي كانوا دباطا قياديين في هيئة الأكان العامة لذا يمكن أن يؤدي جهاز روستي دورا مهما في حلف عسكري غربي وهكذا فبالنسبة إلى العقيد كريتش فيلد وسواه من دباط أمريكيين كثيرين فإن المطلوب من جهاز روستي لم يكن يكمن في جمع معلومات استخباراتية فقط بل كان يكمن أيضا في إعادة تشكيل العقل الألماني وغرس القيم الأمريكية في زهنية دباط المستقبل بيد أن تقرير كريتش فيلد لم يسكر من قريب أو بعيد ما إذا كانت تتصوراته هذه تدور حول الشطر الغربي من ألمانيا فقط أم أنها تنسحب على ألمانيا الموحدة وفي بادئ الأمر قدم كريتش فيلد لوكالة المخابرات الأمريكية CIA تقريرا يتضمن وجهة نظره بشأن الظروف المحيطة بتنظيم روستي بقيادة الجيش الأمريكي فقيادة الجيش الأمريكي كانت قد أسرت على تصفية علاقاتها بشؤون العاملين في صفوف هذا التنظيم وأعربت عن رفضها تحمل الأعباء المالية الناجمة عن رعايتها لهذا الجهاز وعلى سعيد آخر أعرب المسؤولون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن تحفظات لا يستهام بها أبدا فمن ناحية ليس ثمت دليل قاطع يؤكد استحالة حدوث اختراق لتنظيم روستي ومن ناحية الأخرى تنتوي المهمات المكلف في هذا الجهاز بتنفيذها على كثير من الشكوك والريب وفقا للخلاصة الذي توصل إليها أحد موظفي وكالة المخابرات المركزية في ديسمبر من العام 1948 فمعلوماتنا عن خصائص العمل الداخلي الدارك في تنظيم روستي محتودة جدا إلا من قل إنها تكاد تكون بلا قيمة تسكر علما أننا لنشدت كثيرا إذا قلنا إن معلومات قواتنا المسلحة لا تزيد على معلوماتنا بأي حال من الأحوال من هنا فإن انخراطنا في هذا التنظيم يفتح الباب على مصرعيه لتسلل الكوى المعادية إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية واختراك هذه الوكالة أضف إلى هذا أننا قد نجهل ما إذا كان الروس سيستخدمون جهاز روستي لتمرير مناورات مضللة وعمليات زائفة تموه على الحقيقة جملة وتفصيلا على سعيد آخر استنكر الحاكم العسكري العام في ألمانيا المحتلة الجنرال الأمريكي لوي لوسيوس كلاي بكوة وبكل إصرار المحاولات الرامية إلى توسيع اختصاصات وكالة المخابرات المركزية معربا عن رفضه تحويل الوكالة إلى شركة ضخمة على غرار الشركات العبلقة في ألمانيا لسيما حينما تتكفل الولاء الوكالة لرعاية تنظيم مجبوه مثل جهاز روستي وحينما تخلى الجنرال كلاي عن منصبه في صيف العام 1949 وبعد أن تشكلت في خريف العام 1949 حكومة ألمانية يرؤسها المستشار كونراد أديناور طفت على السطح مشكلة أخرى هل يجوز لمواطنين ألمان أن يستخدموا الأراضي الألمانية للتجسس لمصلحة دولة أجنبية؟ حقا كانت جمهورية ألمانيا الجديدة دولة منقوصة السيادة لسيما في المسائل المتعلقة بالأمن الخارجي بيد أن الأمر الذي لا يجوز أن يغرب عن بالنا هو أن غيل كان قد استبق الأحداث بشأن التعامل مع هذه المعضلة إذ كان قد انتهز فرصة انتقار صلاحية الإشراف على جهاز روستي إلى عهدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليتطفق مع الوكالة خطيا على حقه وحق العاملين معه في استحداث جهاز استخبارات خارجي ألماني وفي حالة استعادت ألمانيا سيادتها على طرابها الوطني ومع أن المستشار الألماني أديناور لم يتدخل في هذا الموضوع فإنه ظل يحتفظ لنفسه بكامل الحرية بشأن القرارات الواجب اتخاذها مستقبلا وثمت من يعتقد أن تنظيم غيلين الذي تحول اسمه المستعار من روستي إلى زيبر فيما بعده لم يكن ليعمر طويلا لو لم تتساعد شدة الصراع في شرق آسيا إبان الحرب الباردة وكان مقر غيلين في مدينة بولاخ يبعد نحو 600 كيلو مترا عن مقر الحكومة في العاصمة الألمانية بون ولم ينظر أديناور بكثير من الريب والشكوك إلى ضباط العصر النازي فقط بل دعب أيضا أن ينقى بنفسه عن النخب البروستانتية القديمة المتحدرة من بروسيا لا سيما أن نسبة معتبرة منهم كانت ترفض سياساته الرامية إلى الاندماج في العالم الغربي ولا توافقه الرأي بأن عملية الاندماج هذه التي تبنتها ألمانيا رسميا في خريف العام 1950 هي الإطارة المحتمل لعادة تسليح ألمانيا بيد أن غيلين نجح في إقامة علاقة مع هانز غلوك السياسي الكاثوليكي المتحدد من منطقة حوض الراين والعدوى السابق في حزب الوسط وأقرب المقربين من المستشار أديناور وهكذا راح غيلين يعد تقارير تسلط الضوء على الوضع السياسي الخارجي ويجمع معلومات مثيرة عن الإطراف المؤيدة والرافضة لسياسات المستشار أديناور إضافة إلى ذلك تقدم غيلين خدمات جديلة للعديد من البرلمانيين الألمان وغني عن البيان أن تقديم هذه الخدمات نبه البرلمان في ألمانيا الغربية بنحو غير الرسمي على قد تقدير إلى أن غيلين يتعاون بشكل مكثف مع الأمريكيين ولا يشط المرء كثيرا إذا زعم أن غيلين قد ترك بصماته ووقت ذاك على تصورات السياسيين والبرلمانيين الألمان بشأن خصائص سياسة الأمن الألمانية المطلوبة فهدفه الأسمى كان يكمن في تولي منصب الرئيس الأعلى لجهاز المخابرات العسكرية والخارجية الذي سيرى النور في المستقبل القريف في ألمانيا ولتحقيق هذا الهدف حاول غيلين التأثير في هيكل الجيش الجديد الذي سيرى النور في ألمانيا الغربية لا سيما أن كثيرا من الضباط البارزين عملوا رتحا من الزمن في صفوف تنظيم غيلين وكانوا يتمتعون بالكفاءات المناسبة ويحزون بالقدرات التي ترشحهم لتبوق مناصب قيادية في الجيش الجديد ونوضي الإشارة إلى غير هارد ويسيل بصورة خاصة فهو كان صديق غيلين الحميم منذ أيام عملهما المشترك في قسم جيوش أجنبية في الشرق F.H.O التابع لهاية الأركان العامة في النظام النازي أضف إلى هذا أن ويسيل باشر العمل في صفوف الجيش الجديد فعلا وبذل قصار جهده للحيلولة دون أن يكون للجيش الجديد جهاز استخبارات عسكرية خاص به مجارات لما هو دارج في قوات حلف شمال الأطلسي على سعيل آخر وبعدما حصل على رتبة عقيد في الجيش الألماني الجديد جرى ترشيحه في العام 1968 ليحل مكان غيل ويتبوق قيادة جهاز المخابرات الخارجية الألمانية BND لكن في بادي الأمر نشأت فيه أحشاء جهاز فيه أحشاء جهاز كان يسمى مكتب بلانيك هياكل استخباراتية متفركة على غرار الهياكل التي سادت في الجهاز الذي كان يسمى جهاز فريدريش فيل هلم هاينز استلهاما لإسم ضابط كان مسؤولا عن مكافحة التجسس في تنظيم سرري حاول عزل هتلر وعمل هاينز من ثم في صفوف فرقة براند نيبورج المكلفة لمكافحة العمليات التخريبية وتنفيذ مهمات استخباراتية خاصة ولا مندوحة لنا في هذا السياق عن الإشارة إلى المنظمة الأهلية المسمى حماية الوطن هوم سيرفز فهذه المنظمة كانت هي الأداء التي درج مكتب مستشار ألمانيا على الاستعانة بها لتوجيه القضايا الاستخباراتية عامة لا سيما تلك المسالة الضرورية لحجد الرأي العام الألماني وكذب تأييده للكهود الرامية إلى إعادة تسليح ألمانيا وعلى رغم أن الصراع بين العقيد هاينس وغيلين كان واضحا لجميع المراقبين فإن الأمر الواضح أيضا هو أن ميزان القوة لم يكن متكافئا قط ففيما كان عدد العاملين في جهاز فريدنش في الهلم هاينس لا يزيد على المائتين إلا قليلا كان لدى غيلين آلاف العاملين وإذا ما سألت المرء عن الملابسات التي خيمت على تأسيس جهاز المخابرات الاتحادي بي ان دي في الأول من إبريم من العام 1956 وعن الأسباب التي فرضت عدم أخذ رأي الكوات المسلحة الألمانية في الاعتبار هنا وحتمت أن يكون الجهاز الجديد تنظيما يتبع مكتب المستشار فلا مندوحة لنا عن أن نقول أننا هنا إذا موضوع لتزال تفاصيله سرا من أسرار الدولة وعلى رغم مدي أكثر من خمسين عاما عليه ولا نشط أبدا إذا قلنا أن السبب يكمن في رغبة السياسيين في المغالطة وإعاز الأمر إلى أطراف أخرى فالدور الذي مرسته الولايات المتحدة بنحو مباشر أو غير مباشر لا يزال مجهولا كما يجهى الكثير من المراكبين حقيقة العوامل التي حفزت أديناور على تبني فكرة تأسيس جهاز ألماني مخصص للاستخبارات الخارجية وكيفما اتفق فمن المحتمل جدا أن يكون أديناور قد رأى في تأسيس جهاز استخبارات يعمل في الخفاء قضية سياسية عظيمة الحساسية وأن عليه من ثم نزع فتيلها ومنعها من أن تكون سببا لخلافات وتوترات تعاكر صفو العلاقات الأمريكية الألمانية أما من ناحية السياسة الداخلية فلا شك في أن أديناور كان في غنى عن التورط في مساء الإضافية تتعلق بقضايا السياسة الأمنية فاستغراكه في تأسيس جيش ألماني لم يكن يترك له مجالا للتعامل مع مساء الأمنية أخرى وهكذا فحينما تبنى أديناور جهاز غليين وأعرب عن مؤاذرته لهذا التنظيم وشرع تدخل في اختيار العاملين في هذا التنظيم فإنه رمى المسئولية على عاطق الأمريكيين ونشأت من ثم وشائج جديدة بين أجهزة المخابرات الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية فقد استضاف الأمريكيون الفريق أول غيل مرات عديدة واستقبلوه بكل مظاهر الزيارات الرسمية كما سمح له في سبتمبر من العام 1955 بأن يحضر مناورات أجراها الأسطول الأمريكي السادس في البحر المتوسط وكان واضحا أن الولايات المتحدة جندت عددا كبيرا من دجالات الاستخبارات الألمان واحتضنتهم وراحت منذ ذلك الحين تسخرهم لمعاربها الخاصة وفي هذا السياق لمندوحة للمرأة عن أن يأخذ في الاعتبار أن إبراهارد بلوم الضابط في الجيش النازي سابقا قد ترك بين العامين 1982 و1985 إلى منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية وأنه عمل منذ العام 1947 وبلا انقطاع في صفوف جهاز روستي والأجهزة التالية له وتأسيسا على هذه الواقعة غير المسبوقة العائدة إلى مطلع العام 1945 لا مرأة في أن من حق المرأة أن يسأل عما إذا كان تجنيد رجالات المخابرات الألمان مجرد تكسيد لعلاقة شبه كولونيالية أي ما إذا كانت مجموعة غيلين مجرد مخبرين مرتزقة جندهم الأمريكيون إن هذه التساؤلات تبقى بالجواب مكنع على خلفية الملفات التي أفرج عنها حتى الآن وكيفما كانت الحال فإن قول غيلين في مذكراته إن الألمان كانوا يتمتعون باستقلالية كبيرة في تعاملهم مع الأمريكيين إنما هو زعم يحق للمرأة أن يطعم في صدقية جملة متفصيلا عنوان تحالف من نوع خاص بين أجهزة المخابرات وبقدر تعلق الأمر بالنشاطات الاستخباراتية فقد تبلورت بين الولايات المتحدة وبريطانيا علاقات خاصة Special Relationship علاقات استثنائية من حيث متانتها فإذا كان تعاون الدولتين في المسائل الاستخباراتية خلال سنوات الحرب قد جست ظاهرة تاريخية جديدة فإن التمسك بهذا التعاون بعد انتهاء الحرب كان متعاة إلى الدهشة فعلا فما خل الولايات المتحدة وبريطانيا لم يشهد العصر الحديث إصرار دولتين على التعاون بمدى وكثافة التعاون الذي تطور بين هاتين الدولتين بيد أن على المرأة أن يأخذ هنا أيضا في الاعتبار أنه لم تكن أي من الدولتين نتجيز للدولة الأخرى الاطلاع بلا قيد أو شرط على كل ما لديها ولدى أجهزتها الاستخباراتية من أسرار فهذا التعاون خضع ولا يزال يخضع الاتفاقيات كثيرة تحدد بصريح العبارة وبنحو دقيق شروط التعاون بين الأجهزة المختلفة والإجراءات الرسمية الواجب الالتزام بها والأهداف المراد لتحقيقها من خلال هذا التعاون بيد أن متانة العلاقات بين الدولتين لا يجوز أن تبعد عن أنظارنا أن هذه العلاقة تعرضت لخصومات وتوترات وتناقضات نشأت إما على خلفية وجهات نظر مختلفة بشأن معلومات استخباراتية معينة وإما بسبب تباين وجهات النظر بشأن الأساليب الاستخباراتية المطبقة عمليا على أرض الواقع أو بسبب اختلاف أهداف السياسات الخارجية والأمنية المتبعة في الدولتين ولا شك في أن سياسة التسليح النووي والسياسة الاستعمارية البريطانية خير مثال على اختلاف وجهات النظر وتباين أهداف الدولتين فمع أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا كانت في مقدمة الدول التي صنعت كنابل زرية فقد بزرت الولايات المتحدة بعد العام 1945 قصارى جهودها لدفع لندن إلى التخلي عن امتلاك سلاحنا وإيخاظ بها وغنينا عن البيان أن جهودها هذه لم تصفر عن النتيجة التي كانت تأملها وخلافا لهذه الواقعة استطاعت ورشنطن أن تفرض وجهة نظرها في الصراعات التي خاضتها السياسة الاستعبارية البريطانية المرة تلو الأخرى أعني على سبيل المثال وليس حصرا أزمة كناة السويس على العائدة إلى خريف العام 1956 ففي تلك الأزمة تبنى الأمريكيون مبادرة دبلوماسية قوية لإجبار بريطانيا على الانسحاب وراحوا يهددون بمقاطعة بريطانيا ماليا واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون وصول الإمدادات البترولية إلى بريطانيا والأمر المثير للانتباه أن الصراع في كل الموضعين لم يسبب تعليق التعاون الاستخباراتي المتين بين الدولتين ولا حتى في مجال السياستين المعنيتين سياسة التسليح النووي والسياسة الاستعمارية المنتهجة من كبال بريطانيا وهكذا لغروة أن نلحظ أن التجسس على الاتحاد السوفيتي لمعرفة مدى حصوله على التكنولوجيا الكمبلة الزرية كان ولا يزال حتى اليوم سرا من أسرار الدولتين وينطبق الأمر ذاته على تعاون الدولتين في المسائل الخاصة بالمناطق المستعمرة وفي دول العالم الثالث كما سنلاحظ ذلك من خلال عرضنا المقبل وعموما يمكن القول أن التعاون بين الدولتين في مجال تنفيذ نشاطات تجسسية جوية تستهدف أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي كان في مقدمة المشروعات التي نفذتها الدولتين بأكبر درجات السرية وفي بداية الأمر كان المطلوب من عمليات الاستطلاع الجوي هذه في المقام الأول اختبار ما لدى الاتحاد السوفيتي من كفاءة مناسبة لصد هجوم جوي محتمل وفي السنوات التالية بات المطلوب هو اختلاع قدرات الاتحاد السوفيتي على انتاج الطائرات القذفة للكنابل واختبار قدراته على انتاج السواريخ والتجسس على ما لديه من مصانع متخصصة في التكنولوجيا الزرية وخلال الأيام الأولى من اندلاع أزمة برلين نشرت الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا تسعون طائرة من طائراتها القذفة للكنابل علما ان قذفة الكنابل السقيلة بي 29 كانت تعتبر أدخم وأحدث طائرات عرفها العالم حتى ذلك الحين ولا مندوحة عن الإشارة إلى أن هذا الصنف من الطائرات استخدمته الولايات المتحدة في ماضي الأيام لإشعال النيران في توكيو وإلحاق دمار فتاك بها ولإسقاط الكمبلتين الزريتين من ثم على هوريشيما ونكذاكي بيد أننا لنشط كثيرا إذا قلنا أن كل الاحتمالات كانت تشير إلى أن السوفيت كانوا يعلمون أن الطائرات التي نشرتها الولايات المتحدة في أوروبا لم تكن لديها التقنية الضرورية لإسقاط كومبلة زرية وبهذا المعنى فإن التهديد بالكومبلة الزرية لم يكن تهديدا حقيقيا بل كان رمزيا وفيما رتب أصحاب الشأن حملة واسعة وضغيجا ملع الأسماء من أجل أن يعرف ألداني والقاسي بخطر الطائرات التي نشرت في بريطانيا بما في ذلك التحليق في سماء لندن إمعانا في إزهار الكوة فقد مضت الولايات المتحدة تتجسس على المعسكر الشرقي مستخدمة طائرات صغيرة ومتبنية أقصى درجات الحزر والسررية وكما هو شائع تكبدت الولايات المتحدة الأمريكية خسائر كثيرة في الأرواح من ضراء تحكم العديد من هذه الطائرات الاستطلاعية بيد أن الطائرات الأمريكية من صنف لوكهيد يو يو تو تو القادرة على التجسس ليلا ونهارا ومن علاوه مرتفع لم تكن في بادي الأمر فريسة تستطيع المضادات الجوية السوريتية لانكضاد عليها بيسر غير أن مشكلة هذه الطائرات التي هبطت في قاعدة لكن هيث الأمريكية الواقعة في بريطانيا لأول مرة في إبريل 1956 تكمن في أنها كانت تبدأ رحلاتها للتحريك في الاتحاد السوفيتي انطلاقا من مدينة فيس بادن في ألمانيا الغربية وذلك لأن لندن انتنعت عن منح هذه الطائرات تلخيصا يجيز لها الإقلاع عن الأراضي البريطانية فبينما كانت الجزر البريطانية تقع في مدى الطائرات السوفيتي القازفة للقنابل لم تكن الطائرات السوفيتي القازفة للقنابل السقيلة قادرة وقت ذلك على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأنها لم تكن دمن مدى هذه الطائرات وظل الوضع على هذا الحال حتى سبعينات القرن العشرين إلى أن نجح السوفيتي في تهديد أمن الولايات المتحدة الأمريكية بالسلاح النووي وفي مارس 1957 أدخل رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماك ميلان تعديلات على الاتفاقية السرية المتعلقة بنشر الطائرات الأمريكية لوكهيد يو يو تو تو فبعد مدة من الزمن وفي مايو 1958 على وجه التحديد شرع البريطانيون يستخدمون تواقم وطنية لقيادة طائرات يو تو بيد أن التجسس الجوي بواسطة طائرات يو تو جرى تعليقه في العام 1970 وذلك لأن الأقمار الصناعية باتت قادرة بيسر ملحوظ على بث ثور مقبولة الجودة في كثير من الحالات واللافت للنظر هو أن ماك ميلان اتخذ قراره المذكور بعد كارثة قناة السويس أي بعدما أكرت القيادة البريطانية بأن الواجب بات يفرض عليها الآن استعادة علاقتها الخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية بكل السبل وربما انبهر ماك ميلان بالنجاحات التي حققتها طائرات يو تو خلال حرب السويس حينما عرض الأمريكيون على زملائهم البريطانيين في 31 أكتوبر 1956 أي في اليوم الأول من بدء عملية الإنزال البريطانية الفرنسية في منطقة قناة السويس السور التي انتقطتها طائرات يو تو الأمريكية في أجواء مصر فهذه السور قدمت الدليل القاطع على عدم وجود تحركات عسكرية سوفيتية على رغم أن السوفيت كانوا حاضرين في مصر وفق أغلب التكهنات وأن عملائهم كانت زودوا حكومتهم بتفاصيل الهجوم المرتقب على مصر وفي سياق ما نحن بصدد الحديث عنه لا مندوحة عن الإشارة إلى أن أولى الصور النافعة عسكرياً كانت من بقايا الاستطلاعات الجوية التي قامت بها الكوات النازية للبنية التحتية السوفيتية علماً أن اتفاقية سرية أبرمتها الحكومتين الأمريكية والبريطانية في مطلع العام 1946 أقرت بضرورة تبادل جميع المعلومات الممكن استخلاصها من كل الصورة الفوتوغرافية المتاحة مجاناً كما ورد في الاتفاقية بصريحة العبارة ومعنى هذا هو أن مدار هذه الاتفاقية قد تجاوز بكثير مجموعة الصورة الفوتوغرافية التي جرى الاستلاء عليها من ألمانيا وفي بدء الأمر شهدت مدينة بني تيري التابعة لمقاطعة إسكس البريطانية تشكيل فرق عمل أمريكية بريطانية مشتركة مكلفة بإجراء دراسة مستفيدة للخرائط والصورة الفوتوغرافية التي استحوذ عليها الأمريكيون وكان القرار المتفق عليه هو أن يستعين السلاح الجوية الاستراتيجي التابع للولايات المتحدة بعزية الخرائط والصورة الفوتوغرافية السرية في حالة اندلاع حرب نووية ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى أن هذه الوقائع وجدت صداها في الفيلم الأمريكي الكوميدي دكتور سترانجلوف الساخر من الحرب والرادع النووي وبعد اندلاع الحرب الكرية وعلى خلفية تزايد قدرات الاتحاد السوفيتي لمهاجمة قواعد عسكرية بريطانية وأمريكية منتشرة في الأراضي البريطانية حاول الطرف البريطاني الحد من الأساليب الاستفزازية والعضوانية الموجهة ضد الاتحاد السوفيتي والرامية إلى التجسس عليه وجمع المعلومات عنه على صعيد آخر طالبت الحكومة في لندن في العام 1952 بدرورة انتهاك سياسة غربية معززة لاستقرار الاتحاد السوفيتي وأصفر هذا الطلب عن خيبة أمل كبيرة في صفوفة شراكية الأمريكيين وذلك لأنهم رأوا أن التوجهات البريطانية الجديدة تعارك الكلية العمليات الاستخباراتية المنفذة سراً ضد بولندا ويوغوزلافيا وألبانيا لا بل ذهب رئيس حائلة الأركان المشتركة الجنرال الأمريكي عمر برادلي مذهباً أبعد فقد اتهم البريطانيين فأن ما يطلبونه يرن في أزن السامع رانين سياسة التردية أو التسوية غير أن التحفزات التي أعرب عنها البريطانيون وتأكيدهم ضرورة تعزيز استقراراً للاتحاد السوفيتي كانت تنسحب على العمليات التي تهدد أن الاتحاد السوفيتي بنحو مباشر وليس على العمليات التي كان السوفيتي ينفذونها خارج الاتحاد السوفيتي وكيفما اتفق فحفر الأمريكيين والبريطانيين نفقاً في برلين مخصصاً للتنسط على المكالمات الهاتفية في برلين الشرقية المحتلة من قبل السوفيت فحفر الأمريكيين والبريطانيين نفقاً في برلين مخصصاً للتنسط على المكالمات الهاتفية في برلين الشرقية المحتلة من قبل السوفيت كان مغامرة غير مسبوقة فعلاً كما حفرت أنفاق سرية تلبي الأغراض التجسسية في فيينا وتريستي وفي فيينا وبرلين كان الأمر يدور حول التنصة على المكالمة الهاتفية ذات الطبيع العسكري وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لشل خطة الجيش الأحمر العدوانية وتبليغ واشنطن ولندن بفحوة هذه الخطة في الوقت المناسب وفي هذا كله كان أصحاب الشأن يأملون أن ينجحوا في التغلب على المعادلات التي باتوا يعانونها بعدما أخذ السوفيت شفرون مكالمتهم وبرقياتهم التلغرافية بسرية مطلقة تقريبا بيد عند بعض الهفوات والأخطاء الاستراتيجية وخيانة بعض الجواسيس السوفيت في المقام الأول فتحت الشفرات التي يستخدمها السوفيت ولتفادي تكرار الفضيحة ولبلوغ أعلى درجة ممكنة من الاتصالات الأمنة أخذ السوفيت يطبقون نظام الشفر المستخدمة لمرة واحدة أي النظام الكثير التكاليف ولكن غير قابل للاختراك بأسر واستمر نفق برلين يقدم خدماته من فبراير 1955 حتى إبريل 1956 فمن خلال هذا النفق سجلت كمية هائلة من المحادثات الهاتفية وهكذا وقبل أن يقف أصحاب الشأن على أهمية ما جمعوا من معلومات عجف الخبراء على ترجمة المعلومات وتحليل فحواها واستلزم إنجاز هذه المهمات أن يعمل مئات الخبراء على مدى سنين كثيرة لتمحيص معلومات جمعت خلال فترة لا تزيد على 14 شهرا ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى النتيجة التي توصل عليها الخبراء ففحواها يعرفه الداني والقاسي أن السوفيت لا يخططون لخوض حرب في أوروبا بيد أننا لا نستطيع البت بشكل انقطعي في الأسباب التي حفزت السوفيت على التأني مدة من الزمن والانتظار حتى إبريل 1956 قبل أن ينفذوا الإجراءات المناسبة لمنع الأمريكيين والبريطانيين من المدي قدما في تشييد النفق الذي كان السوفيت يعرفون تفاصيله في مراحله الأولى أي في مرحلة التهيئ والتحضير وينبغي لنا الإشارة في هذا السياق إلى جورج بلاك الذي عمل منذ العام 1948 في خدمة جهاز المخابرات الخارجية البريطانية والذي أضحى عقب إطلاق صراحة هم من سجون كوريا الشمالية عميلا مزدوجا يعمل في خدمة المخابرات السوفيتية أيضا وواحدا من المجموعة المحدودة العدد المطلعة على تفاصيل الخطط الخاصة بحفر النفق من هنا فإن من حق المرأة أن يتكهن بأن السوفيت ربما استخداموا النفق المخصص للتجسس عليهم لتنفيذ عملية تضليل بعيدة الأخوار داهية المغزى لكن ووفق ما بات شائعا حاليا لنفكر السوفيت في إمكانية استخدام النفق لتضليل الطرف الآخر إن التفسير الأكثر احتمالا هو أن السوفيت تطرق الأمريكيين والبريطانيين ينضون قدما إلى حين من الزمن في تنفيذ عملياتهم التجسسية لا لشيء إلا لأنهم فضلوا التسطر على المصدر الثمين الساهر على تزويدهم بمعلومات غاية في الأهمية أعني أنهم فضلوا التسطر على نشاطات عميلهم المزدوج جورج بلاك وبهذا المعنى لم يكن التجسس على مكالمات السوفيت الهاتفية عبسا لا نفع منه أبدا إن التعاون بين الأمريكيين والبريطانيين في مجال جمع المعلومات وفي المسائل المتعلقة بفك شفارات الاتصالات الهاتفية والتليغرافية أيضا كان عظيم الشأن بكل تأكيد فمناطق الكومانويلف المنتشرة حول العالم مكنت أجهزة الاستخبارات من الحصول على بنية تحتية ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى التقنيات المطلوبة في تنفيذ النشاطات الاستخباراتية عامة وفي التجسس على أجهزة الاتصالات بصورة خاصة وبهذا النحو أي بفضل رابطة الكومانويلس البريطانية باتت الولايات المتحدة قادرة على ممارسة نشاطاتها التجسسية في أفريقيا والشرق الأوسط وفي أستراليا وأسيا وفي ربوع العالم أيضا التي لم يكن لبريطانيا سلطان عليها بعد ففي الصين مثلا لم تمتلك بريطانيا قاعدة هام كونج فقط بل كان لديها تمثيل ديبلوماسي أيضا فلندن اعترفت بجمهورية الصين الشعبية في وقت ببكر في العام 1950 وهكذا فإذا كانت الولايات المتحدة قد خفضت بعد العام 1945 حجم قواتها المسلحة بنحو ملموس فإنها حافظت على مستوى نشاطها الاستخبارات الأمريكي الاستخبارات فالأمريكيون حصلوا بفضل استخدامهم الكواعد العسكرية البريطانية والمناطق الاستراتيجية التابعة لبريطانيا على فرص تاريخية تخولهم الانتفاع بهياكل تحتية عظيمة النفع بالنسبة إلى النشاط التجسسي وبالنسبة إلى القضايا العسكرية أيضا ولا تفوتون هنا الإشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي لم يفلح قط في بلوغ ما بلغته الولايات المتحدة في الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه وتظل هذه الحقيقة قائمة حتى إذا أخذنا في الاعتبار أن الاتحاد السوفيتي حاول جاهدا توسيع نفوزه في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أيضا وبسبب موقعها الجورافي أدت الدولة المشاركة في رابطة الكومانويلس كندا واستراليا ونيزولندا دولا معتبرا فعلا فبينما وصلت لندن إصرارها على أنها هي بمفردها شريك الولايات المتحدة الأمريكية وأنها تتعامل مع الولايات المتحدة بصفتها تمثل دول الكومانويلس المذكورة أشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الاتفاقيات المبرمى مع هذه الدول تشهد على أنها دول مستقلة وذات السيادة تامة وفي المقابل أثارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن أمريكا اللاتينية والفلبين لا يمكن أن تنسحب عليهم أحكام الانتفاقيات الأمريكية البريطانية ومعنى هذا الاعتراض هو أن الانتفاقيات بشأن التعاون الدولي في المسائل الاستخباراتية ملزمة بمراعاة السياسات الاستعمارية المنتهجة من كبير لندن وواشنطن وعلى خلفية هذه الملابسات والتعقيدات اتفق أصحاب الشأن في وقت متأخر نسبيا في العام 1948 على قواعد أساسية تنظم التعاون في القضايا الخاصة بالإشارات الاستخباراتية أي تجسس بالسبل التقنية أعني أنهم توصلوا إلى الانتفاقية المسمى اختصارا وكوسا أجريمنت وقدت هذه الاتفاقية بأن تفضع عملية جمع المعلومات لتوزيع عمل يعتمد على المناحة الجغرافية وأن تتولى كندا جمع المعلومات الخاصة بشمال الاتحاد السوفيتي وبدع مناطق في أوروبا وأن تختص بريطانيا بإدارة المعلومات المستقاه من بقية المناطق الأوروبية ومن أفريقيا وأن تتكفل إستراليا ونيوزولندا بجمع المعلومات الخاصة بمنطقة المحيط الهادي وبالسين وفق التعديل الذي ترأى على الاتفاقية بعد ذلك وأن تكون بقية أنحاء المعمولة من اختصاص الولايات المتحدة الأمريكية وغنينا عن البيان أن هذا التحالف لا يزال الأساس الذي يقوم عليه توزيع العمل بين مخابرات الدول المشاركة إليها وتبقى هذه الحقيقة قائمة حتى إذا أخذنا في الاعتبار التطورات التي ترأت على الوسائل التكنولوجية خلال سنين كثيرة أعني إنجاز الدول المشاركة في الاتفاقية المسكولة تقدما كبيرا في مجال أجهزة الرادار والأقمار الصناعية وما شابه ذلك من ابتكارات كثيرة عنوان صدمة تفاجئ المخابرات السوفيتية كما سبق أن بينا فقد اعتاد السوفيت حماية معلوماتهم السرية من خلال نظام الشفرة المستخدم لمرة واحدة فقط وذلك لأنهم آمنوا أن عملية التشفير هذه تحول بياناتهم إلى شخبطة لا يمكن فهم معنها أبدا ومع هذا درج الأمريكيون على جمع معلومات من هذا القبيل لا سيام البرقيات المرسلة من العاملين في صفارات الاتحاد السوفيتي ولما كان السوفيت يفتقرون إلى كابلات بحرية فقد كانوا مجبرين على الاستعانة بدائرة أمريكية مختصة بإرسال البرقيات ومكلفة بتزويد الحكومة الأمريكية بنسخ من كل واحدة من البرقيات المرسلة من قبل المواطنين السوفيت ولم يكن هذا الإجراء سوى نهج روتيني وربما لم يكن أصحاب الشأن اللي يهتموا بفك تلاصم هذه البرقيات لو لم تتجمع في خريف العام 1945 سلسلة وقائع تشير إلى أن الأمر هنا يدور حول عملية تجسس السوفيتية وسعة المدى وعظيمة الأبعاد تستهدف أمريكا الشمالية وأدى ضابط سوفيتي شاب اسمه إيجور جوزينكوف دورا مهما هنا في هذا الضابط كان يعمل في صفوف الاستخبارات السوفيتية وفر من الاتحاد السوفيتي وراح يطلب اللجوء لدى الكنديين إن هذا الضابط الذي لم يكن أمره يزيد على 26 عاما عمل في صفوف الاستخبارات العسكرية جي آريو قبل أن يفر في مساء 5 سبتمبر 1945 من بناية السفارة السوفيتية ومعه 109 وصائق أخفاها في بيوب سرواله ولم يتعرض للتفتيش على رغم أنه غادر السفارة على مرأة المفتشين والموظفين الساهرين على حراستها وآثر هذا الضابط الشاب عدم الانسياع لأمر يفرد عليه العودة إلى الاتحاد السوفيتي وفضلا الإقامة هو أسراته في كندا وكانت هذه الوثائق والمعلومات التي أدل بها مهمة جدا بحيث آثر رئيس مجلس الوزراء الكندي أن يسافر إلى واشنطن في 20 سبتمبر 1945 ليبلغ بنفسها الرئيس الأمريكي هاريت رومان بحقيقة الموضوعين الذين أزيح النقاب عنهما وقت ذاك الموضوع الأول هو أن السوفيتي حصلوا على معلومات تخص برنامجا كان من أقصى البرامج السرية عن البرنامج النووي الذي تعاونت لتنفيذه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أما الموضوع الثاني فإنه كان يدور حول جاسوس يتولى وظيفة قيادية في وزارة الخارجية الأمريكية اسمه ألجير هيس ومن هذه المعلومات اهتدى المسؤولون إلى أسماء 18 جاسوس يعملون في كندا وإلى نحو 180 موظفة حكوميا يتجسسون على الولايات المتحدة الأمريكية وكما سبق أن كلنا كان الفضل في فضح هؤلاء الجواسيس يعود في المقام الأول إلى الأمريكيين واي تيكر شامبرز وإليازابيس بنتلي فهذا كان قد اعترف أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI طوعية بأنهما تجسس لمصلحة الاتحاد السوفيتي وتولي قبل الحرب وخلالها نقل الرسائل والمعلومات وعمل وسيطين بين خلايا شيوعية عميلة وعلى وقع هذه التطورات اكتسبت البرقيات السوفيتية التي كان المرء يرى فيها شخبطة ليس هناك إمكانية للتعرف على مغزاها وقراءة محتواها أهمية مختلفة كلية إذ أطلقت الحكومة البريطانية مشروع في نونا أي المشروع الذي يطلق عليه البريطانيون برايت والذي كشفت الحكومة الأمريكية سره في العام 1995 ففي أكتوبر 1948 نجح الخبير في المسائل اللغوية ميري ديف جاردنر في كراءة بضعة سطور فقط وعلى رغم أننا هنا إذا نجاح متواضع جدا فإن علينا أن نقاري النجاح مشروع في نونا بالنجاح الباهت نسبيا الذي حققته وكالة أمن الجيش المسمى Army Security Agency فهذه الوكالة نجحت خلال خمسة أعوام في فك شفلة نحو واحد في المئة فقط من البرقيات السوفيتية على رغم أنها حشدت لهذه المهمة فريقا كان أدخم عددا بكثير وعلى رغم تواضع ما تحقت من نجاحات استطاع الخبراء بعد فترة وجيزة العثور على إشارات مختلفة فترشدهم إلى الجواسيس السوفيتة أو تؤكد لهم صواب ملديهم من براهين بيد أن المسؤولين واجهوا معدلة لا يستهام بها أبدا فالسؤال بات يتعلق الآن بسبب الاستخدام هذه الأدلة والبراهين في المرافعات القضائية من دون كشف تفاصيل العملية السرية المخصصة لفك الشفلة السوفيتية ومارس القضايا الأمريكي دورا يرفع له هنا فهو أدان نفرا من الجواسيس لا غير وذلك لأنه بات ابتداء من العام 1937 يرفض أن يرى في المحادثات الهاتفية المسجلة من كبل الأجهزة الأمنية في سياق تنصتها على هذا المتهم أو زاك براهين يمكن التأويل عليها في إيدانة المتهمين بالتخابر مع دولة أدنبية أضف إلى هذا أن محامي الدفاع الماهرين دأبوا على الطعن في اعترافات الأخيرين من المتهمين بزريعة أنهم أدلوا بها طمعا في الحصول على عقوبات مخففة وأصفرت هذه التطورات عن سلسلة محاكمات كانت أشهرها محاكمة الزوجين يوليوس وإيثل روزنبرج فهذه المحاكمة أثارت كثيرا من الشكوك وظلت مدار نقاشات كثيرة وموضع خلافات شديدة طوال زمن ليس بالقصير وكيفما أطفق فعلى خلفية اعترافات أدل بها شقيق إيثل حكم القضاء حكم القضاء على الزوجين بالإعدام الجدير بالذكر هو أن الوثائق الثبوتية المتداولة حاليا تبين بجلاء أن الزوجين كانوا متورطين فعلا في التجسس لمصلحة الاتحاد السوفيتي لكن وبقدر تعلق الموضوع بإيثل ليث ثمة شك في أن المحكمة قد اقترفت جريمة شنعاء بحقها فجريمتها لم تكن تستحق حكم الإعدام وذلك لأن دورها في عملية التجسس كان ثانويا من هنا فإن من حق المرأة أن يفكرت أن عوامل سياسية معينة كانت وراء الحكم عليها بالإعدام ونتجت عن هذه المحاكمات وعن الشعور بعد موجود أدلة دامغة أسطورة تبنتها الأطراف اليسارية ليس في أمريكا فقط بل في مختلف رجوع العالم إثبات هؤلاء يزعمون أن عمليات التجسس السوفيتي لم تعرض أمن الأولايات المتحدة لخطر سيزي شأن وأن الأطراف اليمينية هي التي ضخمت الموضوع واستنعت الخطر سعيا منها إلى إثارة الرأي العام ضد اليساريين عامة وضد التقدميين الأمريكيين بصورة خاصة وهكذا لاحظت في الأفق البوادر الأولى لنشأة الماكرسية وكملاحظة هامشية ولكن ذات علاقة بالشأن الاستخبارات لا مندوحة لنا عن النضيف أن السوفيت كانوا على علم وثيق بتفاصيل مشروع في نونا فمن ناحية كان عمل لهم البارع الجسوس البريطاني كيم ثلبي على اطلاع بمغزى مشروع في نونا برايد ومن ناحية أخرى كان شخص اسمه وليام فايس باند واحدا من فريق الخبراء المكلف بفك الشفارات واستخراج المعمي فهذا الخبير أيضا كان يتخابر مع موسكو ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن فايس باند هو العميل الذي هيئ الأجواء بنحو ما لأن تنجح كوريا الشمالية في يونيو 1950 في شن هجوم مباغت كما أخبر هذا العميل السوفيت أن الولايات المتحدة تتنصت على رسائلهم ومحادثتهم العسكرية المتبادلة عبر أجهزة التلغراف وهكذا منذ العام 1949 لم يعد في مستطاع الولايات المتحدة التنصت على البرقيات السوفيتية المستخدمة للشيون العسكرية ومن ثم فإنها عجزت عن رصد كثافة الإمدادات العسكرية التي تحصل عليها كوريا الشمالية من الاتحاد السوفيتي غير أن الأوراق الثوتية لم تكف لحالة فايس باند إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى وهكذا حكم عليه بالسجن عاما واحدا فقط وذلك بتهمة إهانته القضاء وبهذا المعنى فإنه لم يتعرض للمساءلة بعد ذلك حتى وفاته في العام 1967 وفي بريطانيا أيضا ظل دور القضاء متواضعا جدا بخصوص مكافحة عمليات التجسس السوفيتية بيد أن الأمر الذي يتعين أخذه بالإعتبار هو أن أسباب تقاعس السلطات البريطانية في إنزال العقاب المناسب بالجواسيس العاملين لمصلحة الاتحاد السوفيتي اختلفت عن الأسباب التي أشرنا إليها في سياق الحديث عن الولايات المتحدة حقا كان المسؤولون قد نجحوا في إيدانة أهم العملاء الذين تجسسوا على البرنامج النووي أعني كلاوس فوكس غير أن الحكم عليه بالسجن مدح لا تزيد على 14 عاما لم يكن يداسب أول الجريمة التي اكترفها وتفسير ذلك هو أن هذا الجاسوس نال أقصى عقوبة يستحقها على خلفية إفشائه أسرار الدولة وليس على خلفية الخيانة العظمة فحينما تجسس كلاوس فوكس لمصلحة السوفيتي كان الاتحاد السوفيتي لا يزال دولة حليفة أما كجواسيس كامبرج فإنهم جميعا أفلتوا من قبضة القضاء ففي مايو فر غاري بيرجيس ودونالد ماكلين إلى الاتحاد السوفيتي وبعد التحقيق مع كيم ثلبي مرات عديدة اكتفت الحكومة بأن أصدرت في العام 1951 قرارا يقضي بترضيه من العمل في صفوف المخابرات الخارجية البريطانية وعلى الرغم من أن السلطات كانت قد امتنعت عن صرف مستحقاته التقاعدية فإنها منحته لاتبا تقاعديا متواضعا وأجازت له العمل صحافيا ينفذ مهمات التجسسية لمصلحة المخابرات البريطانية وبعد فراره إلى موسكو في يناير 1963 نشر في لبي مذكراته ولم يقف المهتمون على حقيقة ومدى نشاطاته التجسسية إلا بعدما نشرت السلطات السوفيتية في العام 1998 كل الملفات المتعلقة بدوره في التجسس على المملكة المتهدة خاصة والدول الغربية عامة على سعيد آخر اهتدت الحكومة البريطانية إلى المهمات التجسسية التي مارسها أنتوني بلانت وجون كير نيكروس غير أنها حاولت التسطر على الأمر بقدر الإمكان وأحجمت عن مقاداتها مقاداتهما في ضوء القوانين المعمول بها في بريطانيا ومن حق المرأة أن يرى أن الجواسيس المتحدرين من عائلات تقف في أعلى مراتب السلم الاجتماعي قد حصلوا فعلا على مزايا اجتماعية معينة وأن بلانك هو الجسوس الوحيد في هذه المجموعة الذي لم يحصل عليها وربما لأنه لم يكن بريطانيا قحا بل يتحضر من أبوين من أصول هولندية وتركية فوفق قرار المحكمة كان عليه قضاء 41 عاما بين جدران السجون لكنه فر في العام 1966 من السجن بطريقة مثيرة للدهشة وانتقر في الحال إلى موسكو وبمناسبة بلغه 85 من العمر قلده فلاديمير بوتين في العام 2007 وساما تقديرا لما بزل من جهود ومن بين عوامل أخرى مختلفة ورغبة منهم في إقناع الأمريكيين بأنهم لا يزالون يسيطرون على عملائهم ولو المحافظة على تعاونهم مع الولايات المتحدة في المجال الاستخباراتي شرع البريطانيون يضعون تحت المجهر جميع البريطانيين الذين لهم علاقة بأسرار الدولة وهكذا أنهيت بين العام 1948 وخمسينيات القرن العشرين خدمة مئات الموظفين تواعية وهنا أيضا فضل المسؤولون التعامل مع الموضوع من دون إجراءات قضائية وذلك رغبة منهم في عدم الكشف عن مصادرهم وأساليبهم الاستخباراتية ومع ذلك كانت الإجراءات التي نفذت لتكييف الأجهزة الاستخباراتية البريطانية على متطلبات التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية متواضعة الفعالية فالمسؤولون البريطانيون أرادوا مواصلة التمسك بهيمنة بريطانيا على شؤون العالم وحاولوا بالسبلة الاستخباراتية فقد التصدير النشاطات الشيوعية الهدامة اعتقادا منهم أنهم بهذا النحو سيتمكنون من الحيلول دون استمرار تآكل هذه الهيمنة في شكل تدريجي وسيدعون في الوقت نفسه حدا للتعاظم السريع في نفوذ الاتحاد السوفيتي بيد عن انهيار الهند البريطانية وانكسامها خلال العام 1947 و1948 والبعون إلى أربع دول تتمتع بالاستقلال أعني الهند وباكستان وسيلان وبورما لم يكن هناك سبيل لصده إلا قليلا كما لم يطرق تحديث فعلي لعورة العلاقة بين المؤسسات الاستخباراتية والجهاز الحكومي وهكذا فإن من حق المرأة أن يقول أن كل ما في الأمر هو أن التقنيات الضرورية للحصول على المعلومات قد وحدت ابتداء من العام 1946 إلى حزمة واحدة تعمل تحت صقف مكاتب الانتصالات الحكومية البريطانية بناحية أخرى وصلت الكوات المسلحة الحصول على مكاتب استخباراتية خاصة بها على سعيد آخر زل تحليل المعلومات والبيانات خارج نتوك اختصاصات المخابرات الداخلية اما اي فايف والمخابرات الخارجية اما اي سيكس فابتداء من العام 1993 أمس تحليل المعلومات والبيانات الاستخباراتية من اختصاصات جوينت انتليجانس قوميتي المسمى اختصارا جي اي سي أي من اختصاصات لجنة كانت حتى ذلك العام تديرها هيئة الأركان المشتركة لكن هذه الترتبات الجديدة توقف العمل بها على خلفية أزمة السويس في العام 1957 فمنذ ذلك الحين صار تحليل المعلومات من اختصاصات مكتب رئيس الوزراء كابينيت أوفيس ففي دوق المعلومات التي يتوصل اليها فريق من الخبراء يتولى موظفون كبار يعملون في الوزارات المشرفة على إدارة السياسة الأمنية اعداد تقديراتهم بخصوص الوضع الأمني وحتى اليوم لم يطرأ أي تعديل يسكر على هذه الترتيبات عنوان الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية مخابرات جديدة بقدر تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية يرى المراكبون أن الإدارات الأمريكية المختلفة لم تنفذ التحولات المؤسساتية المناسبة لظروف الزمن الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية فقط بل هي شرعت بعد العام 1945 في استحداث نظام استخباراتي جديد إلى حد بعيد فبما أن الأمريكيين لم يكن لديهم في أزمنة السلام جهاز مخابرات شامل ومتخصص بالتجسس في العالم الخارجي على القضايا غير العسكرية ولما كان دورهم الجديد في قيادة العالم من الصعوبة بما كان الوفاء بمتطلباته بلا جهاز مخابرات فقد تعين على الرئيس ترومان ألبت فيما إذا كان المطلوب هو تفكيك مكتب الخدمات الاستراتيجية أو الإكتفاء بإعادة هيكلة هذا المكتب وإصلاحها له بنحو يناسب واقع عصر مع بعض الحرب وبعد مدة كثيرة اتخذ الرئيس ترومان قرار يقدي بتفكيك المكتب المذكور لأنه لم يكن راغبا في إثارة السخط في صفوف مؤسستين بيروكريتين عظيمتي الأهمية الكوات المسلحة ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فبينما كان الهاتين المؤسستين العريقتين تأييد كبير وصوت مسموع في الكونجرس كانت رومان حديث عهد في منصب الرئيس الأمريكي فهو كان حل ما كان الرئيس المتوفي روسفيلت منذ بضعة أشهر لا غير على سعيد آخر كان مستشار روسفيلت للشؤون العسكرية العقيد ريتشارد بارك قد كتب في إبريل 1945 تقريرا يؤكد فيه أن مكتب الخدمات الاستراتيجية يعمل وفق النظام سيء ويستخدم موظفين ليدكنون أصول مهنتهم وأن مراجعة دقيقة لأدائه أثبتت بكلاء أنه أكثر من بقية المؤسسات الحكومية إفراطا في التكاليف وسخاء في البزخ وبعد بضعة أسابيع من ذلك أوردت وسائل الإعلام مبتطفات من هذا التقرير زاعمة أن المكتب المسكور ليس سوى زراعة يحركها جهاز الاستخبارات البريطاني وأنه يخطط لشن حرب ضد الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى هذا شاعة أقوال كثيرة تؤكد تفشي الارتشاء وعمليات الاختلاص في صفوف العاملين في المكتب وعلى خلفية هذه الاتهامات وتأسيسا على رغبة رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية أو اس اس ويليام جوزيف دونو فان بدرورة تحييات جهازه على العمل في أزمنة السلم أيضا رأى دونو فان أن الواجب يفرض عليه أن يواجه الصحافة طالبا منها أن تنشر أخبار البطولات التي نفذها في عهده موظف مكتب الخدمات الاستراتيجية ووفق أكثر الاحتمالات كان رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي إيدجار هوفر هو الشخص الذي كان يقف خلف الحملة التي تعرض لها مكتب الخدمات الاستراتيجية أو اس اس ورئيسه ويليام جوزيف دونو فان ومما يؤكد هذا التكهل أن هوفر كان يتطلع إلى أن يكون جهاز المخابرات الخارجية تحت مظلته لا سيما أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يشرف على شؤون كل أكتار أمريكا الجنوبية وعلى اتصال متين بالعملاء العاملين هناك بيد أن ترومان لم يكن راغبا في استحداث جاستابو أمريكية أي شرطة سرية على غرار جهاز الشرطة السرية في النظام النازي فهو دأب على تأكيد وجهة النظر هذه في الكثير من التصريحات التي كان يعرف عنها في هذا الشأن وبما أن علاقة دونو فان بالقيادة العسكرية لم تكن تتصف بالصفاء إلا في منظر فمكتبه أعني مكتب الخدمات الاستراتيجية أو اس اس لم يؤدي دورا زي شأن في الحرب التي دارت روحاها في المحيط الهادي فقد أقاله الرئيس ترومان من منصبه في الأول من أكتوبر 1945 بيد أن التحولات الجديدة لم تلبي تطلعات هوفر قط فهوفر رأى في هذه الترتبات إشارة أراضي الرئيس ترومان من خلالها إفهامه أن على مكتبه المسمى اختصارا FBI أن يقنع بتنفيذ مهمات شرطية صرفة لا سيما أن قسم الأبحاث والتحاليل R&A Research and Analysis بات يتبع وزارة الخارجية ليس إلا بعدما فكك مكتب الخدمات الاستراتيجية أو اس اس فمن ناحية أخرى نقل المسؤولون إدارة شبكة الجواسيس وشعبة مكافحة الجاسوسية المضادة إلى وزارة الحربية فباتت منذ ذلك الحين تعمل تحت مظلة تنظيم جديد أطلق عليه اسم وحدك الخدمات الاستراتيجية وألغيت الأقسام المتخصصة في العمليات الهدامة وإدارة الحروب السرية بنحو نهائي ومن دون بديل يحل مكانها بيد أن الرئيس ما برح يفتكر إلى دائرة مركزية تتولى تنسيق المعلومات التي يتسلمها من الوزارات المختلفة ذات الشأن بالقضايا الأمنية وكانت وزارة الخارجية وقيادة الأركان المشتركة قد قدمتها بنحو منفصل مكترحات عكست الصراعات الدائرة بين الطرفين بهدف الحصول على ميزة في التعامل في تعامل البيت الأبيض معها من هنا وحسما للصراع اتخذ ترومان قرارا حكيما إيز استحدث منصب مدير المخابرات المركزية ديريكتور أوف انتليجانس دي سي آي علما أنه لم يختر لهذا المنصب شخصية تعمل في واحدة من الوزارات المتصرعة بل قرر أن يتلقى هذا المدير أوامره من البيت الأبيض مباشرة وهكذا اختار ترومان لهذا المنصب سيدني سويرز أي اختار رجل أعمال يتحضر من ولاية ميسوري ماسكت رأس ترومان وتربطه به صداقة حميمة وكان قد عمل خلال الحرب العالمية الثادية في استخبارات سلاح البحرية حيث حصل على ردبة أدميرال احتياط ولتعزيز عمله أطحى لدى مدير المخابرات المركزية فريق محدود العدد مكلف بتحليل البيانات والمعلومات أي الفريق المسمى Central Intelligence Group والذي نشأت عنه وكالة المخابرات المركزية المسمى اختصارا C.I.A. غير أن عدد العاملين ضمن هذا الفريق لم يزد على بضع عشرات الموظفين والملاحظ أن هذه الوكالة كانت مكلفة بتنفيذ مهمة واحدة فقط تسليط الضوء على المعلومات التي تجمعها المخابرات العسكرية والمخابرات الملحقة بوزارات أخرى لا شأن لها بالمسائل العسكرية ويندرك ضمن هذه المهمة اتخاذ ما يلزم لتمكين الرئيس من الإحاطة بالمعلومات التي يتسلمها يوميا ولمساعدته على فهم مغزاها بيسر وتطورت هذه الترتيبات فنشأ عنها ما بات يعرف بموجز الرئيس اليومي President's Daily Brief B.D.B. أي نتجد عنها فكرة مناقشة القضايا الآنية والتقارير اليومية التي يقدمها إلى الرئيس الأمريكي مدير المخابرات الوطنية أو ما ينوب عنه ولتحليل المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالوضع العام ولتنصيق هذه المعلومات شكلت رومان هيئة مخابرات وطنية National Intelligence Authority تضم عددا من الوزراء وكبار مستشاريه العسكريين وتولى سويراز منصب مدير المخابرات المركزية لبدعة أشهر فقط وحل مكانه الجنرال طيار هويت إس فاند نيبرج وقبل أن يتولى هذا المنصب كان مدير المخابرات المركزية الجديدة قائدا عسكريا شارك فيه معارك عديدة وكيفما كانت الحال فبما أن جمع المعلومات السرية أو لنقل بما أن التجسس في العالم الخارجي أمس من اختصاصاته لذا فإنه نجح في أن يجعل من فريق CIG جهاز مخابرات حقيقيا يعمل وفق مهنية عالية الجودة وفي المقابل فبك فاند نيبرج ارتباط بعد عناصر وحدة الخدمات الاستراتيجية بوزارة الحربية وجعل منها شعبة تتبع فريقه المسمى CIG ومنذ ذلك الحين أضحى اسم وحدة الخدمات الاستراتيجية هو مكتب العمليات الخاصة Office of Special Operations على سعيد آخر نجح فاند نيبرج في تجريد مكتب التحقيقات الفدرالي FBI من الإشراف على أمريكا اللاتينية وعلى خلفية هذه التحولات بات مسموحا للفريق CIG أن يمارس عمله على مستوى العالم أجمع بيد أن القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية بنحو مستقلة لن تجعل من CIG أهم جهاز مخابرات أمريكي أو جهاز المخابرات الأمريكي الوحيد المسموح له بالنشاط في العالم الخارجي فمن نافلة القولة الإشارة هنا إلى أن بعض فروع الكوات المسلحة قد توفرت على مخابرات عسكرية خاصة بها أضف إلى هائزة أن الرئيس ترومان صادق في زمن سابق إلغاء مكتب الخدمات الاستراتيجية على ترتيبات استثنائية تنسحب على استخبارات الإشارة أي تنسحب على التجسس بالسبلة التكنولوجية وهكذا ومن خلال وكالة أمن الجيش Army Security Agency استحدث الرئيس ترومان جهازا مركزيا يضم كل الأجهزة العسكرية ذات العلاقة بالاتصالات المشفرة ومكلفا بفك شفرات برقيات ومكالمات الخصومة التليغرافية وبهذا النحو أشير إلى أهمية فك الشفرات بالنسبة إلى إدارة الحروب من ناحية وبالنسبة إلى التعاون مع بريطانيا في هذا المجال من ناحية أخرى وكان الرئيس ترومان قد أصدف في الثاني عشر من سبتمبر أي قبل أسبوعين من إلغاء مكتب الخدمات الاستراتيجية أمرا رئاسيا بخصوص الالتزام بتعزيز هذا التعاون وهكذا أعرب الرئيس ومعه القيادة العسكرية أيضا عن إيمانهم بأهمية هذا الفرع من فروع المخابرات الأمريكية ولا تفوتون هنا الإشارة إلى أن اهتمامات وكالة أمن الجيش قد انصبت بعد استسلام ألمانيا واليابان على القبض على الخلايا المحتمل أن تبدي مكاومة عسكرية وغنيا عن البيان أن هذا الأمر هو الذي يفسر لنا أسباب التعامل مع فك شفرات الاتصالات التليغرافية بسرعة كبيرة بيد أن ثمة اعتبارين كان أكثر أهمية بكل تأكيد فمن ناحية أراد أصحاب الشأن القضاء في المهد على انتشار أساطير تزعم أن ألمانيا واليابان لم تغلب على أمرهما بكوة السلاح بل غرر بهما وأعلنت استسلامهما من خلال النصب والاحتيال ومن خلال وعود كاذبة من ناحية أخرى تشير أقوى التكهنات إلى أن أصحاب الشأن أرادوا تفادي تنبيه الخصوم القدماء والأعداء المحتمرين مستقبلا إلى أن شفراتهم لم تعد آمنة وكما سبق أن كلنا لم يكن باعتبار الأخير ياسري على الاتحاد السوفيتي ولم يكن يثير رهبة في صفوف السوفيت لأن الجاسوسين فيلبي وفايس بانت كان قد أفشايا تفصيل ذلك السر العظيم وكانت رومان يعلم جيدا أن استحداث الفريق CIG والتوسع في المهمات المكلف بها وزيادة عدد العاملين في صفوفه بنحو يناسب التصعيد المستمر في مهماته يشكل عبءا كبيرا على كاهل الميزانية الحكومية علما أن حصول جهاز المخابرات الجديد على ميزانية خاصة به يتطلب الحصول على موافقة القونجرس من ناحية أخرى وهذا هو الموضوع الأهم لم يكن في الإمكان الحصول على الأموال اللازمة لتمويل النفقات السرية من دون موافقة رسمية من القونجرس بيد أن الرئيس كان مجهولا حين ذاك بقضايا كانت ذات أولوية أكبر فهو كان قد شد العزم على توحيد فروع القوات المسلحة المختلفة لتنشأ عنها مؤسسة واحدة هي وزارة الدفاع وذلك اعتقادا منه أن الترتيب الذي كان سائدا حتى ذلك الحين أعني وجود وزارة للحربية وأخرى لسلاح البحرية لم يكن معقولا إطلاقا فبالإضافة إلى هذا كانت وجهة النظر السائدة ترمي إلى جعل السلاح الجوي قوة عسكرية تتمتع بالاستقلالية أي قوة قائمة بحد ذاتها على غرار النهج المتبع في بريطانيا منذ العام 1918 وفي ألمانيا منذ العام 1935 بيدنا المعاوقات المؤسساتية كانت من المنعة بحيث لم يفلح أصحاب الشأن في تحقيق ما هو أكثر من حلول جزئية لم يفلحوا في تحقيق ما هو أكثر من وضع سلاح الطيران جزئيا وليس كليا تحت سقف وزارة الدفاع الجديدة وظل هذا الترتيب سائدا حتى العام 1986 أو حتى شرع قانون جولدوتر نيكولاس القاضي بضرورة توحيد في الوعى قوات المسلحة في إطار مؤسسة واحدة وكيفما اتفق فإن قانون الأمن الوطني العائد إلى يوليو من العام 1947 يسر استحداث وزارة الدفاع ومؤسستين أمنيتين أخريين على أدنى تقدير هما وكالة الأمن القومي المسمى اختصارا NSC ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أي المؤسسة التي حلت مكان CIG بيد أن المشرع لم يسن قانونا ينظم قواعد الأمن الوطني ويجيز موازنة مالية خاصة بوكالة المخابرات المركزية إلا في وقت متأخر نسبيا في منتصف العام 1949 غير أن هذه التحولات لم تغير شيئا من المهمات الرئيسية التي تكفل بأدائها في السابق الفريق CIG فوكالة المخابرات المركزية أيضا أضحت مكلفة في المقام الأول بتحليل وتنسيق المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها أجهزة مخابرات أمريكية أخرى وكيفما تفق فإن أجهزة المخابرات العسكرية امتنعت عن التنازل عن اختصاصاتها بجمع المعلومات وحقها في تحليل هذه المعلومات ويلفت انتباه هنا التكليف القانوني الذي لا يطالب بأن تكون التحليلات المقدمة من قبل أجهزة المخابرات عاجلة وفي الوقت المناسب فقط بل يفترض أيضا أن تكون هذه التحليلات موضوعية ولا تتأثر أو تراعي التصورات السياسية المختلفة وأن ترتكز على كل المصادر المتاحة لجميع جهزة المخابرات الأمريكية كما اشترك أصحاب الشأن استحداث هيئة استشارية تضم خبراء من وكالة المخابرات المركزية ومن وكالة الأمن القومي الأمريكي وتكمل مهمة هذه الهيئة في تقديم تصوراتها عن الأمن القومي وتقييماتها لما يدمره المستقبل من مخاطر وتحولات أمنية وانطلاق من هذا كله يمكن القول أن وكالة المخابرات المركزية ما هي إلا نسخة محسنة من قسم الأبحاث والتحليل الذي كان يتبع مكتب الخدمات الاستراتيجية OSS كما بينا سابقا الفرق الأساسي هو أن وكالة المخابرات المركزية أضحت تعمل بمساعدة بضع محطات تجسسية منتشرة في العالم الخارجي بيد أن القانون الخاص بعمل وكالة المخابرات المركزية تضمن شرطا مقتدبا لكن مبهم ينطوي على معاني كثيرة وتفسيرات عديدة فوفق هذا القانون فإن وكالة المخابرات المركزية مطالبة بتنفيذ كل المهمات والواجبات الاستخباراتية الأخرى ذات الأهمية بالنسبة إلى الأمن القومي والتي يكلفها بها الرئيس أو وكالة الأمن القومي من حين إلى آخر ومن بين هذه المهمات والواجبات التي كلفت بتنفيذها وكالة المخابرات المركزية في البدايات الأولى من شروعها بالعمل كانت هناك مهمة غير محددة التفاصيل أعني تكليفها بخوض الحرب النفسية أي تنفيذ أساليب تهدف إلى التأثير في دول أخرى وذلك من خلال ما لدى الوكالة من أبواق للدعاية وما تحت تصرفها من أموال فكما جاء في الإرشادات الصادرة عن وكالة الأمن القومي بعنوان NSC4A ينبغي التصدي للنشاطات السوفيتية لأن هذه النشاطات أمست خطرا يهدد السلام العالمي ولتنفيذ هذه المهمة استحدث المسؤولون شعبة خاصة كانت تحت تصرفها 10 ملايين دولار استولى عليها الأمريكيون من أموال الدعاية المهزومة وبهذا النحو نجحت الإدارة الأمريكية في تمويل أبواق الدعاية الموجهة ضد الانتحاد السوفيتي من غير أن تكون مطالبة بالحصول على إذن بالصرف من القونجرس وأنفق الجزء الأعظم من هذه الأموال من أجل التأثير في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا ولمؤازرة الحزب الديمقراطي المسيحي وشد أزره في صراعه مع الشيوعيين ولم تكن وزارة الخارجية مرتاحة من هذه السياسات ومن ثم فإنها أشارت إلى ضرورة أن يأخذ رأيها في الاعتبار في هذه القضايا التي تدخل في اختصاصاتها أيضا ولا مندوحة لنا في هذا السياق عن الإشارة إلى الأمريكي جورج فوريست كينان فهذا الدبلوماسي والخبير المتخصص بشؤون الاتحاد السوفيتي صغى في مارس من العام 1946 الاستراتيجية التي باتت تعرف باسم سياسة الاحتواء أي السياسة الضرورية لمحاصرة توسع نفوذ الاتحاد السوفيتي وعلى خلفية تعليمات جديدة أصدرتها وكالة الأمن القومي بعنوان 2NSC10 ازدادت اتساعا مساحة العمليات السرية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية واستحدثت الوكالة في ذات الوقت ما صار يسمى مكتب تنسيق السياسات Office of Coordination OPC وعلى خلفية هذه التطورات أضاف المسؤولون إلى صلاحيات وكالة المخابرات المركزية صلاحيات جديدة تجيز للوكالة شن حروب اقتصادية وتصدير الأسلحة الخفية وخوض عمليات مسلحة من ناحية أخرى صار من حق وزارتي الخارجية والدفاع الإعرابة عن وجهات نظرهما بفاعلية أكبر وكان فرانك ويزنر من أهم العاملين في صفوف مكتب تنسيق السياسات التابع للوكالة فهذا المحارب القديم في مكتب الخدمات الاستراتيجية OSS نفذ خلال الحرب عمليات مثيرة للانتباه بكل معنى الكلمة أعني عمليات على غرار تحرير الطيارين الأمريكيين الذين اعتقلهم الرومانيون باعتبرهم أسرى حرب وبقياداته نفذت أيضا عمليات سرية من كل الصنوف بما في ذلك إسقاط حكومات في إيران وجواتيمالا وفي مجالات لا تعد ولا تحصى من هنا لا عجب أن ترتبط هذه النشاطات بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ارتباطا متينا وأن تصبح عنوانا لها وعلى خلفية هذا كله بات واضحا أن وكالة المخابرات المركزية قد أمست مكلفة أولا بتقديم تقارير يومية إلى الرئيس الأمريكي بخصوص تصوراتها عن الأمن الوطني وتقييماتها لما يدمره المستقبل من مخاطر وتحولات أمنية مختلفة ثانيا بالتجسس على العالم الخارجي وثالثا بتنفيذ عمليات سرية ابتداء من الدعاية المضللة وانتهاء بفرض الحصار والمقطع الاقتصادية وشن عمليات مسلحة وتصدير مختلف الأسلحة إلى العالم الخارجي سرا وفرض المسؤولون على الوكالة النهوض بهذا الكم الكبير من المهمات والواجبات لا لشيء إلا لأن المؤزنة المالية المخصصة للكوات العسكرية الأمريكية كانت وقت ذاك شحيحة جدا وأنها بالتالي شجعت البنتاجون على التخلي عن الكثير من نشاطاته تجسسية ففي الحكبة الأولى من اندلاع الصراع السياسي الأيدولوجي مع الاتحاد السوفيتي تبين سريعا أن التجسس على الاتحاد السوفيتي بالوسائل التقليطية لا يفي بمتطلبات التعامل المناسب مع موسكو فالمساعي التي بوزلت لتجنيد مخبرين يعملون لمصلحة الولايات المتحدة من داخل القيادات السوفيتية لم تحقق إلا القليل مما كان متوخي منها فالتوسع السريع في تنفيذ العمليات السرية كان محفوفا بمخاطر عظيمة وعلى وشق أن يتطور إلى نحو يسيء إلى السمعة الجيدة التي كان العسكريون الأمريكيون يتمتعون بها وقت ذاك بيد أن الوادع تغير بنحو ملحوظ مع اندلاع الحرب الكولية في العام 1950 فعلى خلفية هذه الحرب ارتفعت الموازنة المالية المخصصة للكوات المسلحة إلى ثلاثة أضعاف كيمتها السابقة كما زودت كل فروع الكوات المسلحة بأسلحة نووية وعلى وقع هذه التحولات لغروة أن تتطلع الكوات المسلحة إلى أن تمارس بنفسها النشاط الاستخباراتي الخاص بالكوات المسلحة وأن تتولى هي نفسها مهمة جمع المعلومات العذكرية من داخل الاتحاد السوفيتي ومن الدول التابعة له ومنذ ذلك الحين أضحى الكشف عن برامج التسليح في المعسكر السوفيتي زريعة تبرر برامج التسليح الأمريكية وعلى خلفية اندلاع هذا التحول الجزري بعد العام 1950 لم تعد وكالة المخابرات المركزية قادرة على الوفاء بواجبتها إلا قليلا أعني لم تعد قادرة على أن تمارس وظيفة جهاز مخابرات مركزي فعلا وكيفما اتفق في الموازنة المالية المخصصة لعمليات التجسس بالسبل التقنية أعني بسبل من قبيل I-M-I-N-T S-I-G-I-N-T C-O-M-I-N-T التسعد بقدر كبير وظلت تديرها وزارة الدفاع وهكذا تجلى بوضوح أن وزارة الدفاع هي العنصر الفاعل هنا وأن وكالة المخابرات المركزية ليست إلا جهازا ثانويا من حيث إمكاناتها المالية على أدنى تقدير ومن هنا لغروة أن يمارس وزير الدفاع دور الرئيس الأول للجاسوسية الأمريكية ففيما لا يزال وزير الدفاع يتحكم فيما يزيد على ثمانونة في المائة من إجمال الموازنة المالية المخصصة لأجهزة المخابرات بلغت حسة وكالة المخابرات المركزية ستة عشر في المائة فقط من إجمال هذه الموازنة المالية ومعنى هذا هو أن الصفة المركزية الواردة في عنوان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشير فقط إلى مكانة هذه الوكالة في التسلسل الإداري فهي لا تتلقى تعليمات من هذه الوزارة أو تلك بل من أعلى سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية من البيت الأبيض وعلى رغم دورها الثانوي في الجاسوسية الأمريكية لا تزال وكالة المخابرات الأمريكية تعتبر وكالة التجسس الأولى مقارنة بأجهزة المخابرات الأمريكية الباء الأخرى البالغ عددها حوالي سبعة عشر جهاز ففي منظور الرأي العام وبناء على شهراتها العالمية فإن وكالة المخابرات المركزية باتت كأنها هي المقصودة حينما يجري الحديث عن الجاسوسية الأمريكية وفي الوقام الأول يكمن تفسير هذه الظاهرة في العمليات السرية والعمليات المثيرة للسجال التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية فعديد من هذه العمليات كان فاشلا بكل تأكيد ولم يحقق ما هو متوخي منه كما تبين من التقارير الصحفية المتعلقة بالتحقيقات التي أجراها الكونغرس وفي الواقع كان العام 1949 هو ساعة السفر لانطلاقة التحول الرئيسي التي أفضت إلى التوسع الكبير في المنشآت المخصصة للتجسس بواسطة السولة التكنولوجية المختلفة ففي ذلك العام تحول بنحو مفاجئ موضوع الخطر النووي الآتي من الاتحاد السوفيتي إلى حديث الساعة تحول إلى شأن يحظى بأقصى اهتمامات أجهزة المخابرات فإذا كانت الدوائر العسكرية والاستخباراتية الأمريكية قد اعتقدت أن الاتحاد السوفيتي في مستوى متخلف جدا وأنه أعجز ما يكون عن تطوير أسلحة نووية وأنه يفتكر إلى المواد القابلة للإنشطار فما ذلك إلا لأنها لم تأخذ في الاعتبار الإرهاصات التي لاحت تلائعها تبدو في الأفق في الزمن السابق فالأجهزة الأمنية الأمريكية تجاهلت من دون قصد منها طبعا المؤشرات العكسية التي تبلورت في العام 1946 ففي ذلك العام وصلت إلى الأسمع أخبار تتحدث عن إبرام اتفاق بين الاتحاد السوفيتي والدولة الشيوعية وقت ذاك تشيكسلوفاكيا يتضمن استخراج اليورانيوم من مدينة يو آخيمتال القريبة من مدينة كارلس باد إضافة إلى ذلك تدفقت أخبار مختلفة تتحدث عن تجنيد وترحيل خبراء وعلماء ومهندسين ألمان بالكوة ليشاركوا في تطوير التجارب النووية السوفيتية وهكذا فلم تكد تلوح في الأفق المؤشرات الأولى التي توحي بأن السوفيت يتجسسون على مشروع منهات المشروع لأمريكا السري لصنع الكمبيلة النووية حتى بدأ واضحة مضوح الشمس في رابعة النهار أن السوفيت تعقد العزم على صنع الكمبيلة النووية خاصة بهم بيد أن الأمر الذي كان لا يزال مجهولا هو مدى أرشوت الذي قطعه السوفيت في هذا المجال والفترة الزمنية التي يحتاجون إليها لجلوغ مرادهم والنجاح بهذا المخابرات البريطاني فيما بعده في الكشف عن بضعة مشروعات نووية وعن مواقع هذه المشروعات إضافة إلى ذلك حصل جهاز المخابرات البريطانية على معلومات تتعلق بكمية اليورانيوم التي استخرجها السوفيت من المناجم الواقعة في شمال بوهيميا ألتشيكوسلافاكيا صادقا ومن خلال هذه المعلومات توصل البريطانيون إلى أن كمية اليورانيوم المستخرجة تزيد على الكمية التي توقعوها بنحو 5 إلى 8 أضعاف وهكذا وبفضل هذه المعلومات أضحى الزعم بأن السوفيت لن يمتلكون كمية لا تشأن من اليورانيوم ومن ثم فإنهم لن يفلحوا عما قريب في صنع الكمبلة النووية تصورا عاريا من الصحة وصرصرة لا يسند لها واقعيا ومن خلال المعلومات والبيانات الجديدة استنتج الخبراء أن الاتحاد السوفيتي قد ينجح في العام 1949 أو في العام 1952 على أدنى تقدير في إجراء أولى تجاربه النووية بيد أن لجنة الاستخبارات العسكرية التابعة لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة رجحت عدم نجاح السوفيتي في مسعاهم هذا قبل منتصف العام 1953 إن نجاح السوفيتي في إجراء أولى تجاربهم النووية في 29 أغسطس من العام 1949 بدد بكل تأكيد الثقة بالتنبؤات التي أزعتها أجهزة المخابرات والتي ساقها خبراء الأسلحة النووية وتبنتها الكوات المسلحة وعلى رغم هذا الفشل في التنبؤ بمدى نجاح السوفيتي في مجال برامجهم النووية فلا بد من الإشارة إلى أمر عظيم الأهمية بخصوص ما نحن بالصدر الحديث عنه أعني أن الأسليد التقنية الضرورية للتدليل على اندلاع تفجيرات نووية طورت بنحو ملموس وباتت قادرة على رصد النشاط الإشعاعي حتى إن كان مصدر هذا النشاط يأتي من أجواء تبعد خمسة إلى عشرة آلاف متر وللتدليل على صواب هذا الاكتشاف زود المسؤولون بدأ طائرات بمعدات مخصصة لقياس درجات الإشعاع من خلال الهواء المتسرب إلى داخل محركات الطائرة النفاسة إلى داخل محركات الطائرات النفاسة إضافة إلى ذلك استخدم أصحاب الشأن مناطيب مزودة بمعدات تقييس مستوى ضغط الموجات الصوتية من ارتفاع يبلغ خمسة عشر ألف مترا وذلك لأن هذه الموجات تنتشر في هذا الارتفاع بنحو قوي وتحيط بالقرى الأرضية بيصر وانطلاقا من هذه التكنولوجيات طور الخبراء مشروعا أمريكيا بريطانيا مشتركا مخصصا لتحديد مكان التفجيرات النووية واسترشد المسؤولون عن تنفيذ هذا المشروع المشترك بالتجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1946 في جزر بيكيني الواقعة في المحيط الهادي وجرت تمويه على حقيقة التحليق في سماء المحيط الأطلسي وشمال أفريقيا بزريعة أنه يخدم التنبؤات الجوية الخاصة بالطيران الحربي وفي مطلع سبتمبر من العام 1949 رصد المسؤولون ما كانوا يتكهنون به فقد سجلت طائرات أمريكية مزودة بالمعدات التكنولوجية المناسبة ارتفاعا ملحوظا في درجات النشاط الإشعاعي بين اليابان وألسكا كما سجلت هذه الظاهرة طائرات بريطانية كانت تحلق في سماء سكتلندا وبعد بضعة أيام أكدت مياه الأمطار صدقية ما لاحظته الطائرات الأمريكية والبريطانية بيد أن الأمر الجدير بالذكر هنا هو أن معدات قياس مستوى ضغط الموجات الصوتية لم تتوصل إلى نتائج ذات نفع كبير ومهما كانت الحال فإن الموضوع الأكثر إصارة للانتباه هو أن الخبراء عثروا علاوة على آثار من مادة اليورانيوم على آثار مادة البلوتونيوم وهكذا ومن خلال رصدهم أثار العنصرين بات واضحا أن كل الدلائل تشير إلى إجراء تجربة نووية وعلى رغم أن الرئيس ترومان أزاع على الملأ في الثالث والعشرين من سبتمبر من العام 1949 أخبار هذا التفجير النووي فإنه تحدث عن رصد تجربة نووية فقط مشيرا إلى ضرورة إبرام معاهدة دولية تحذر تصنيع الأسلحة النووية من ناحية أخرى اهتم الكونغرس وجميع وسائل الإعلام بسؤالين كان عظيمي الإزعاج لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لماذا عجزت أجهزة المخابرات عن إعطاء معلومات صائبة عن الكدرات السوفيتية في المجال النووي وماذا سيكون في مستطاع السوفيت تهديد الغرب باستخدام السلاح النووي وما الإجراءات الواجد تنفيذها لمواجهة هذا التهديد على سعيد آخر تعجبت أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية أيما عجب من كدرات الاتحاد السوفيتي على التكتم على أسراره بهذا النحو غير المصبوك وعلى رغم أن التقديرات كانت تشير إلى أن نحو 150 ألف شخص كانوا يعملون على تطوير الكنبلة النووية وفق ما أعلنه رئيس وكالة المخابرات المركزية هيلين كوتر أمام الكونجرس وربما هونت بعد الشيء المعلومات التي أباح بها في العام 1950 ضابط استخبارات سوفيتي فر إلى الغرب إيكاروس والاستجوابات التي تعرضت لها بعض اللاجئين من لهم اطلاع على الجهود التي يبزلها الاتحاد السوفيتي في مجال صنع الكنبلة الزرية وكيفما كانت الحال فقد اتضح بجلاء أن التصابق في مجال التسلح النووي أمس حقيقة لا يخالتها لشك أبدا وهكذا وبعدما ركزت أجهزة الاستخبارات منذ العام 1946 عظيم جهودها على الحرب الباردة باعتبار أنها حرب تعكس الصراع على كسب الصق في المجال الايدولوجي وعلى ممارسة النفوذ في مناطق العالم المختلفة تعين بعد العام 1949 تركيز أغلبية الإمكانات على الموضوع الأعظم السلاح النووي السوفيتي وبقدر تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية أصفر هذا التركيز ابتداء من العام 1959 عن إزباغ أهمية قصوى على وسائل التجسس التكنولوجية وعلى مراكبة الدول التابعة للاتحاد السوفيتي بالاعتبار للتكاليفة الباهزة الواجب تحملها لإدارة هذه التكنولوجيا المتقدمة وتقدر الإشارة إلى أن هذه المهمات الجديدة استأثرت خلال الحرب الباردة بنحو 80% من إجمالي الموازنة المالية التي كانت تحت تصرف أجهزة المخابرات الأمريكية علما أن جل الطاقات المتعلقة بهذا الشأن كانت من حصة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وبهذا النحو لم تعد لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الفرصة المناسبة لأن تعمل كجهاز مخابرات خارجي شامل الإختصاصات ومركزي الأهمية عنوان عمليات سرية ونشاطات تجسسية وإشكاليات تحليل المعلومات بعدما ارتفع عدد العاملين لدى أجهزة المخابرات بمعدلات كبيرة نسبيا خلال الحرب العالمية الثانية وحينما أخذت هذه الأجهزة تمارس دورا أكثر أهمية بكثير مقاراتا بالدورة الذي أدته في كل الحروب السابقة ترسخ لدى المسؤولين الاعتقاد بأنهم بات لديهم أداة جديدة متشعبة الاستخدامات وتسمح لهم بالتعامل بنحو الناجح مع المعادلات القديمة والجديدة في السياسة الأمنية الدولية وتجيز لهم أن يديروا بالنحو المعقول الحروب المستقبلية لا بل مواجهة هذه الحروب بنحو مختلف كلية بيد أن وقاع المستقبل بيّنت بجلاء أن هذه الأمال كانت مفرطة في تفاؤلها وأنها كانت سرابا في كثير من المناحي حقا أصفر إصلاح أجهزة المخابرات بعد العام 1945 عن تحسن كبير في آدائها فباتت منذ ذلك الحين وفي كثير من الحالات آدات حكومية شاملة تمارس عملها بمهنية عالية غير أن هذه الحقائق لا يجوز أن تحجب عن ناظرين أن هذه الأجهزة وجهت بالإحباط والتعثر أيضا خلال العقد الأول من السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية ويفرد علينا الواجب الإشارة إلى أن الفشل هنا والإحباط هناك لا تتحمل مسؤوليته أجهزة المخابرات فقط بل صناع القرارات في الدول المختلفة أعني الحكومات والوزراء والقيادات المشرفة على إدارة هذه الأجهزة أيضا وربما لا تنطبق وجهة النظر المستخلصة هنا على كل الحالات بيد أن الأدبيات المعاصرة الدارسة لأداء أجهزة المخابرات من فكت تكرر مزاعم تتحدث عن فشل أجهزة المخابرات في كثير من الحالات مشيرة إلى ضلوعها في مؤامرات وعمليات تخريبية لا تعد ولا تحصى ولا مندوحة لنا هنا عن التلميح إلى أننا لا نريد بأي حال من الأحوال تبرئة جميع أجهزة المخابرات من مسؤولياتها عن تنفيذ بعض العمليات الفاشلة إن كل ما في الأمر هو أننا نريد أن نصلت الضوء على المسؤولية التي تتحملها القيادات السياسية والبرلمانات ورجال القضاء أيضا كما يفرض الواجب أن نضع تحت المجهر مسؤولية الصحافة والرأي العام فعلى ما نرى لا تزال الأدبيات المعاصرة مطالبة بتسليط الضوء على هذه المسؤولية بالموضوعية المناسبة وبالحوار الجاد وليس بأسلوب التشفي والطعم وبعدما ارتكبت أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية أخطاء فادحة في تقييمها للمشروع النووي السوفيتي اكترفت هذه الأجهزة أخطاء أعظم شدة خلال الحرب الكورية بيد أن على المرأة أن يراعي الاختلافات الجزرية التي اتصفت بها الحالتان ففي المنظور اللاحق ليس سمت ما يشير إلى أن أصحاب الشأن كانوا قادرين بيسر على تلافي الأخطاء التي حصلت في سياق مراكبتهم المشروع النووي السوفيتي فالأدوات التكنولوجية التي استعانت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تحليل المعلومات لا تزال تسير العجب وتحزي بالاعتراف أيضا حاليا فهذه الأدوات التكنولوجية ما زالت تشكل الأساس الذي يعتمد عليه في رصد الدول التي تخرج مؤهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أضف إلى هذا أن الفشل في تحديد زمن أول تجربة نووية يبريها الاتحاد السوفيتي لم يصفر من وجهة نظر الدول الغربية عن كارثة وأضرار مباشرة فالنجاح في تحديد زمن التجربة النووية السوفيتي لم يكن سيدفع الحكومات الغربية إلى تغيير سياستها حيال الاتحاد السوفيتي بنحو بلموس أو جزري فشن حرب وقائية على غرار الحرب التي حددت الولايات المتحدة بشدنها على إيران لم يكن وقت ذاك خيارا مطروحا للمناقشة لدى الولايات المتحدة أو بريطانيا بيد أن الأخطاء التي اقترفتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقييم الوضع الذي ساد في بداية وخلال الحرب الكورية اختلفت اختلافا جوهريا فهذه الأخطاء كان في الإمكان تلافيها ومن ثم كان في الإمكان أيضا تلافي التكاليف المادية الباهزة والخسائر الفادحة في الأرواح وتبدد كثير من هيبة الولايات المتحدة بين دول العالم لقد بدأت سلسلة التدابير الاستخباراتية الفاشلة مع بداية الهجوم الذي شنته كوريا الشمالية في 25 يونيو في العام 1950 فهذا الهجوم أخذ الغرب على حين غره بكل معنى الكلمة حقا دأب أصحاب الشأن على متابعة نشاطات النظام الشيوعي ومرقبة هذه النشاطات بيد أن القيادة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية أيضا استبعدوا تماما أن ينفذ حكام كوريا الشمالية هجوما من هذا القبيل من غير أن يشارك الاتحاد السوفيتي بنحو أو آخر في ذلك الهجوم وبلا وجود سبب واضح يفرد على السوفيت التورطي حرب يستعر أواريها بين كوى عزمة وكما أضحى أمرا يعرفه الداني والقاسي حاليا فإن ستالين لم يكن مستعدا أصلا لإشعال فتي الحرب واسعة الأبعاد مع الغرب فهو رفض مرة تلو الأخرى تأييد شيوعي كوريا الشمالية في مساعيهم الرامية إلى الهجوم على كوريا الجنوبية ورغبة منه في إظهار حسن نيته تجاه كوريا الشمالية فقد آثر أن يزودها بكميات ضخمة من معدات عسكرية حديثة عزست بنحو فعال ما لدى كوريا الشمالية من قدرات حربية علما أن جيش كوريا الجنوبية اتسم منذ العام 1950 بالهوان مقاراتا بالقدرات القتالية التي اتسم بها جيش كوريا الشمالية في نهاية يناير من العام 1950 أبرك ستالين إلى كيم أل صونج رسالة تنم عن أمل براك رسالة كان محتواها هو أن الثمت احتمالا حقيقيا لأن يساند الاتحاد السوفيتي إعادة توحيد شطري كوريا في حالة التزام كوريا الشمالية بتزويد موسكو سنويا بملايا كلا عن 25 ألف طن من الرصاص وفي مارس من العام نفسه أبرن اتفاق يضمن تزويد الاتحاد السوفيتي بمعادة أخرى من بينها كميات واثرة من الفضة والزهب وكان توقيت المبادرة التي اتخذها ستالين مناسبا لا بل كان أكثر من مناسب فقبل بضعة أيام من تاريخ تلك المبادرة كان نائم وزير الخارجية الأمريكي دين أتشي سون قد صرح في خطاب له بأن التوترات السياسية السائدة في كوريا ينبغي بحثها والتفاوض بشأنها في إطار منظمة الأمم المتحدة مشيلا إلى أن التوقع الذي تكلفت الولايات المتحدة بتأمين سلامته هو الدفاع عنه لا يتعدى جزر ألوتيان واليابان والخلبين ومعنى هذا هو أن كوريا ليست ذات أهمية مباشرة بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة الأمريكية ومن المحتمل أن يكون ستالين قد رأى في هذا التصريح إشارة تفيد بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا في حالة استيلاء كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية على عجل وبما يعزز هذا الاحتمال أن الإعلان عن تأسيس جمهورية الصين الشيوعية في أكتوبر من العام 1949 لم يحرك ساكدا في الولايات المتحدة على رغم أن هذا الحدث كان أهم بكثير بناء على نعكاساته على السياسة الدولية وعلى ما يبدو إعتقد ستالين أن الاستيلاء على كوريا الجنوبية سيتم بسرعة فائقة وسيجلد الولايات المتحدة من أي فرصة للتدخل عسكريا وغني عن البيان أن هذه الحسابات كانت صائبة إلى حد ما أعني أنها تصدق فقط إذا أخذنا في الاعتبار أن قوات كوريا الشمالية استولت على عاصمة كوريا الجنوبية سيول خلال ثلاثة أيام فقط بيد أن الرئيس ترومان اتخذ قرارا مختلفا لم يأخذه ستالين في الحزبان فهو استعان بمنظمة الأمم المتحدة وذلك من أجل الحصول منها على تفويت دولي يجيز له تشكيل تحالف حربي والتدخل في كوريا بالنحية الأخرى فإنه أصدر في 27 يونيو أمرا يقضي بضرورة أن تساند الكوات الميدانية والكوات الأمريكية الجوية الأمريكية المرابطة في أرجاء المحيط الهادي كوريا الجنوبية وأن تنتشر سفن الأسطولة الأمريكي السابع بالقرب من تايوان وذلك للحيلولة دون اندلاع حرب بين الدولتين الصينيتين وفي الخامس عشر من سبتمبر هبط قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال دوغلس ماك أرسر في مطار لا يبعد كثيرا عن سيول للي يكون على اتصال مباشر بقواته المرابطة في كوريا الجنوبية وخلال خمسة أسابيع نجح أرسر في استعادة جنوب البلاد وواصل تقدمه في أراضي كوريا الشمالية وفي ضوء هذا الوضع وقبل فترة وجيزة من لقائه الجنرال مارك أرسر في جزيرة ويك المحمية الأمريكية الواقعة في الوسط الغربي في من المحيط الهادي سأل ترومان أجهزته الاستخباراتية عما إذا كانوا يعتقدون أن اتساع دائرة العمليات الحربية خطر قائم وفق أكثر الاحتمالات وعما إذا سينخرط النظام الحاكم في الصين الشعبية أو في الاتحاد السوفيت في هذه الحرب وهل هناك احتمال أن يحارب الصينيون والسوفيت جنبا إلى جنب دفاعا عن كوريا الشمالية أن الجنرال مارك أرسر لم يتبنى هذه الفكرة لسيما أن الصين الشعوعية فاتهت هذا الفرصة المناسبة للتدخل وأعرب المحللون في وكالة المخابرات المركزية عن وجهة نظر مشابهة وذلك لاعتقادهم أن السوفيت تأثيرا كبيرا في سياسة بكين وبالتالي فليس من المتوقع أن تتدخل الصين في الحرب مادم الاتحاد السوفيتي غير معرض لخطر حرب محدقة كما أشار هؤلاء المحللون إلى أن بكين لا ترغب بتاتا في تصعيد تبعيتها لموسكو لكن وخلافا لكل تنبؤات ومن دون سابق انصار عبر خفية نحو 200 ألف متطوع نهر يالو الفاصل بين الصين وكوريا الجنوبية والتحك هؤلاء المقاتلون بمجموعة متطوعين سينيين آخرين ليشكلوا كوة صينية مقاتلة يبلغ إجمال تعدادها نحو 300 ألف متطوع ولقى هذا التدخل استحسام موسكو وإن لم تعلن بكين أو موسكو الحرب بنحو نسمي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لم تطلق على عملياتها العسكرية صفة الحرب لا سيما أن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يوافق على إعلان الحرب أصلا فكما هو معروف لا تستطيع الإدارة الأمريكية إعلان الحرب بلا موافقة مجلس الشيوخ وهكذا كان التعبير الأمريكي الرئيسي لوصف العمليات الحربية هو تنفيذ عملية بوليسية على سعيد آخر درجة الصحافة على الحديث عن نزاع صراع منازع دولية ومعنى هذا هو أن الصراع الدولي المحتدم على الأراضي الكورية كان حربا جديدة كان حربا أراضي ستالين من خلالها تنفيذ أهداف لم تفلح أجهزة الاستخبارات في الوقوف على مغزيها الفعلي ويظهر لنا حزر الرئيس ترومان من خلال تعامله مع خطوط الإمدادات السوفيتية فهو أصدر إلى الكوات المسلحة أمرا يحزر عليها كلية قصف الإمدادات المعادية المرة عبر الأراضي الصينية ويمنعها من نقل الحرب إلى العمق الصيني ومن خلال هذه الوقائع يتبين لنا مرة أخرى صعوبة الاعتماد على الأساليب التقليدية الدارجة في الجاسوسية الغربية في تزليل الاتصال بأصحاب القرار في المعسكر السوفيت دي وهكذا لم يبقى أمام الغرب سوى الاعتماد على مؤشرات عسكرية ويمعان النظر في انتشار الكوات الميدانية وفي مراقبة كثافة الاتصالات اللاسلكية واستجواب أصر الحرب على أمل أن تفشي هذه الوقائع عن أهداف العدو بيد أن على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن الاعتماد على مؤشرات وتكهونات وتخمينات وزنون يمكن أن يعرض المرء لخدع كثيرة ومكائد مختلفة وفي واقع الحال فإن هذا هو بالضبط الفشل الذي خيم على الأجهزة الأمريكية المكلفة بالتجسس على مختلف المجالات العسكرية فبسبب الخيانة التي اكترفها ويليام وايس باد لم يعد الأمريكيون منذ نهاية العام 1949 قادرين على فق شفارات البرقيات التليغرافية السوفيتية وباتوا مقرهين على الاستعانة كلية بتقارير أجهزة المخابرات الصديقة أعني أجهزة مخابرات كوريا الجنوبية وتيويا علما أن هذه الأجهزة لم تكن مرتشية فقط بل كانت مشبعة بالشيوعية أيضا من كثرة الشيوعيين الذين كانوا يتسللون إلى صفوفها وعلى رغم أن أصحاب الشأن حاولوا تجنيد عملاء ومخبرين جدد مهمتهم هي التجسس لحساب الأمريكيين من خلف حدود العدو وعلى جناح السرعة ومن دون إعداد دقيق وتدريب مهني مناسب فإن هذه المحاولة باقت بفشل زريع وبنحو مأساوي لألوف مؤلفة من الجواسيس الكوريين والصينيين اسقبض عليهم الشيوعيون وجرى استخدام البعض منهم لتضليل الأمريكيين والتمويه عليهم أضف إلى هذا أنه لم يعود أحد منهم تقريبا إلى صفوف الأمريكيين أو استطاع أن يبرك إليهم معلومات دقيقة وتولى رئيس شابة العمليات الخارجية السرية OPC التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية فرانك ويزنر إنشاء مكر في جزيرة سايبان التابعة لجزر مريانا لتدريب الفررين وأسرى الحروب على التجسس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والأمر الذي تجدر ملاحظته هو أن نفرا منهم فقط كان يتكلم الإنجليزية وفي المقابل نادرا ما كان هناك أمريكي يفهم الكورية أو الصينية ومن ثم لم يكن التفاهم بين الأطراف المختلفة ممكنا في الحالات العامة ولم يكن يسمح بالتحاور والاتفاق على أبسط القضايا الأمنية كما لم يتكن اللغة الكورية أي عميل من المأتية الأمريكية الذين كانوا يعملون في سيول لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبالإضافة إلى المحاولات التي بوزلت من أجل تمكين جواسيس كثيرين من التسلل إلى داخل الصين كانت هناك أيضا محاولات مختلفة للعصور على جماعات تكن العداء الشيوعية وتقاوم النظام الشيوعي من داخل الأراضي الصينية وذلك على أمل إعداد وتدريب هذه الجماعات على خوض حرب عصابات ضد النظام الصيني وشرع الأمريكيون بتنفيذ عمليات من هذا القبيل بعدما أخذت الحرب تراوح مكانها ابتداء من صيف 1951 فقد ساعدوا أكثر من 100 من 1050 كوري على التسلل إلى شمال شبه الجزيرة الكورية التي كان الشيوعيون قد استولوا عليها ثانية وبينت الاستطلاعات اللاحقة أن جميع المتسللين قد لقوا حذفهم وفي المنظور الخلفي وبناء على مختلف التحقيقات الداخلية لا مجال للشك بأن النتيجة التي نتجت عن عمليات التسلل كانت في محصلتها النهائية كارثة ولطخة عار بالنسبة إلى أداء أجهزة المخابرات الأمريكية خلال الحرب الكورية فأكثر المعلومات الاستخباراتية كانت زائفة ومن صنع العدو جملة وتفصيلا من هنا لا عجب أن تفشل كل العمليات السرية تقريبا وذلك لأن العدو كان قد تغلغل في هذه العمليات منذ إعدادها وحتى اختتامها وتسري هذه الحقيقة على أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية وربما كان أداء عمليات التجسس بالصبول التقنية أعني أداء S-I-G-I-N-T M-I-N-T أفضل حالا بعد الشيء فعمليات التجسس هذه نجحت مثلا في الكشف عن نشر 200 طائرة سوفيتية من الطائرات الحاملة للقنابل الثقيلة في الأراضي السينية المتاخمة لحدود كوريا الجنوبية وأن جميع هذه الطائرات في حالة الإنذار القصوى وأن الطائرين السوفيتين يحلقون في أجواء كوريا بتائرات ميج 15 المقاتلة على رغم الاتحاد السوفيتي منفك يؤكد للرأي العام وبإصرار قوي عدم تدخله عسكريا في الصراع الدائر في شبه الجزيرة الكورية عنوان عمليات سرية في أوروبا بيد أن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الكارثة العظيمة التي تعرضت لها أجهزة المخابرات الأمريكية في حربها مع الإمبراطورية السوفيتية السينية لم تكن الأولى من نوعها في تاريخ المخابرات الأمريكية فالعمليات التي نفذت في المعسكر السوفيتي وفي أوروبا الشرقية بصورة خاصة كلفت أجهزة المخابرات الأمريكية خسائر فادحة فعلا ففي العام 1949 مثلا تواصل رئيس شعبة العمليات الخارجية السرية أو بي سي التابع لوكالة المخابرات المركزية فرانك ويزنر مع تنظيم سري يطلق على نفسه لقب الحرية والاستقلال ويزعم أنه يعمل في داخل بولندا وقادر على طرد السوفيت في حالة وجود نصير مستعد لتزويده وبالسلاح وبأجهزة مخصصة لإرسال واستكبال البرقيات التلغرافية وما سوى ذلك من آلات ومعدات ضرورية للتخلص من السوفيت وذهب فرانك ويزنر مذهبا أبعد فراحة يتطلع إلى العصور على تنظيمات مشابهة في ألمانيا وأوكرانيا اعتقد منه أن هذه المساعي تعمل عملها في صد النفوذ السوفيت في أوروبا ووسيلة ناجحة لتحرير شعوب أوروبا الشرقية من جانبه وعلى خلفية هذه الأخبار الجديدة راح قائد أسطول قازفات القنابلة الاستراتيجية الجنرال كورتيس ليماي يفكر في احتمالات خوض حرب مع الاتحاد السوفيتي ومضرورة توفره والحالة هذه على متمردين مناصرين للغرب وعناصر يمكن الاستعانة بهم في انتشال الطيرين الأمريكيين الذين تسكت طائراتهم في أراضي العدو أي أنه استعاد التجارب الناجحة التي تحققت إبانا الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد ألمانيا قبل بدع سدوات وكيفما كان الوضع فإن الأمل بوجود عناصر في بولندا وأوكرانيا وفي إقليم البلطيق مهيئة للتمرد وعزم على الانخراط في حرب عصابات تد السوفيتي لم يكن تصورا من وحي الخيال ففي هذه الدول سارعت قوة متمردة نفوزة السوفيتي طوال السنوات الكثيرة التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية إن كل ما في الأمر هو أن أجهزة المخابرات السوفيتية نجحت في التسلل إلى صفوف هذه الحركات بالإضافة إلى هذا كله كان لدى السوفيت الجاسوس كيم فيلبي فإذا كان هذا الجاسوس المزدوج قد عمل بتكليف من المخابرات الخارجية البريطانية MI6 ضابط اتصال مع الأمريكيين فإنه درجة على تزويد موسكو بكل ما لديه من معلومات تتخص العمليات الأمريكية البريطانية المشتركة وأدت المناطق الألمانية التي كانت تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية دورا متميزا بقدر تعلق الأمر بسبل التواصل مع تنظيمات أوروبا الشرقية العاملة من أراضي البلدان التي آوتها ومنحتها حق اللجوء ففي ميونيخ مثلا تحلف المجلس الأعلى لتحرير أوكرانيا مع وكالة المخابرات المركزية علما أن هذه الوكالة حست الكثير من المهاجرين الأوكران على الاندواء تحت رأيات العديد من وحدات المغاوير ودربتهم على أسليب القتال شبه العسكرية بما في ذلك القفز بالمظلات في سماء وطنهم الأم من طائرات يقودها طيارون هنغاريون أو على أن يقفزوا في سبتمبر من العام 1949 من طائرات نقلة عسكرية أمريكية في مدينة ليمي بيرج بالألمانية ومدينة لفيف بالروسية في جنح الظلام وفي الواقع لم ينجح أوكرانيا واحد في هذه العمليات وتعرضت العمليات المشتركة التي نفذتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في ألبانيا لمصير لا يختلف كثيرا عن المصير الذي قالت إليها العمليات التي نفذت في أوكرانيا ومن المحتمل جدا أن تكون المخابرات الألمانية المسمى جهاز غيلين قد شاركت فعلا في العمليات الشبه العسكرية التي كلفت بتنفيذها جماعات مهاجرة من أوروبا الشرقية ويبقى هذا الاحتمال قائما حتى إذا أخذنا في الاعتبار أن تفاصيل هذه العمليات لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن ومن الممكن جدا أن يصل هذا الاحتمال بصورة خاصة على نحو 20 ألف لاجئ بلتيقي جرى تدريبهم تدريب كثيرا منهم على شواطئ بحر البلتيق البلتيق على فرون التسلل إلى أراضي الاتحاد السوفيتي في كنح الظلام مستخدمين كوارب سريعة فقد سبق لجهاز المخابرات الخارجية البريطانية M.I.6 أن طلب من الوحدات الألمانية المكلفة بإزالة الألغام والمنتشرة في بحر البلتيق على واجه الخصوص التعاون معه على تنفيذ عديد من العمليات الاستخباراتية وشكل أصحاب الشأن من هذه الوحدات الزمر استطلاع جرت تمويه على حقيقة مهماتها بإضاء يوحي بأنها وحدات بحرية بريطانية تعمل لمصلحة هيئة حماية صيد الأسماك في بحر البلتيق وكان هانس هلموت كلوزا واحدا من البحار الألماني الذين تكفلوا بأداء هذه المهمة فهو انتمى إلى هذه الزمرة ابتداء من العام 1956 وبذل جهودا كبيرة لتدليب السراح البحر الألماني على تنفيذ عمليات الاستطلاع المنشودة وترك خلال سبعينيات القرن العشرين إلى منصب قائد لأحد الأساطيل الألمانية لكن حينما وضع أول مهاجرين يتحضرون من لكفية أقدامهم على اليابسة في سبتمبر من العام 1951 كانت العصابات المقاتلة في وطنهم قد هزمت شر الهزيمة ووفق ما تقوله بعض المصادر فبعد هذه الهزيمة وصل عدد المتمردين المنتشرين في ليتوانيا فقط إلى بدعة آلاف مقاتل حتى العام 1952 وتشير روايات أخرى إلى أن المناطق الأخرى في البلطيق شهدت حتى العام 1956 مع عارق متفرقة وأن المتمردين على النظام السوفيتي في هذا الحيز من العالم قتلوا عشرات الآلاف من جنود الجيش الأحمر ومن كوادر الشيوعيين ومن المتواطئين مع السوفيت وإذا كان الاتحاد السوفيتي قد اعترف توعية بأنه تكبت خسائر كثيرة في الأرواح فإن الأرقام التي أعلنها كانت أدنى بكثير من الأرقام التي تحدثت عنها الجماعات اللاجئة وأثبت الاتحاد السوفيتي أنه هو الطرف الذي أحرز قصد السبق في المعركة الإعلامية فأبواك الدعية المسيرة من قبله نشرت عبر الإزاعة البولونية المسموعة في ديسمبر من العام 1951 ومن تفاصيل المكيدة التي نفذها السوفيت بدهاء وإحكام فقد نجحت المخابرات السوفيتية فعلا في توظيف التنظيم البولندي السري المسمى الحرية والإستقلال لتضليل أجهزة المخابرات الغربية فبعد بدع سنوات من انتهاء الحرب اتصل بالجنرال البولندي أندريز الشديد العداء للشيوعية شخص بولندي الأصول يعرض عليه مساعدته في العمل مع معارضين بولنديين يناضلون سرا وفي سابق الأيام حارب الجنرال في صفوف القوات السوفيتية ثم مع جيوش عايزنهاورد الدالمانيا وكيفما كانت الحال ففي نهاية الأمر أسقطت السلطات البولندية الجنسية عنه فأجبر على العيش في لندن بصفاته لاجهة سياسيا وعلى ما يدو كانت قوات شخصيته هي العامل الرئيسي الذي حرد أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية على أن تقدم للبولنديين المنخرطين في حرب أسابات ضد الشيوعيين معهودات قيمة تشتبل على مبالغ مالية معتبره وكميات عظيمة من السلاح والعتاد وعلى أن تدعي كفاحهم من خلال إرسال عدد من الجواسيس والعملاء إليهم لكن سرعان ما تبين أن أجهزة المخابرات الغربية تعرضت لمقلب أحكم السوفيت لتفاصيله أي أنها تعرضت للمقلب نفسه تقريباً الذي تعرضت له عناصر استخباراتية غربية في أعلى عشرينيات من القرن المنصرم على خلفية المكيدة التي دبرها قلب الشفيك للمخبرين الغربيين ويشهد الواقع لأن النجاح في أوروبا كان حليف تلك النشاطات الاستخباراتية التي تعونت أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية على إنجازها هناك ولا تفوتنى في هذا السياق الإشارة إلى الانتخابات البرمانية التي أجريت في إيطاليا في العام 1948 ففي تلك الانتخابات وظفت وكالة المخابرات المركزية كل طاقتها المالية لدعم الأحزاب وأسائل الأعلام المناهدة للشيوعية كما يحك للمرأة أن يشير في هذا السياق إلى الدعم الخفي الذي حصلت عليه النقابات العمالية الحرة في أوروبا الغربية علما أن هذا الدعم كان برعاية شخصين أمريكيين كان من قبل شديد التعلق بالمبادئ الشيوعية وهما جاي لوفيستون وإيرفين براون وكان المطلوب من هذا الدعم هو شد عزيمة النقابات العمالية الأوروبية والنقابات العمالية في أمريكا اللاتينية وتمكينها من الوقوف في وجه تغلغل الشيوعيين في صفوفها وفي وقت متأفر نسبيا في العام 1974 حصل الرأي العام على تصور عن عمق التعاون الذي ساد وقت ذاك بين الاتحاد العام للنقابات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية وعلى رغم كل النقد الذي شنته الأطياف السياسية اليسارية على مؤتمر الحرية الثقافية الذي التأم شامله في العام 1950 في قصر تيتانيا ببرلين الغربية فإن وقع الحال يشهد أن هذا المؤتمر كان مشروعا ناجحا بكل تأكيد فبعد الكارثة التي نتجد بعد الحرب العالمية الثانية قدم مؤتمر الحرية الثقافية نوزجا جديدا للتواصل بين المثقفين الأوروبيين وبين معصريهم من المثقفين الأمريكيين أيضا علما أن كثيرا من ما شاركوا في أعمال المؤتمر كانوا سابقا شرعيين أو اشتراكيين أو من أنصار الاشتراكية الديموقراطية كما كان كثيرا منهم قد فروا من استبداد هتلر واستاليني وحضر إلى برلين المشاركة في حفل تأسيس المؤتمر أعلام العلماء والأدباء والفنانين أعني أعلاما من كويل رايموند آرون وفرانس بوركينا وبينيديتو كروس وكارل ياسبر وإغناسيو سيلون وجيمس برهام وهيو تريفور روبر وأرثر شريزينجر الإبن وبر تراند راسل وأرنيست رويتر وأرثر كوستلر وريتشارد لوفينتال ومالفينلاسكي وتينسي ويليامز وعلى خلفية هذه المبادرة صدرت مجلات ثقافية مرموكة من كوبايل إن كاونت بريتانيا بري فيس فرانسا دير مونات ألمانيا الغربية وسمت السؤال يزل في مخيلتنا عما إذا كانت هناك ضرورة لأن يفتح المؤتمر زراعيه ترحيبا بالأموال التي أصبغتها عليه وكالة المخابرات المركزية فهذا التصرف أثار جدلا واسعا ونقاشات صخبة لا نود الخوض فيها هنا ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن نسبة معتبرة من المثقفين الأوروبيين كانوا في ثلاثينات والبعينات القرن الماضي من أنصار الشيوعية السوفيتية والمبادئ الفاشية والاشتراقية القومية لقد بدأ هؤلاء المثقفون كأنهم قد تعرضوا طوعية لعمليات رسلت أدميرتهم وتأسيسا على هذه الحقائق كان من مسلمات الأمور أن يدافع المرأة عن تلك الشخصيات لا سيما التي رفضت السير بعد طيار وأعلنت من دون تهيب أو تردد عقيدتها التي كانت مستهجنة وقت ذاك في المنظور العام فبتصرفها هذا وفرت هذه الشخصيات على الأجيال التالية اكتراف الخطأ الذي اكترافته في سابق الزمن وحينما ينتقد البعض وضع جزء من أموال دفاع الدرائب الأمريكيين تحت تصرف وكالة المخابرات الأمريكية فلا مندوحة للمرأة على أن يأخذ في الاعتبار أيضا أن الحكومة الأمريكية لم تكن في ذلك الزمن مهتمة بشكل قوي بدعم الثقافة وتشجيعها من ناحية أخرى لن نشدت أبدا إذا قلنا أنه كان من الصعوبة بمكان وقت ذاك مطالبة الكونجرس بالموافقة على صرف أموال لتنفيذ خطة مارشال لأعمال أوروبا ثقافيا فالكثير من المثقفين الأوروبيين كانوا يتبنون مواقف سياسية يسارية بيد أن تأسيس شبكتين من شبكات الإذاعة المسموعة أعني إذاعة أوروبا الحرة ريديو في يوروب وإذاعة الحرية ريديو ليبيرتي حظي باهتمام أكبر بكل تأكيد علما أن الإذاعتين كانت تعملان من ميونيخ الواقع في ولاية بافاريا أي في الولاية الألمانية التي كانت لا تزال محتلة من قبل القوات الأمريكية وكان الشائع هو أن الشبكتين الإذاعيتين تتبعان ونظمت اللبنة الوطنية لأوروبا حرة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها واطلقت الإذاعتين أول برامجهما الموجهة إلى تشيكوسلوفاكيا في يوليو من العام 1950 على الموبة القصيرة وتوسع نشاطهما فأخذتها في مرحلة لاحقة تبثان بلغهات دول أوروبا الشرقية الأخرى وابتداء من العام 1953 استحدثت إذاعة أخرى عملت في بادي الأمر باسم إذاعة التحرير وباسم إذاعة الحرية ابتداء من العام 1964 ودرجة هذه الإذاعة على بث برامجها بالروسية أولا وببقية لغات الاتحاد السوفيتي فيما بعد واسترشدت هذه الإذاعات بإذاعة برلين المسمى اختصارا R.I.A.S. برلين والتي كان عنوانها التام هو Radio in the American Sector علما أن هذه الإذاعة شرعت تبث برامجها في العام 1946 وبينما كانت هذه الإذاعة يعني إذاعة R.I.A.S. برلين تمول من الضرائب المستقطعة من دخول المواطنين الأمريكيين وتسير من كبل محررين المينة في المقام الأول فقد استمرت الإذاعات الأخرى حتى العام 1971 تنفك من الأموال التي تحصل عليها من وكالة المخابرات المركزية فابتداء من ذلك العام وافق القونجرس على حق هذه الإذاعات بامتلاك ميزانيات خاصة بها كما بعت الإشراف على هذه الإذاعات من اختصاص مجلث البس العالمي Board for International Broadcasting وليس من اختصاص الحكومة الأمريكية نفسها فحتى ذلك الحين درجت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية خلال خمسينات الكرن الماضي بصورة خاصة على توجيه هذه الإذاعات وكسورة السجال حول الدورة الذي أدته إذاعة أوروبا الحرة خلال الاضطراوات الشعبية التي عمت المجر في العام 1956 وذلك لأن وسائل الأعلام الأمريكية طرقت لدى المجريين الانتباع بأنهم سيحصلون من الولايات المتحدة الأمريكية على الأسلحة وما سوى ذلك من مساعدات سخية وفي الواقع كانت هذه الإيحاءات سرابا لقيمة له فبينما كانت وسائل الأعلام الأمريكية تكرر من دون انقطاع وبنح ومبطن هذه الأمال الزائفة كانت واشنطن تتعهد للسوفيت بأنها لا تنوي التدخل في الشأن المجري ولا تريد التورط في الموضوع عسكريا بصورة خاصة وهكذا تبين أن الحديث عن سياسة تتحرير شعوب أوروبا الشرقية من نير الاستعباد والكهر ثلثلة لا طائل منها وتبجح فارغ مخصص في المقام الأول لتهديئة خاطر الرأي العام الأمريكي وتمأنط المواطنين الأمريكيين المتحددين من أوروبا الشرقية بشعارات وطنية وبيانات حماسية ومن وجهة النظر الأمريكية كان توظيف الشبكات الإزاعية الجماهيرية لتحقيق أغراض سياسية أمرا مثيرا للاستغراض فتصرف من هذا القبيل يتوقعه المرء من الأنظمة الأوروبية المستبدة من نظام موسيليني وهتلر وستالين وليس من العالم الحر فالشبكات الإزاعية لم تكن حكومية قط في الولايات المتحدة بل كانت أهلية من دون استثناء بيد أن الأمر اختلف بعض الشيء في بريطانيا فهنا قدمت هيئة الإزاع البريطانية شبه الحكومية بي بي سي مثالا صادقا على أن الديمقراطية الليبرالية تستطيع التعامل مع الشبكة الإزاعية بنحو مختلف ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا النموذج البريطاني كان القدوة المثالية التي استرشد بها المسؤولون حينما وضعوا أسس نظام الإعلام في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفرضوا عليها نظاما لا يخضع لرقابة الدولة وغير مركزي ويعتمد في تمويله على رسوم المستمعين والمشاهدين بيد أن هذا كله لا يجوز أن يحجب عن نظرين أن الشبكات الإزاعية الألمانية كانت مكلفة بأن تكون أداة تعمل على صد مساعي الإمبراطورية السوفيتية لإخضاع ألمانيا لنفوزها وغني عن البيان أن هذا التوجه أثار الكثير من النقاشات فليس ثمت شك في أن من حق المرأة أن يسأل هنا عما إذا كان هذا التكليف يتطفق مع مبدأ الاستقلالية عن التوجيه الحكومي ومن حسن الحظ أن الدولة الشيوعية لم تكن قادرة على التزرع بهذا الأمر وذلك لأنها لم تكن تلتزم أصلا بحقوق الإنسان المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة أضف إلى هذا أن المعسكر الشرقي شارك بنحو مكثف في الحرب الدائرة على الأثير فإذاعة موسكو بدأت في زمن مبكر نسبيا في العام 1939 بتقديم برامج تنتق بالفرنسية والإنجليزية والعربية والإيطالية من ناحية أخرى شرعت إذاعة بكين منذ العام 1947 في بس برامجها باللغة الإنجليزية وشاركت ألمانيا الشرقية في هذا الشأن بنحو قوين وفعال الابتداء من العام 1959 وبعد فترة قصيرة أدلت بدلويها دول أخرى كثيرة وإذا توخينا الدقة فليس ثمت شك في أن البرامج التي درجت الشبكات الإذاعية الحكومية على بثها لم تكن تدخل بالضرورة في دائرة النشاطات الاستخباراتية بيد أن من حقائق الأمور أيضا أن إذاعة أوروبا الحرة وإذاعة الحرية إذاعة التحرير منحت وكالة المخابرات المركزية فرصا كبيرة لمزاولة نشاطاتها وقدمت فرص عمل معتبرة لمهاجرين كانوا يتطلعون بفارغ الصبر إلى حشد ما لديهم من علاقات شخصية ومهنية في المعسكر الشرقي ضد النظام السوفيتي على سعيد آخر عزز العاملون في هذه الإذاعية لسيما العاملون المتحدرون من أوروبا الشرقية روابط التواصل مع الجماعات المنشقة واستخدموهم مصدرا يحصلون منه على معلومات كان بعضها مهما جدا فأن لأجهزة الاستخبارات الغربية أن تعلم بحقيقة التحولات التي تطرق في مجتمعات المعسكر الشرقي فمن حقائق الأمور أن المنشقين واللاجئين كانوا يقدمون أفضل المعلومات الخاصة بمجالات لا تعد ولا تحصى بيد أن هذا كله لا يجوز أن يحجب عن أنظارنا أن أجهزة المخابرات الشيوعية كانت تراكب هؤلاء المنشقين بنحو قوي وبآليات محكمة على سعيد آخر كانت عزيز الروابط معهم يعرض أجهزة المخابرات الغربية لمخاطر معتبرة من ناحية أخرى كانت هذه الروابط تجود بكثير من الثمار فمن خلال المعلومات الصادقة التي يمكنها هؤلاء الأشخاص استطاعت الشبكات الإزاعية الأجنبية أن تخاطب مستمعيها بنفس اللغة التي جرت على لسان أبناء جلدتهم وبنفس الصور التي استخدموها لإعطاء صورة دقيقة عن الأوضاع السائدة في دولهم مفندين بذلك ما ترويه أبواق الدعاية من أكاذيب وأباطيل ومعرين هذه الأبواق على حقيقتها فروايات أدبية منعة تداولها وقت ذاك في الاتحاد السوفيتي يعني روايات بوريس باسترناك وأليكساندر سولجين نيستين على سبيل المثال أزعت نصوصها شبكة الحرية وشبكة التحرير الإزاعيتان قبل إجازة تداولها بعقود كثيرة من السنين وتأسيسا على هذه الحقيقة يمكن القول أن هذه الشبكات الإزاعية أدت دورة مهما ليس في تاريخ الاستخبارات فقط بل في تاريخ الثقافة الأوروبية أيضا عنوان حروب خاضتها أجهزة المخابرات في دول العالم الثالث على خلفية انهيار استعمار بريطانيا للهند في العام 1947 وحصول الفلبين على استقلالها قبل عام من ذلك التاريخ شهدت السياسة العالمية تحولات جزرية أطلق المراكبون عليها مصطلح مقاومة الاستعمار وتصفيته ونشأ في سياك هذه التحولات ما بات يسمى العالم الثالث وأظن أن الحديث عن مقاومة الاستعمار أو تصفيته ينطوي على خطأ واضح ولا يعبر بنحو دقيق عن فحوى الظاهرة التي نحن بصدد الحديث عنها هنا فكثير من الشعوب والأقاليم المعنية بهذه الظاهرة لم تخضع لعلاقات إمبريالية وللتدليل على ما نقول سنشهد في هذا السياق بالهند البريطانية أو بمصر وتونس وبلاد المغرب فهذه البلدان كانت بلدانا محمية أو كانت إمارات تتمتع باستقلال ذاتي أي تحكم نفسها بنفسها من ناحية لكنها من ناحية الأخرى تتسم بالتبعية لهذه الإمبراطورية أو تلك في المحصلة النهائية فخلال حرب التحرير على سبيل المثال كانت فرنسا تعامل الجزائر بصفتها ولايات فرنسية ومعنى هذا هو أن التبعية للدول الاستعمارية الأوروبية وللولايات المتحدة الأمريكية كانت تنطوي على تعقيدات لا يعبر عن فحواها مصطلح مستعمرة فهذا المصطلح ضيق المدلول بكل تأكيد مقاراة بالمعنى الذي نستوحيه من عبارة مستعمرة لكن منذ اندلاع ثورة أكتوبر بدأ واضحا أن النضال من أجل الاستقلال الوطني الذي خاضته قبائل وشعوب البلدان الخاضعة سيكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى الصراع الايدولوجي والسياسي الدائر بين الاتحاد السوفيتي أو لنقل بين المعسكر الشرقي من ناحية والغرب من ناحية أخرى فبالنسبة إلى الدول الاستعمارية الغربية أضحى هذا الخطر أشد فاعلية بعد العام 1945 من ناحية لأن أبواق الدعاية اليابانية زرعت في آسيا في ثلاثينيات الكرن العشرين بزور آسيا للآسيويين وغني عن البيان أن بزور هذه الدعوة لقيت تربة خصبة في الأقاليم الرازحة تحت نير الدول الغربية ومن ناحية أخرى لأن الاتحاد السوفيتي صار بعد العام 1945 أكثر قوة وأعظم منع مقاراة بما كان عليه من قبل بيد أن سياسة موسكو المعادية للإمبريالية واجهت هي نفسها تناقضات كبيرة وعراقية مختلفة فمن ناحية كان الاتحاد السوفيتي ذاته إمبراطورية متعددة الشعوب والأعراق تتحيز ضد الأعراق غير الروسية وتمارس القهر والظلم بحقهم وتستغل لهم أبشع استغلال وفيها ذا الشأن لم تلحظ الأقاليات غير الروسية اختلافا ذا شأن بين الأسليب الظلمة الذي دأب الحكم القيصري على تنفيذها وآليات الاستبداد التي شرع الحزب الشيوي في استحداثها علما أن هذه الآليات كانت تتعارض كلية مع الشعارات التي تبنيها الحزب قبل وصوله إلى مفاصل الدولة ومن ناحية أخرى تعرضت الأيدولوجية السوفيتي الرافضة للعقائد الدينية والمنكرة وجود الله تعرضا جزريا مع التصورات الدينية السائدة في العالم الإسلامي وفي صفوف مجتمعاته التي كانت لا تزال تعيش في عصر ما قبل الحداثة وإلى حد كبير يسري ما قلناه هنا على أفريكيا وأمريكا اللاتينية أيضا ومن هنا لا غروة أن تتجه أنظار السوفيتي في الشرق الأوسط نحو الكيان العلماني نحو إسرائيل أولا وأن يتجاهلوا العرب المعايدين لإسرائيل وإذا كانت قد نشأت في وقت متأخر نسبيا تحالفات مع بضع دول إسلامية فإن وكالحال يشهد على أن هذه التحالفات أبرمت فقط مع تلك الدول الملتزمة بأصول العلمانية وبمبادئ فصل الدين عن الدولة أعني مع دول من قبيل مصر وسوريا وعلى رغم كل النداءات الخطابية المشددة على أهمية التصدي للنظام الإمبريالي من خلال تبني الاشتراكية فرض الاتحاد السوفيتي في الزمن التالي أي في وقت كان متأخرا بنحو مثير للعجب على بعض أجهزته الحكومية بما في ذلك أجهزته الاستخباراتية مساعدة العلم الثالث وتقديم العون إليه وكانت الخطة الاستراتيجية الأولى لتنفيذ هذا التعاون قطب الورط في خطة تعود إلى العام 1961 وكانت من بنات أفكار أليكساندر شيلبين رئيس لجنة الأمن الحكومي أي رئيس جهاز المخابرات السوفيتية المسمى اختصارا كي جي بي وكان الرئيس الشاب 43 عاما لهذا الجهاز قد دافع بقوة عن خطته هذه ضد اعتراضات الطعانين في السن من قادة الكريملين والأمر الجدير بالملاحظة هو أن الرئيس نيكيتا خرشوف استحسن هذه الخطة فهو رأى أن الشباب الثولي في العالم الثالث وفيد الكاسترو بنحو مخصوص يتحلى بالعزيمة الشيوعية نفسها التي تحلى بها هو نفسه في أيام شبابه وبعد إقالة خرشوف وتولي ليونيد بجينيف زعامة الاتحاد السوفيتي استذكر الزعيم الجديد الخطة وعشار إلى أن كل الاحتمالات تتؤكد إمكانية الانتصار على الدول الغربية الرأس مالية بنحو نهائي في سياق الصراع الدائر حول العالم الثالث وكيفما اتطفق فقد نشأ في رحاب كي جي بي جيل في مكتبل العمر لديه معرفة جيدة بقضايا العالم لما يحظى بدعم العناصر المكلفة من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي بمتابعة وتحليل القضايا الدولية ويكافح من أجل أن تؤدي الخطة الاستراتيجية المقترحة من قبل رئيس جهاز المخابرات شيلبين دورا أكثر أهمية في السياسة الخارجية السوفيتية كما أكد كبير المفكرين في الحزب ميخايل سوسلوف أن توهين أو إنهاك النظام الرأس مالي يتحقق من خلال القوى المناضلة ضد الإمبريالية مشيرا إلى أن هذا التوهين نتيجة حتمية لمفر منها والأمر المثير للانتباه هو أن الرئيس الرسمي المكلف بإدارة السياسة الخارجية أعني وزير الخارجية أندري غورو ميكو اعترض على وجهة النظر هذه بكامل الحرية حتى المكتب السياسي نفسه لم يفلح في إقناعه بدرورة زيارة الشرق الأوسط وأفريقيا أو أمريكا اللاتينية كما لم يكن رئيس لبنة الأمن الحكومي المخابرات السوريتية يوري أندروبوف متأكدا من أن بالإمكان الانتصار على الغرب في المضامير الأيدولوجية وفيما يدين العالم الثالثة العسكرية فأندروبوف صرح في منتصف إبريل من العام 1975 وفي صياق اجتماع سرري جدا عقده مع قيادات سوفيتية قبل بدعة أسابيع من انسحاب آخر جندي أمريكي من سايغون بأن على القيادة السوفيتية أن تبطعز بوقائع الحرب الكورية ففي تلك الحجبة من الزمن بسطت القوات الشيوعية سيطرتها على كامل البلاد لكنها تعرضت لهزيم نقراء في نهاية المطاف بعدما عزز الأمريكيون قدرات قواتهم القتالية وهكذا فيما تحتمال أن تتعرض فيتنام إلى ما تعرضت له كوريا لسيما أن كل قوات الشمال جرى حجدها عمليا في القسم الجنوبي من فيتنام الأمر الذي جعل الطريق إلى هانوي من دون دفاعات قادرة على صد هجوم أمريكي مباغة على الشمال فيتنام وعلى ما يبدو لم يكن يوري أندروبوف قادرا على تصور تعرض الأمريكيين في فيتنام للهزيمة النقراء التي تعرضوا لها فعلا وفي المنظور العام لا يشط المرأة كثيرا إذا قال أن أجهزة الاستخبارات السوفيتية نفذت في العالم الثالث عمليات كانت انتهازية بنحو أو آخر وظلت حتى سبعينيات القرن العشرين تعاني ترددا بينا وارتباكا واضحا في تعاملها مع قضايا العالم الثالث حقا قدمت موسكو مساعدات قيمة للكثير من حركات التحرير الشيوعية والوطنية أو المحلية بيد أن هذه الحقيقة لا يجوز أن تمنعنا من الاعتراف بأن موسكو ظلت حزرة جدا في تقديم هذه المساعدات وذلك لأنها لم تكن ترغب في استفزاز الغرب وخوض مواجهة مباشرة معه لا سيما أن السوفيت لاحظوا بيسرى أنهم لا يستطيعون دائما وأبدا فرد إرادتهم على حركات التحرير وإخضاعها لتوجيهاتهم وغني عن البيان أن الصين وفيتنيم أيضا أعطت موسكو في هذا المدمار درسا لن تنساه بسهولة وعلى رغم هذا كله انطلقت أجهزة المخابرات والحكومات الغربية من تصورات عكسية جملة وتفصيلا أعني من تصورات تزعم أن موسكو لن تفوت أي فرصة سانحة لمؤذرة الأحزاب الشيوعية وحركات التحرير الوطنية وذلك لأن فرصا من هذا الكبيل تلبي رابط موسكو في توسيع دائرة نفوذها في العالم وعلى خلفية هذا الاجتناع اتفقت المخابرات الخارجية البريطانية إما آي سيكس ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي اي في العام 1952 على إسقاط الحكومة الإيرانية فرئيس مجلس الوزراء الإيراني محمد مصدق كان قد أمن في العام 1951 شركة البترول الأمريكية الإيرانية هذه الشركة التي ستتمخذ عنها لاحقا شركة بي بي ومع أن المصدق لم يكن شيوعيا قط فأن الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية أيضا أسرت على أن محمد مصدق منح السوفيت الفرصة المواتية لتوسيع دائرة نفوذهم ولم تكن هذه التصورات من وحي الخيال في خلال الحرب العالمية الثانية احتل الاتحاد السوفيتي الأقاليم الشمالية من إيران واستولى البريطانيون على الأقاليم الجنوبية أي أنهما تقاسم إيران فيما بينهما وذلك لمنع ألمانيا من شن عمليات تخريبية وانتهت موسكو هذه الفرصة فاستحدثت لدفسيها في إيران جهاز مخابرات يدير أكثر من 40 محطة رئيسية وثانوية وفي تهران فقط نشر السوفيت ضباط مخابرات قيابيين بلغ عدادهم نحو 115 ضابطا وكان جهاز الاستخبارات العامل في إيران أكبر جهاز استخبارات يديره السوفيتي خارج الاتحاد السوفيتي وعلى الرغم من أن الدول الغربية قد نجحت في العام 1946 في إكراها السوفيت على الانسحاب من إيران فإنهم وصلوا تعزيز نفوذهم على حزب على حزب تودة أي الحزب الشيوعي الإيراني وعلى القبائل القاتلة شمال إيران وفي المناطق المحازية للاتحاد السوفيتي بنحو مخصوص وذلك لأن أواصر قرب متينة كانت تجمع بين سكان المناطق الواقعة على جانبي هذه الحدود على سعيد آخر تعرض الشاه في العام 1949 لمحاولة اختيال دبرها ضباط يؤيدون حزب تودة وحينما قرر مصدق في أكتوبر من العام 1952 إغلاق أبواب السفارة البريطانية في طهران فإنه كان في الواقع قد اتخذ خرارا بطرد جميع عملاء المخابرات الخارجية البريطانية MI6 فهذا الجهاز كان يعمل من داخل السفارة أصلا وعلى وقع هذه التطورات لاحظت بريطانيا أن مواجهة وضع الجديد تفرد عليها الاستعانة بقدرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA لكن واشنطن لم توحي بأن لديها الاستعداد لمساندة الهيمنة البريطانية على استخراج البترول من أبار الشرق الأوسط لا بل ذهب الرئيس ترومان مذهبا أبعد ففي يونيو من العام 1951 صادق ترومان على قرار أمر فيه وكالة الأمن القومي بدرورة احترام حق الدول المستقلة في السيطرة على ثرواتها الطبيعية غير أن الأمر اختلف كليا بعدما وصل الرئيس أيزنهاور إلى سدة الحكم في يناير من العام 1953 فأيزنهاور نزل إلى الصراع الإيراني البريطاني من زاوية الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي وعلى سعيد آخر رأى أيزنهاور في العمليات المموهة أي السرية أداة لا يمكن الاستخداء عنها أبدا للوقوف في وجه النفوذ الذي بات الاتحاد السوفيتي يمارسه في العالم وللإحاطة بتفاصيل الأحداث التي عصفت بإيران لا مندوحة لنا من الإشارة إلى كيرميت روسفيلت الرجل الذي ربطته بالرئيسين الأمريكيين تيودور روسفيلت وفرانكلين روسفيلت سلة قرابة والذي كان يعمل في وكالة المخابرات المركزية شعبة الشرق الأوسط فكيرميت روسفيلت رفع إلى وزير الخارجية الأمريكية دالس في يونيو من العام 1953 تقريرا من 22 صفحة يشرح فيه بإسهاب تفاصيل مؤامرة تسعى إلى الإطاحة بحكومة مصدق بيد أن هذا التقرير لم يكن في الواقع من بنات أفكار أجهزة المخابرات الأمريكية بل من صنع عملاء المخابرات الخارجية البريطانية وكانت خطة الإنكلاب تقتضي الاستعانة بضباط مرتشين من زوية الرتب العالية ومدنيين على أتم استعداد لتنفيذ ما يطلب منهم لقاء المال كما اقتضت الخطة إنزال الضهماء إلى شوارع تهران لإشاعة الاضطلابات في العاصمة وللإيحاء للشعب بأن حكومة مصدق تواجه إنكلابا لا مفر منه من ناحية أخرى اقترحت الخطة أن يتولى جنرال ميرتش رئاسة الحكومة الجديدة وأن يعتقل مصدق أو ينفذ به حكم الإعدام من دون تردد غير أن محمد مصدق أحيط علما بما يضبل له وأنزل من جانبه الدهماء إلى شوارع البلاد وعلى وقع هذه التطورات فر الشاه إلى أوروبا وهكذا أضحت كل المؤشرات تتشير إلى أن العملية الإنكلابية باقت بالفشل وأن كل الجهود التي أنفقتها أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية على هذه العملية ذهبت سودا من هنا لا غروة أن تأتي تعليمات جديدة من واشنطن تفرض على عملاء وكالة المخابرات المركزية العاملين في تهران ضرورة الكف عن مواصلة العمل بالمؤامرة الفاشلة لكن وبما أن الاتصالات الهاتفية كانت تمر على محطة المخابرات الخارجية البريطانية العاملة من كوبروس فقد أحيط البريطانيون علما بتفاصيل التعليمات ونجحوا في وقف إبراكيها إلى عملاء وكالة المخابرات الأمريكية في تهران من دون علم منهم بما طلب منهم واصل العملاء المخابرات المركزية الأمريكية تنفيذ الخطة المعدة مسبقا فاستولوا على الإزاعة الإيرانية وراحوا يزيعون على الإيرانيين أخبار مزورة وتقارير ملفقة تزعم أن المصدق عزل من منصبه وأن الشاه عاد إلى تهران وغلي عن البيان أن كل الخوارين كان عاليين من الصحة وكاذبين وكيفما كانت الحال فقد نجحت الخطة وعادت الهدوء إلى أرجاء البلاد وسمحت للشاه بأن يعود إلى تهران آتيا من إيطاليا بعد أسبوع من الاستيلاء على مبنى الإزاعة وبعدما شاركت وحدات عسكرية مؤيدة للشاه في المعارك الدائرة بين المدنيين في شوارع العاصمة وبينما نجح مصدق حين من الزمن في الاختفاء عن أنظار المتآمرين فإنه اضطر أخيرا إلى أن يسلم نفسه إليهم في 21 أغسطس وبعد قضاءه ثلاث سنوات في السجن وضع مصدق تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته المنية في العام 1967 وعلى وقع هذه التحولات سرعان ما أبرمت الحكومة الإيرانية الجديدة مع لندن اتفاقا يقضي بتقاسب عوائد عائدات البترول فيما بينهما وحاليا وعلى خلفية المبدأ الذي أعلنه جورج بوشل ابن أعني مبدأ تغيير الأنظمة الحاكمة في دول أجنبية بكل السبل الناجحة تبدو لنا عملية إسقاط حكومة مصدق الأساس الذي انطلقت منه الريب المتحكمة في علاقة إيران بالدول الغربية الديموقراطية وبين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا بصورة خاصة أعني الريبة التي قالت بعد مرور ربع كرن أي في العامين 1978 و 1979 إلى اندلاع ثورة إيرانية يقودها آية الله الخميني وعلى رغم أننا نظن أن اندلاع هذه الثورة لم يكن أمرا لا مفر منه فإننا لا نخطئ الظن بكل تأكيد إذا قلنا أن الترابط بين الحدثين أمر لا يمكن فيه بيسر وتنفيذا لرغبة رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدين أعد جهاز المخابرات الخارجية البريطانية MI6 قائمة بأسماء حكومات أخرى وحكومات شرق أوسطية في المقام الأول من بينها السعودية وسوريا ومصر ينبغي إسقاطها بآليات مشابهة جزاء تصرفها ضد مصالح الدول الغربية وعلى خلفية هذه المرامي وجهت الدعوة إلى رئيس المخابرات الخارجية البريطانية جون سينكلير للحضور إلى واشنطن والتباحث مع المسؤولين الأمريكيين بشأن الاتفاق المبدئي على معاهدة تتعلق بعمليات سرية يرد تنفيذها مستقبلاً وكانت الولايات المتحدة مهتمة بالتعرف على شروط النضال ضد الشيوعية في آسيا ولمعرفة تفاصيل الموضوع بأكبر قدر ممكن من الدقة استعانت الولايات المتحدة بوجهات نظر البريطانيين المقيمين في الشرق الأقصى وتصورات محطاتهم الاستخباراتية العاملة في هذا الحيز من العالم وبعد الحرب الكورية ركزت أنظارها على الهند الصينية الفرنسية وطايلاند وإندونيسيا وذلك لمنع الشيوعية من بسط سلطانهم على أحد هذه الأقاليم باعتبار أن سقوط واحد منها في عيد الشيوعيين يؤدي وفق أكثر الاحتمالات إلى سقوط الأقاليم الأخرى الواحد تلو الآخر وعلى وقع هذه التطورات استحدثت وكالة المخابرات المركزية مديرية خاصة لتنفيذ العمليات السرية ومن خلال التعليمات الصادرة بعنوان N.S.C.5412 حدد المسؤولون بنحو دقيق وظائف وصلاحيات هذه المديرية فأصحاب الشأن ناشده هذه المديرية ضرورة استحداث تنظيم يعتمد الأساليب الهجومية العدوانية بأقصى قدر ممكن المقصود أساليب فاعلة جدا أساليب لا تتردد في تنفيذ عمليات سايكولوجية وسياسية وشبهة عسكرية ومن دون رحمة إن لزم الأمر ذلك وأشارت التعليقات التوضيحية المتضمنة وظائف وصلاحيات المديرية الجديدة والقادية باستحداث لجنة تشرف على العمليات المزمع تنفيذها إلى أن الهدف من هذه العمليات هو شغل فعالية الشيوعية الدولية ومنعها من التسلل إلى المجالات المختلفة وفي هذا كله ينبغي رفع مستوى كفاءة وإرادة كل الأمم المتعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع شعوب العالم الحر وتعزيز قواها لتمكنها من التصدي للشيوعية الدولية واتخذت الكوات الأمريكية الإجراءات المناسبة فزادت عدد الوحدات العاملة في مجالات عسكرية خاصة وبالنظر إلى اهتمامه الشديد بالحروب السرية وبدروري تنشر وحدات خاصة في بوأر السرعات الدولية ضعف الرئيس جون إف كندي عدد هذه الوحدات ففي الأيام الأخيرة من فترة ترقصه الإدارة الأمريكية بلغ كوام هذه الوحدات أكثر من 11 ألف جندي علما أن كندي لاحظ في الفترة الأولى من حكمه للبلاد بأم عينه سرعة تعرض هذه العمليات للفشل لسيما حينما لا تكون الولايات المتحدة قد استعدت بالنحو المطلوب للانخراط فعلا في الحرب المعنية وهكذا واعتقادا منه أن المسؤولين قد أنجزوا إبان إدارة أيزنهاور لعمليات التعبوية الضرورية لعملية إنزال سرية تستهدف الاستيلاء على كوبا الجزيرة التي تحولت صوب الشيوعية أعطى الرئيس الكندي الدوء الأخضر لبدء التنفيذ على رغم أن الخطط العسكرية غيرت مرارا وأن الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصلوا على التدريب العسكري بالقدر الضروري ومن ثم فإن القوات الأمريكية لم تكن تعول على إمكاناتهم لتقديم العون المطلوب لا سيام العون الجوي على سعيد آخر وبما أن كيندي كان يرى في نفسه خبيرا في المسائل العسكرية فإننا نراه قد غير ساعة الهجوم وقرر أن ينطلق الهجوم في ساعات الليل متجاهلا أن الكوات المهاجمة لم تتمر انقط على الإنزال في كوبا في جنح الظلام وفي الواقع أخذ قرار كيندي في الحزبان احتمالات فشل العملية ففي جنح الظلام كان يسهل عليه أن ينفي بكل إسرار مشاركة إدارته في هذه العملية وحينما رمت الطائرات ما تنقل من إمدادات ومعدات عسكرية في مستنقعات لا قدرة على اختراقها وبعدما تعطلت محركات بعد الزوارك الحربية تحققت الكارثة بكامل فصولها لا سيام أن الكوات فيدي الكاسترو كانت تعمل جيدا بما كان يدبر لكوبا وكان لديها معلومات تخص تفاصيل العملية وحاول كيندي التنصر من الكارثة فألقى اللوم على الرئيس السابق وكيفما كانت الحال فالملاحظ هو أن فشل عملية احتلال كوبا لم يهز ثقة كيندي بجدوى العمليات السرية بأي حال من الأحوال لا سيام حينما يتولى الجنود والعملاء الأمريكيون بأنفسهم تنفيذ العمليات السرية وعلى ما يبدو كان كيندي يسترشد هنا بنتائج المعارك السرية التي دارت روحاها في الهند الصينية فالأمريكيون رأوا في فشل الفرنسيين في حسم هذه المعارك لمصلحتهم في العام 1954 فرصة سانيحة لأن يجربوا حظهم وينفذوا عمليات استخباراتية مموهة تهدف إلى صد الخطر الشيوعي الناشر زلاله على فيتنام ولاوس ولا مندوحة للمرء من أن يأخذ في الاعتبار تطور التدخل الأمريكي في الصراع الدائر في هذا الإقليل من العالم فحينما تولى كيندي رئاسة الإدارة الأمريكية كان عدد المستشارين الأمريكيين لا يزيد على 700 فرد لكن هذا العدد ارتفع خلال أربعة أعوام فقط إلى 22 ألف مستشار وتزامن هذا الارتفاع العظيم في عدد المستشارين مع تزايد ترد الأوضاع وعلى خلفه البوادر الفشل هذه نفذ الأمريكيون سلسلة إجراءات وبرامج جديدة آملين الحصول على الآليات الضرورية لوقف تسلل مقاتلي فيتنام الشمالية جنوبا ولشل فعالية حرب العصابات الدائرة رحاها في جنوب فيتنام وفي السياق ذات وابتداء من العام 1961 تضمنت البرامج الجديدة استحداث كرة يسكنها فلاحون عازمون على أن يشكلوا ضروع بشرية أو حواجز سكانية تمنع ثوار جبهة التحرير الفيتنامية من السيطرة على مزيد من المواقع في فيتنام الجنوبية وكان من مسلمات الأمور أن يتولى الحلفاء الفيتناميون بأنفسهم وبإرشادات فقط يقدمها لهم الأمريكيون تنفيذ الجزء الأعظم من العمليات المتفق عليها ففيتنام الجنوبية كان لديها منذ العام 1958 وحدات مخصصة لمقاتلة فيتنام الشمالية بيد أن نحو 200 من هذه الوحدات اختفت من الوجود لأن الشيوعيين كانوا قد نجحوا في اختراق البرنامج الأمريكي الفيتنامي كما لم تتحسن الأوضاع حتى بعدما أجبر رئيس فيتنام الجنوبية نوغو دين ديم على التنحي عن حكم البلاد في موفمبر من العام 1963 وتجدر الإشارة إلى أن كيندي رحب فعلا بتنحي هذا الرئيس المستبد عن حكم فيتنام غير أنه لم يتدخل بنحو فعال ومباشر في إقالته وهكذا وعلى وقع هذه التطورات انخرطت الولايات المتحدة في صيف العام 1964 في حرب فعالية مع فيتنام الشمالية خاصة بعدما باءت بالفشل العملية التي نفذتها استخبارات فيتنام الشمالية في مياهها الإقليمية المسمى خليج طانكين ودفعت هذه المواجهة المزعومة القونجرس الأمريكي إلى أن يتبنى قرارا يسمح للرئيس جونسون بأن يستعين بالكوة الجوية في تدخله بالحرب الفتنامية من ناحية أخرى تعهد جونسون أمام الرأي العام الأمريكي بعدم إقحام فتيان أمريكا في آتون هذا الصراع وكما هو معروف كان هذا التعهد حبرا على ورق ليس إلا ففي المحصلة النهائية انخلطت الولايات المتحدة الأمريكية عاقب الإعلان عن هذا التعهد مباشرة في حرب برية وجوية وبحرية وتقدر الإشارة إلى أن الأمريكيين واصلوا تنفيذ العمليات السرية بل سعدوا من اعتمادهم على هذه العمليات على رغم انخراطهم في حرب تقليدية في فيتنام وكيفما اتفق فمما لا شك فيه أن انخراط الولايات المتحدة في الحرب التقليدية كان من نتائج الفشل الزريع الذي تعرضت له الحرب الاستخباراتية ونظر المتمسكين بوجهة النظر هذه حتى إن أخذنا في الاعتبار أن التهديد بالحرب التقليدية لم يكن يصرح للتطبيق في المواجهة التي شهدها العالم في زمن الصراع على كوبا فكما هو معروف فإن مغامرة خيرتشوف بنشر الصواريخ تحمل رؤوس النووية في الأراضي الكوبية نقلت الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى حرب عالمية إلى مستوى حرب لا يمكن خوضيها بالأسلحة التقليدية بتاتا وتقرر هذا النموذج في العراق أي خلال الحرب على العراق في العام 2003 هذه الحرب التي حاكت خيوطها الولايات المتحدة بعدما باقت بالفشل كل العمليات الاستخباراتية والتأمورية الرامية إلى تغيير نظام الحكم في العراق فقد أحبط صدام حسين كل المؤاملات الرامية إلى اختياله وجميع المحاولات الهدامة التي عملت على تنفيذها جماعات كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة بنحو مباشر كما اتسق غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في ديسمبر من العام 1979 مع هذا النموذج بنحو تام تقريبا فالانخراط في حرب تقليدية حدث هنا أيضا بعدما تبين أن الجهود الاستخباراتية الرامية إلى تقويد أركان النظام القائم واستبداله بنظام جديد فشلت كلية فعلى خلفية هذا الفشل أضحط موسكو واسقة من أنه لم يعد لديها خيار آخر غير ترك الكوات المسلحة تغزو أفغانستان وتتولى بنفسها تغيير نظام الحكم القائم في هذه الديار بيد أن دخول الكوات السوفيتية أفغانستان جسد أسلوبا متميزا مقارنة بالأساليب الدارجة لتغيير عنظمة الحكم فأفغانستان كانت منذ تعرضها للانقلاب العسكري الشوي في إبريل من العام 1978 جمهورية شعبية أصلا وغني عن البيان أن الاتحاد السوفيتي حاكى بنفسه وعلى مدى سنين كثيرة خيوط هذا الانقلاب العسكري أضف إلى هذا أن الاتحاد السوفيتي كان قد أبرم مع هذه الجمهورية الشعبية معاهدة صداقة وتعاون لا يختلف مضمونها عن مضمون المعاهدات المبرمة مع دول المعسكر الشرقي وعلى رغم ما بين الاتحاد السوفيتي وأفغانستان من أواصر صداقة متينة فقد وصلت موسكو ردها الأساليب الهمجية التي استخدمها النظام الأفغاني في تعامله مع رجال الدين المسلمين ومع شيوخ القبائل التقليديين والمسلمين شديد الإيمان وذلك اعتقادا منها أن الأساليب القمعية تحرد على اندلاع حركات مكاومة عنيفة لا قدرة للأجهزة الأمنية الأفغانية على صدها والتغلب عليها بأي حال من الأحوال وبنحو ما تحققت هذه النجوء فقد أصفرت حرب وشوارع اندلعت في مارس من العام 1979 عن قتل العديد من المستشارين السوفيت والفتك بعائلتهم أيضا كما جرت تمثيل بجسس القتل العلانية وارتعبت حكومة نور الدين محمد تراكي فأصرعت تطلب النجدة من السوفيت سائلة إياهم أن يتدخلوا عسكريا ويصعفوها بقوات سوفيتية غير أن المكتب السياسي للخزب الشيوعي الحاكم في الانتحاد السوفيتي رفض الاستجابة لطلب الحكومة الأفغانية لكن وحفظا على سلامة رعاياها وعلى القاعدة الجوية التابعة للاتحاد السوفيتي أمرت الحكومة السوفيتية عناصر من وحدات المظليين بالهبوط في قاعدة بجرام الجوية التي تبعد عن شمال كابل نحو 65 كيلومترا وعززت المخابرات السوفيتية كي جي بي العناصر المكلفة بحماية السفارة السوفيتية وبتأمين سلامة العاملين فيها أما المهمات الأخرى فإن السوفيت فضلوا ترك أمرها إلى الرفاق الأفغان ولسيما عملاء المخابرات الأفغانية بنحو خاص فهؤلاء كانوا قد تدربوا على فنون مهنتهم على أيدي المستشارين السوفيت وبعدما اختيل نور الدين تراكي في أكتوبر من العام 1979 على يد خصمه حفيز الله أمين الشيوعي أيضا وتولى شخص آخر قيادة البلاد تعززت لتاموسكو الثقة بضرورة التدخل عسكريا في أفغانستان فالسوفيت رأوا في حفيز الله أمين عميلا أمريكيا يفاوض المجاهدين المسلمين سرا وتطلع إلى ترد المستشارين السوفيت وعناصر المخابرات والجنود السوفيت اقتداء بالإجراءات التي نفذها في العام 1972 الرئيس المصري أمور السادات وهنا أيضا حاول المسؤولون السوفيت التخلص من حفيز الله بنحو نهائي وذلك من خلال تكليف المخابرات السوفيتية بتسميمه بيد أن أمين نجى من هذه المحاولة وقرر السوفيت محاولات تسميمه ولكن من دون أي نجاح وهكذا قرروا أخيرا تكليف وحدات خاصة قوامها 700 فرد بالهجوم على حفيز الله في السابع والعشرين من ديسمبر من العام 1979 وارتد هؤلاء الجنود ملابس عسكريين أفغان حينما دخلوا القصر الجمهوري فقتلوا حفيز الله وأسرته والأفراد الموارين له غير أن السوفيت تتكبدوا في هذا الهجوم مئة قطير بمن في ذلك قائدهم المكلف بالإشراف على تنفيذ الهجوم ولم تحجب أخبار هذه الخسارة في الأرواح عن الرأي العام فقط بل عن القيادة السوفيتية ذاتها أيضا فللتمويه على حقيقة ما حصل تحدث المرء عن كوى رفضت تسليم حفيز الله مقاليد الحكم في أفغانستان وأنها ابتهجت وعمتها فرحة غامرة باستقبال القيوات السوفيتية المنتشرة في البلاد تنفيذا لمعاهدة هدى الصداقة المبرمة في العام 1978 بين الاتحاد السوفيتي وأفغانستان وبعد انكداء بدعة أيام اندلعت فيه كان ظهار مظاهرات صخبة واحتجاجات غاضبة ضد القوات السوفيتية وعلى رغم أن عناصر القوات السوفيتية في أفغانستان كانت قد بلغ عددها نحو 100 ألف مقاتل فإن هذه القوة الضاربة لم تستطع السيطرة على الموقف وكبح جماح الحركة الجماهيرية المعادية للشوئية وحيط أما شهدت كابل أيضا مظاهرات جماهيرية أعلنت فورا الأحكام العرفية وهكذا أعطوك المئات المعاردين ونفذ حكم الإعدام في كثيرين منهم بيد أن القمع لم ينفع كثيرا فمناطق شاسعة من البلاد عمتها الثورة وأضحى تتخضع لسيطرة متمردين شديد الإمام بالإسلام وبدأ واضحا أن الكوات السوفيتية لا خبرة لديها في كيفية التعامل مع حرب العصابات أضف إلى هذا أن تجهيزات ومعدات هذه الكوات كانت في وضع يرسل له فجميع الجنود كانوا يفتقرون إلى ملابس شطوية تحميهم من برد أفغانستان الكارس أما الخدمات التبية فحدث عنها ولا حرج فقد كانت متردية بشكل لا يوصف أضف إلى هذا أن 40% من الجنود السوفيت العاملين في أفغانستان كانوا قد أصيبوا بمرض التهاب الكبد وعلى وقع هذه التطورات اعترفت لجنة أفغانستان التابعة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في إبريل 1980 بأن النظام الحاكم في أفغانستان هأزيل جدا أيدولوجيا وتنظيميا وأن مناطق شاسعة من البلاد عصية على تطبيق أبنى الكواعد الإدارية وأن الجيش والحرس الشعبي لا يمتلكان الكفاءة المطلوبة لكبح جماح المتمردين كما أكد التقرير أن بابراك كارمل سكير سكير مضمن على شرب الخمر ويرى نفسه أعظم من فيد الكاسترو وبما أن أسابيب القمع المنفذة من كبل وحدات عسكرية نظامية لم تصفر عن النتائج المرجوة إلا قليلا فقد ركز أصحاب الشأن على الشرطة الأفغانية السرية خاد كي اتش اي دي خاد لا سيما أنه طرأ تغيير ملحوظ على هيكلها في يناير عام 1980 أي بعدما تولى قيادتها محمد نجيب الله ونجحت الشرطة السرية في التغلغل في صفوف المجاهدين وفي إشعال الفتنة بينهم وتحريط بعضهم ضد البعض الآخر وإفقا لما أزعته بعض التقارير فقد أصفر هذا التدخل حتى العام 1982 عن مقتل ما يزيد على 20 ألف مجاهد من ناحية أخرى نجح الجيش الأحمر في تكييف أساليبه الكتالية على خصائص الحرب الأهلية الأفغانية إذ أخذ يستخدم كنابل النبالم الحارقة والغازات السامة ويزرع الألغام ويرمي في المدن والقرى الأهلة بالسكان ألعاب أطفال محشوة بالمتفجرات على سبيل المثال وليس الحصر بيد أن الكوات السوفيتية لم تكن قادرة على ملء الفراغ الحاصل من جراء تفكك الكوات الحكومية الأفغانية واعترف القائد الأعلى للكوات السوفيتية المارشال أخروميو تواعية بأن الجنود السوفيت استولوا على أفغانستان بالكامل وفي حالات معينة قرروا الاستيلاء على المنطقة ذاتها مرات عديدة بيد أن المجاهدين كانوا يجبرونهم باستمرار على الانسحاب من مواقعهم من هنا لغروة أن تعترف لجنة أفغانستان التابع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في مارس 1983 بأن الحكومة الشيوعية في أفغانستان عاجزة عن إدارة شؤون البلاد وبسط سيطرتها على رجوع أفغانستان وعلينا أن نأخذ في الاعتبار هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حتى ذلك الحين لا تزال تحجم عن تزويد المجاهدين بكميات كبيرة من المعدات العسكرية فكما هو شائع فإن الولايات المتحدة شرعت تتسلح المجاهدين بنحو مكثف ابتداء من العام 1984 أما قبل هذا التاريخ فإن الحكومة الباكستانية دأبت في عهد ضياء الحق على حفظ الولايات المتحدة على عدم تزويد المجاهدين بما يحتاجون إليه من أسلحة وذلك لأنها لم تكن تريد التورط في نزاع مع موسكو من ناحية أخرى فضلت إدارة الرئيس كارتر في إبريل 1979 الاكتفاء حينا من الزمن بتقديم مساعدات غير عسكرية للحركة الإسلامية المتمردة ويكمن تفسير هذا التوجه أعني تفسير عدم تزويد المجاهدين بالمعدات العسكرية في أن الإدارة الأمريكية لم تكن ترغب في تعكير صفو المفاوضات الجارية في يونيو بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للتوصل إلى معاهدة تضمن الحد من التسلح النووي المعروفة باسم سولت 2 على صعيد آخر كانت الولايات المتحدة تستشعر خطر التعاون مع المتطرفين من الإسلاميين وذلك لأنه كان قد لاح في الأفك أن الولايات المتحدة خسرت شيئا من نفوذها وسلطانها في العالم الإسلامي إثر نجاح ثورة الخميني وتأسيس جمهورية إيران الإسلامية في الأول من إبريل عام 1979 وبعدما تعرضت أعني الولايات المتحدة لأهانة كبيرة من جراء احتلال سفارتها في تهران وفي الوقت نفسه تقريبا هاجم متطرفون إسلاميون السفارة الأمريكية لدى باكستان أي في الدولة الوحيدة التي كانت تسمح للإمدادات العسكرية المخصصة لأفغانستان بأن تمر عبر أراضيها بيد أن أنظار العالم برمته اتجهت صوب المسجد الحرام في مكة إثر الاستيلاء عليه بقوة السلاح في 20 نوفمبر عام 1979 وأخذ مئات الحجاج رهائن وقتل نحو 350 شخصا وهكذا تبين فعلا أن الإسلام السياسي قد أخذ يشكل خطرا مباشرا على الدول الإسلامية أيضا وعلى وقع هذا الخطر الكبير جرى الاتفاق في ديسمبر 1979 أي قبل أسابيع وجيزة من دخول القوات السوفيتية أراضي أفغانستان على نجدة أفغانستان ومؤازرتها بالمال والسلاح شريطة أن تتقاسم السعودية والولايات المتحدة تكاليف هذه المساعدات مناصفة وأعلنت باكستان من جانبها السماح بنقل هذه المساعدات عبر أراضيها ومن مسلمات الأمور أن الغازوة السوفيتية لأفغانستان لم يفاجئ الولايات المتحدة ولم يأخذها على حين غرى بتات فوكالة المخابرات المركزية كانت تراكب تحركات القوات السوفيتية من كذب فكما كتب الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت غيتس كانت لدى المخابرات الأمريكية معرفة دقيقة وتدبؤ صادق بتفاصيل الغازوة السوفيتية لأفغانستان ومع هذا آثر الرئيس كارتر أن يتظاهر أمام الرأي العام بخيبة أماله ودهشته من السياسة السوفيتية وللرد على هذه السياسة أعلن كارتر مقاطعة الولايات المتحدة الألعاب الأولمبية المزمع تنظيمها في موسكو خلال صيف العام 1970 وسرعان ما حزت 36 دولة إسلامية و28 دولة أخرى حزو الولايات المتحدة وشاركت في مقاطعة الألعاب الأولمبية ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن ألمانيا الاتحادية قطعت هذه الدورة الأولمبية أيضا ولكن على مضد واضح وفي آخر خطاب له أعمي في خطابه عن حالة الدولة في يناير 1980 صرح كارتر بأن مواصلة السيطرة على الخليج العربي وموارده البترولية أمر حيوي لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأن الولايات المتحدة ستدافع عن هذه المصالح القومية بالصبل العسكرية أيضا إن اقتدى الأمر ذلك وكالعادة أخفت الولايات المتحدة عن الرأي العام أخبار مساعدتها للمجاهدين الأفغان لكي لا تستفز الاتحاد السوفيتي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات مضادة وبهذا المعنى ففي أفغانستان أيضا وصلت الدولة العظمى تمسكها بتنفيذ عمليات مضللة وأساليب مراوغة متحاشية التورط في مواجهات مباشرة وهكذا شرع المنخرطون في دعم قدرات المجاهدين الأفغاني الحربيين يشترون الأسلحة السوفيتيية من الصين ومصر وذلك لأن الأمريكيين لم يكنوا يريدون تقديم أدلة تثبت تورطهم في تأجيج الحرب في أفغانستان بنحو مباشر وفعال بيد أن الأمر الواجب ملاحظته هو أن هذه الأسلحة كانت لديئة الصنع وفي وضع يرثى لها ومن ثم فإن ضرارها كان أكثر من نفعها بالنسبة إلى المجاهدين إذ كان من الأفضل لهؤلاء أن يستولوا على أسلحة القوات الأفغانية أو الاستيلاء على ما لدى القوات السوفيتية من أسلحة والملاحظ أن باكستان أسرت على أن تتولى استخباراتها العسكرية المسمى اختصارا ISI ولا ترف آخر سواءها الإشراف على كل العمليات المتعلقة بنقل هذه الأسلحة والمعداد إلى أفغانستان وبهذا النحو استطاع دياء الحق أن يجني أرباحا نقدية طائلة وأن يخفض عدد المستشارين الأمريكيين إلى مستوى متدنن بشكل واضح إضافة إلى ذلك أسس دياء الحق على طول الطريقة المحازية للحدود مئات المدارس الدينية وبهذا المعنى فإن الحرب في أفغانستان لم تكن صراعا عسكريا وديبلوماسيا فقط بل كانت صراعا أيديولوجيا ودينيا أيضا من هنا لا غروة أن يتدفق المتطوعون المسلمون على أفغانستان من كل أكتر العالم بما في ذلك أسامة بن لادن علما أن بن لادن كان وقد شرع في وقت متأخر نسبيا في العام 1984 بتدريب وتمويل المتطوعين للقتال في صفوف المجاهدين فقبل ذلك التاريخ لم تكن له أهمية تسكر في الحركة الجهادية وعلى أواقع انتقال سلطان الحكم في واشنطن من جيمي كارتر إلى رونالد ريجان ازدادت الحرب الباردة عنفوانا واكتسبت روحا جديدة وتسري هذه الحقيقة بصفة خاصة على العمليات المموهة أي العمليات السرية التي تنفذها أجهزة المخابرات الأمريكية من هنا لا عجب أن يتحدث العديد من المؤلفين المتخصصين في المادة التي نحن بالصدد الحديث عنها عن حرب كيسي وقاصدين بذلك ويليام كيسي رئيس الوكالة المخابرات المركزية CIE واكتزاك فكيسي كانت لديه تصورات رومانسية عن الكفاح ضد الشيوعية وكان يقتضي في هذا الشأن بالبطولات التي تميزت بها إدارة الرئيسين أيزنهاور وكيندي وكان التأييد القوي الذي حصل عليه من برلمانيين كثيرين لسيما من شارلي ويلسون أعني البرلماني وعدوى الحزب الديموقراطي في تاكسيس قد شجعه وزاد من إصراره على التصدي للشيوعية فهو كان عزما على أن يجعل من الحرب السرية التي ترعاها وكالة المخابرات المركزية في أفغانستان حربا صريبية أمريكية وشهد العام 1975 تصعيدا قويا في الحرب الدائرة روحاها في أفغانستان فميخائيل جورباتشوف الرئيس الجديد للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي أنظر الجيش بأن لديه فرصة واحدة وأخيرة للانتصار في هذه الحرب وعلى خلفية هذا التهديد كثف السوفيت وعملياتهم الحربية بنحو عظيم فعلا ورد منها على التصعيد السوفيتي زادت الولايات المتحدة من حجم مساعدتها العسكرية ومن كمية الأسلحة التي تجود بها على المجاهدين إلى أربعة أضعاف ما كان داريا في سابق الزمن وفي صيف العام 1986 زادت الولايات المتحدة المقاتلين الأفغان بأنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الأكتاف من صنف ستنغر أي من صنف السواريخ التي سبك أن أسقطت في سبتمبر 1986 ثلاث طائرات عمودية مقاتلة من السلاح الجوى السوفيتي وبعدما بات هذا الصنف من الطائرات العمودية في متناول المجاهدين اتفعت خسائر السوفيتي إلى مستويات مثيرة للقلق من وجهة نظر الاتحاد السوفيتي وبعد فشل القوات السوفيتي في استثمار آخر فرصة لديها بالنحو المطلوب وبعد أنباءت بالفشل كل المحاولات الرامية إلى المحافظة على النظام الأفغاني المخلص في طاعته لموسكو أقال جورباتشوف الرئيس الأفغاني بابراك كارمال من منصبه أمينا عاما للحزب والدولة في أفغانستان ونصف في مكانه رئيس جهاز المقابرات محمد نجيب الله رئيسا جديدا لجمهورية أفغانستان بيد أن جورباتشوف لم ينتظر كثيرا ففي نوفمبر 1986 أصدر أمرا يقضي بانسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان في وضون عامين فقط وأصفرت هذه الحرب عن مصرع أكثر من مليون نسمة كان من بينهم نحو 15 ألف أسكري سوفيتي ولم تتوقف الحرب في أفغانستان حتى بعدما انسحب السوفيتي خلال العامين 1988 و1989 إسحلت مكان الحرب مع الاتحاد السوفيتي حرب أهلية استمرت حتى استيلاء الطالبان على السلطة في العام 1996 وكان الانتصار المزعوم في حرب المخابرات الأمريكية السعودية ضد الاتحاد السوفيتي قد أدى إلى ولادة دولة إسلامية لم تعترف بها دبلوماسيا غير سلاس دول هي السعودية والباكستان والإمارات العربية المتحدة كما خلفت هذه الدولة الأعراف المتفق عليها دوليا إذ أجازت تعلانية تأسيس معسكرات لتدريب إرهابيين إسلامويين وكما هو معروف كانت معسكرات التدريب هذه فكانات شبه عسكرية يستخدمها تنظيم القاعدة لإعداد الهجمات الإرهابية التي يشنها على مختلف الدول إن الحرب السرية التي نفذتها أجهزة المخابرات الأمريكية في أفغانستان كانت من حيث تكلفتها النقدية أكبر عملية مموهة أنجزتها الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب الباردة والملاحظ أن نثمت نقاشات مسهبة بخصوص مساهمة هذه الحرب في انهيار الاتحاد السوفيتي فبعض المحللين يعتقدون أن المخاطر المحدقة بالولايات المتحدة حاليا هي من جملة النتائج السلبية التي تمخضت عنها النار التي نفخت فيها الولايات المتحدة مشيرين إلى أن الولايات المتحدة هي التي سبك لها أن استولدت بكامل إرادتها التنظيمات الإسلاموية مؤكدين أن هجمات الحادي عشر من ستمبر 2001 كانت النتيجة المباشرة لهذه السياسة الرعناء كما يرى كثير من المراقبين أن إصرار أجهزة الاستخبارات الأمريكية على استيلاء الحركات الإسلاموية وتوجيهها لمقاتلة السوفيت أصفر في نهاية المطاف عن الهزيم المقراء أيضا التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على العراق وتستخدم أجهزة المخابرات مصطلح بلو باك للإشارة إلى النتائج الجانبية غير المتوقعة التي تتبخض عن بعض السياسات وتنتج من بعض العمليات الاستخباراتية عنوان أبرز الجواسيس والخوانة في حروب استعارض بين مخابرات الكوى العظمى الموضوعات التي تجد صداها في الأدب الشعبي والروايات والأفلام السينمائية تسل الجمهور من خلال قصص تدور حول الجاسوسية وتروي أخبار كبار الجواسيس والخوانة ولسنا في حاجة إلى تأكيد أننا هنا إيزاء ظاهرة مؤسفة فوسائل التسلية هذه لا تولي اهتماما للموضوعات التي تناولتها باربرا توكمان في العام 1984 في مؤلفها القيم الموسوم مسيرة الحمقى من تروادة إلى فيتنام فهذه المؤلفة القديرة بيّنت أن تكليف هذا الحاكم أو زاك أن تكليف هذا الحاكم أو زاك أجهزة المخابرات والقوات المسلحة أيضا إنجاز مهمات رعناء هو الأمر الأكثر فعالية في تحريك عجلة التاريخ ويحار المرء إلى سيام حينما يكون مؤرخا حين يقرأ في هذا السياق عبارة كبار فبدأ المقصود بهذه الوبارة يا ترى أيراد منها الإشارة إلى كمية المعلومات التي جمعها الجسوس أو أدل بها العميل المزدوج أم المراد منها الإشارة إلى أهمية هؤلاء الجواسيس والخوانة في تحريك عجلة التاريخ أي الإشارة إلى أن لهم أهمية تاريخية أم أن المقصود هو فقط الإشارة إلى شهرة جسوس اكتشف أمره وافطدح سره ولا شك في أن الأمر الأكثر دبقى هو أن يثمن منزلة الجواسيس الكبار انطلاقا من أهميتهم في التاريخ بيد أن اعتماد سلم الأهمية التاريخية ليس ميصورا فمعلوماتنا عن الزمن التالي للعام 1945 لا تزال منقوصة ولا يجوز النظر إليها على أنها الحقيقة بعينها وربما لنزال نجهة الكبار الجواسيس وذلك لأنهم لم يكتشفوا بعد أو لأنهم تواروا عن الأنظار وعلى رغم أن معلوماتنا الخاصة بتقويم أهمية هذا الجسوس أو ذاك العميل نادلا ما يمكننا الإتمئنان إليها فإننا لنشط إذا قلنا أن ضابط الأركان في الاستخبارات العسكرية السوريتية جي آريو العقيد أوليج بن كوفيسكي كان واحدة من أهم جواسيس حقبة الحرب الباردة علما أن المؤلفين الأمريكيين الذين سردوا سيرته قد وصفوه بأنه الجسوس الذي أنكذ العالم وكيفما كانت الحال فالأمر الأكيد هو أن أوليج بن كوفيسكي قد زود خلال الفترة الواقعة بين العامين 1960 و 1962 زباط الإرتباط الأمريكيين والبريطانيين بكميات ضخمة من وثائق أصلية قدر المهتمون عددها بنحو 1200 صفحة وأنه صرب إليهم أكثر من 100 فيلم وكانت المعلومات التي أفشى بن كوفيسكي سرها للأمريكيين والبريطانيين قد شكلت نحو 10 ألاف تقرير ووفق علمانة اجتملت هذه الوصائق على معلومات عن السلاح النووي السوفيتي وعن صواريخ من صنف SS-1, SS-4, SS-5, SS-6 التي أدى بعضها دورا أساسيا في تأجيج الصراع إبان أزمة كوبا كما أفشى أسماء أكثر من 300 الزابط يعملون في صفوف المخابرات السوفيتية وأسماء عسكريين لا يزالون يتدرجون على تنفيذ المهمات الاستخباراتية أضف إلى هذا كله أنه كان قد نبه الأمريكيين والبريطانيين إلى ضرورة متابعة الطبعة الخاصة من مجلة الكوات السوفيتية الداخلية المسمى الفكر العسكري وذلك لأنها تحتوي على أهم المعلومات المتعلقة بالاستراتيجية السوفيتية ومع أن هذه المعلومات أسهمت في تحليل النظام العسكري وجهاز الاستخبارات في الاتحاد السوفيتي وأنها كانت ذات نفع بالنسبة إلى تعامل إدارة كيندي مع كوبا في أن واقع الحال يشهد أيضا على أن كيندي قد تجاهل على مدى العديد من الشهور وعلى رغم حيازاته معلومات دقيقة أن السوفيت ناشروا صواريخ متوسطة المدى وصواريخ مضادة للطائرات تصلح جميعها لحمل رؤوس نووية وغني عن البيان أن أسباب هذا الفشل لا يجوز تحميل العقيد بين كوفيسكي وزريها فهو بذل قصر جهده لتحذير الغرب من سياسة نيكيتا خرشوف وعلى رغم أننا لنمتلك معلومات دقيقة ومؤكدة عن الأسليب التي دفعت بين كوفيسكي إلى أن يخوم بلاده فإن ثم التكاهنات تشير إلى أن السبب يكمل في خيبة أمريه من عدم تقدمه في السلم المهني لأسباب لا زنب له فيها فأبوه كان ضابطا إبان الحكم القيصري وقاتل في الحرب الأهلية في صفوف الروس البيض وضد الجيش الأحمر وانتبهت المخابرات السوفيتية إلى هذه الحقيقة حينما فكرت في منتصف خمسينات القرن الماضي في نقله إلى الهند لينفذ من هناك مهمات التجسسية مختلفة وحتى ذلك الحين كان بين كوفيسكي ضابطا مخلصا للإتحاد السوفيتي وشارك في الحرب وأصيب مرات مختلفة وحصل على أربعة أوسمة تثمينا لما أبدى من بطولات ثم نقل إلى الأكاديمية العسكرية الزائعة السيت وحصل فيما بعد على مقعد دراسي في الأكاديمية العسكرية الدبلوماسية التابعة للاستخبالات العسكرية السوفيتية بيبدأ أن ولاءه أصيب بنكسة كبيرة حينما رفضت المخبالات السوفيتية في صيف العام 1960 الموافقة على تركيته إلى ردب جنرال فهو بات منذ ذلك الحين يدمر عداء داخلية للدولة السوفيتية وهكذا لم يدم الأمر طويلا حتى أعرب للبريطانيين والأمريكيين عن استعداده للعمل معهم وظل يتجسس لمصلحتهم إلى أن قبضت عليه السلطات السوفيتية في الثاني عشر من أكتوبر عام 1962 وثمت جسوس آخر منشكلة يقل أهمية عن بين كوفيسكي أبدا من حيث كمية وأهمية ما أفشاه من معلومات مسربة أعني الجنرال السوفيتي ديمتري بولياكوف فهذا العميل المتشك عمل أيضا في صفوف الاستخبارات العسكرية السوفيتية قبل أن ينتهز فرصة إيفاده إلى نيويورك بين العامين 1959 و1961 ليعرض خدماته على مكتب التحقيقات الفدرالي FBI وليخبر إدارة هذا المكتب أنه يرغب في الكشف عن أسماء الجواسيس السوفيت ويعتقد البعض أن سبب إقدامه على خيانة رفاقه يعود إلى حزنه على وفاة نجله في الاتحاد السوفيتي إذا قصر إصابته بمرض خطير ورفض المسؤولين السوفيت تأسماح له بالعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى فإنه أخذ يفكر خلال مهمة رسمية قادته إلى بورما والهند في مدى الفساد الإداري المستشري في صفوف القيادة السوفيتية واستفحال الارتشاء في المصالح الحكومية تقدر الإشارة إلى أن بوليا كوف تخبر على مدار 25 عاماً مع جهزة المخابرات الأمريكية ومن خلال المعلومات التي أدل بها تولد لدى إدارة الرئيس الأمريكي نيكسون اقتناع يفيد بأن النزاع المحتدم بين موسكو وبكين يعكس عداء متغنغلاً في أعماق الدولتين وصراعاً لن ينتهي قريباً وانطلاقاً من هذا التقييم لما بين الدولتين من أعداء شرع نيكسون في تنفيذ سياسة الانفتاح على الصين في العام 1972 كاتباً بذلك سطوراً جديدة في صفحة سياسة تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين المعسكرين الشرقي والغربي على سعيد الآخر أدت المعلومات التي حصل عليها الأمريكيون من بوليا كوف بشأن خصائص التكنولوجيا العسكرية التي يعتمدها الانتحاد السوفيتي في إنتاج المعيدات الحربية دوراً لا يستهام به في نجاح الأمريكيين في تحقيق نصر سريع في حربهم على العراق في العام 1991 فكما هو معروف كان العراق حتى ذلك الحين يعتمد اعتماداً كبيراً على السلاح السوفيتي ووفقاً لما كتبه الموظف الكبير في وكالة المخابرات المركزية ميلتون بيردن فقد أدل بوليا كوف بأغزر المعلومات وأكثر البيانات دقة عن الحالة التي اتسم بها الجيش الأحمر خلال الحرب الباردة بيد أن بوليا كوف انفضح أمره على يد عاملين مزدوجين كان أحدهما روبرت هانسون يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي وكان الآخر ألدريتش إيميز يعمل في صفوف وكالة المخابرات المركزية ووفقاً لأغلب التكهنات استجوب بوليا كوف سراً ونفز فيه حكم الاعدام بكل تأكيد ولا من دوحة لنا عن الإشارة هنا إلى العقيد السابق في المخابرات السوفيتية أعني أوليك جوردوفيسكي الذي نصبته المخابرات السوفيتية في العام 1982 مديراً لمكتب لندن والملاحظ أن إيمان جوردوفيسكي بصواب الايدولوجية السوفيتية تبدت كلية بعدما احتلت القوات السوفيتية مدينة براغ في أغسطس من العام 1968 وهكذا نراه ينشق على المخابرات السوفيتية في العام 1974 ويتصل بجهاز المخابرات البريطانية عارضاً عليه خدماته وكان غوردوفيسكي عظيم النفع بالنسبة إلى المخابرات البريطانية وسالك لأن إقامته في لندن بصفة رسمية كانت قد سهلت عليه التخابر مع البريطانيين ومن المحتمل جداً أن يكون غوردوفيسكي قد حال في العام 1983 دون اندلاع مواجهة نووية بين المعسكرين الشرقي والغربي ففي تلك الأيام فسرت القيادة السوفيتية منورات الحلف الأطلسي المخصصة للتعرف على كفاءة الحلف في الدفاع عن نفسه في حالة تعرضه لهجوم نووي على أنها خديعة يراد منها التسطر على جهود الحلف الأطلسي الرمية إلى أخذ المعسكر الشرقي على حين غرره والنجاح في شملة ضربة الأولى وهكذا وانطلاقاً من هذا الاعتقاد الزائف أعلن السوفيت تحالة التأهب القصوى في صفوف القوات النووية الروسية الموزعة على أراضي ألمانيا وبولندا أوبريشن ريان بن كوسين أي الهجوم الصاروخي النووي وكان يوري أندرو بوف رئيس المخابرات السوفيتية وقت ذاك والسكرتير الأول أي الأمين العام للحزب الشيوية السوفيت فيما بعد هو المصدر الذي أشعى قصة هذه المؤمرة المزعومة وعلى ما يبدو كان العميلان المزدوجان هانسان وإيميز هما الجاسوسين الذين فضح نشاطات غورو ديفيسكي وكيفما كانت الحال فابتداء من مايو من العام 1985 أمس السوفيت يشككون في ولاءه ومن ثم فقد أمروه بالعودة إلى موسكو في أسرع وقت وذلك لكي يلقوا القبض عليه بيد عن المخابرات البريطانية نجحت في تأمين خروجه من الاتحاد السوفيتي وحطه الرحال عبر فنلندا في بريطانيا ووفقا لمقاله بعض المراقبين فإنه عمل في مبعد مستشارا للحكومة البريطانية في المسائل الخاصة بسياسة الإصلاح المضطربة التي أراد جورباتشوفت في زهف الاتحاد السوفيتي كما نشر مؤلفات عديدة استعلت فيها تاريخ المخابرات السوفيتي ولا تفوتنا الإشارة إلا أن غورو ديفيسكي كان من حيث مرتبته العسكرية في المخابرات السوفيتي أكبر ضابط مخابرات السوفيتي يطلب اللجوء في العالم الغربي ولا تفوتنا أخيرا وليس أخيرا الإشارة إلى نشاط فاسيني متروشين موظف الأرشيف في جهاز المخابرات السوفيتي الذي هررب وأسراته إلى العالم الغربي في أكتوبر 1992 أي بعد بلوغه سن التقاعد وفي حقبة انهيار الاتحاد السوفيتي ولا نزال نفتكر إلى معلومات دقيقة عن مقدار وأهمية الوثائق التي نجح في تهريبها بيد أننا نحصل على صورة تقريبية عن محتوى هذه الوصائق حينما نأخذ في الأعتبار أن متروشين وكريستوفر أندرو من جامعة كامبرج قد تتركها إلى محتوى هذه الوصائق في مجلدين ضخمين وضعت نسخ منهما في إرشيف كامبرج بعنوان أرشيف متروشين بيد أن من المشكوك فيه أن يحالفنا بحظ ونتمكن في المستقبل المنظور من الاطلاع على كل المعلومات التي هربها متروشين وإضافة إلى المعلومات الموضوعية المتعلقة بالجيش والسياسة والاقتصاد والمجتمع في الاتحاد السوفيتي كشف كبار وصغار المخبرين عن أمر مهم بالتأكيد أسماء الجواسيس الذين زرعتهم السوفيتي في القوات المسلحة وفي الأجهزة الحكومية التالية للدول الغربية وفي الشركات والمشروعات الخاصة وفي كل المنظمات الناشطة في المجالات السياسية والاجتماعية أيضا ورغى أصحاب الشأن أن زرع الجواسيس في الدولة أو الدول المعادية هو الأكبر وهان الكبير بين أجهزة المخبرات فالمواطنون يشعرون بالأمان والطمأنينة فقط حينما يكونون وافكين بأن أسرار دولتهم عصية على الاختراك وغنينا عن البيان أن تحقيق هذه الحالة لم يكن أمرا يسيرا قط من هنا كان هناك خطر من أن يضل المرء طريقه ويدخل في متاهات لا آخرة لها ولا أول وأن يخسر إمكانية التمييز بين ما هو حقيقي وما هو افتراضي بين ما هو حقيقي وما هو وهم ليس إلا وحتى الآن استقصى الباحثون بنحو دقيق جميع النشاطات التي بزلتها شعبة مكافحة الجاسوسية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ولا ناشطته إذا قلنا أن النشاطات هذه الشعبة التي تولى إدارتها جيمس إنجليطون على مدار عقد من الزمن بعد تأسيسها في ألعاب 1964 قد نجحت من حين إلى آخر في الكشف عن الدواسيس الذين تزرعهم أجهزة المخابرات الأجنبية وأنها كانت قد فشلت في أحائين أخرى فشلا زريعا أصفر عن عواقب شديدة الضرر وللتدليل على فشلها في وقائع موثقة نود الاستشهاد بضابط المخابرات السوفيتية الرائد أنا نولي غوليزين فهذا العميل السوفيتي كان السبب الرئيسي الذي دفع وكالة المخابرات المركزية لاستحداث هذه الشعبة فبعد كسبه ثقة الأمريكيين من خلال كشفه أسماء عدد من الخوانة أعني أسماء أمريكيين كانوا يتلسسون في العالم الغربي لمصلحة السوفيت راح غوليزين يدلي بمعلومات مثيرة تزعم أن الغربي يتعرض لمؤامرات مختلفة وشرع يتعن في إخلاص كل شخص تقريبا له دور معين في العلاقات بين الاتهال السوفيتي والدول الغربية كما وجه أصابع الاتهام لشخصيات سياسية ذات منزلة مربوكة في العالم الغربي أعني شخصيات سياسية ذات وازنه كبير من كوبايل هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطانيا لاحقاً ورئيس وزراء السويد أولوف بالما كما زرع بزور الفرقة وأسباب الشقاق في التعاون الأمني بين فرنسا والولايات المتحدة وتسبب في تعليق تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين على مدار سنين كثيرة ومن منظور اليوم الراهن من الصعوبة بمكان تفسير الأسباب التي دفعت قيادة وكالة المخابرات المركزية إلى أن تأخذ مأخذ الجد الروايات والأساطير التي ينقلها إليها جيمس أنجليتون عن غوليزين لسيما أن قيادة وكالة المخابرات الأمريكية لم يفوتها وفقاً لأكثر الاحتمالات أن جيمس أنجليتون كان يعاني مشكلة سيكولوجية تكمل في أنه ارتبط على مدار سنوات كثيرة بصداقة حميمة مع أحد جواسيس جماعة كامبريتش مع كيم في ليبي حينما كان الأخير يعمل في مكتب وكالة المخابرات المركزية في واشنطن العاصمة من هنا ربما أراد أنجليتون أن يكفر عن ذنبه هذا وأعزم على إثبات ترسله من أي علاقة بالجسوس كيم في ليبي فراح يفتش من دون تدبر ورشاد عن جواسيس زرعهما الاتحاد السوفيتي في الغرب ولا يبالغ المرء كثيرا إذا زعم أن تأكيد غوليزين أن الاتحاد السوفيت ينفذ خطة تضليل استراتيجية قد منح الخبراء الأمريكيين المتخصصين في قضايا الجاسوسية السوفيتية الرؤية العظيمة التي طالما تبنوها وكثيرا ما سيطرت على أفكارهم فوفقا لمزاعم غوليزين فإن لدى السوفيت جهازين للمخابرات جهاز يوفد عملاءه إلى العالم الخارجي وجهاز آخر يبقى عملاءه يزاورون نشاطاتهم ويديرون مقاليد الأمور ويشرفون على عمليات التجسس وعلى تنفيذ هذه العمليات من داخل وطنهم وتأسيسا على هذه الرؤية يصبح المنشكون عن المخابرات السوفيتية عملاءه يعملون في إطار منورات ضخمة تهدف إلى تضليل الغرب باعتبار أن المخابرات الغربية تميل عادة إلى تصديق العملاء السوفيت ما دام هؤلاء ينشكون عن المخابرات السوفيتية في خارج حدود المعسكر الشيوعي من هنا فإن المطلوب وفقا للمزاعم التي أدل بها غوليزين هو اتخاذ كل ما يلزم للتعرف على جهاز كي جي بي الحقيقي أي على الكي جي بي الثاني كمحاول غوليزين إقناع البريطانيين والأمريكيين بأن تدهور العلاقات بين موسكو وبكين وبين موسكو وتيرانا ما هو في واقع الحال سوى فصل من فصول عملية التمويه الكبرى وكان البقدم يوري نوزينكو الضابط المنشق على المخابرات السوفيتية الذي سلم نفسه إلى وكالة المخابرات المركزية في مدينة جينيفا السويسرية في العام 1964 واحدة من ضحايا هذا النمط من الجواسيس المتبجحين الدجالين فعلى رغم أنه كشف أسماء جواسيس كانت المخابرات السوفيتية قد زرعتهم في دول غربية فإن هذه الخدمة الجليلة لم تمنع غوليزين من التشنيع عليه بأنه واحد من ضباط جندتهم المخابرات السوفيتية للعمل في إطار عملية تضليل موجهة ضد الدول الغربية وعلى خلفية هذه المزاعم انقسم خبراء وكالة المخابرات المركزية المتخصصون في قضايا الاتحاد السوفيتي إلى كتلتين وفي بادي الأمر تبنى الجزء الأكبر من هؤلاء الخبراء وجهة نظر سلبية حيال نوزينكو ربما بسبب إفادته بأن المخابرات السوفيتية لا علاقة لها باغتيال الرئيس الأمريكي جون أوف كيندي وفي الواقع لم يكن في الإمكانة الإطمئنان إلى هذه الإفادة لسيما أن هارفي أوزو والد الذي اغتال كيندي كانت له علاقات متعددة بالاتحاد السوفيتي وهكذا فردت على يوري نوزينكو إقامة جبرية الفرادية أمدها عامان قضاها في دار سكنية تقع في قاعدة عسكرية بولاية فيرجينيا الأمريكية وتعرض خلال مدة اعتقاله لأسليب تحقيق أقل ما يقال عنها أنها كانت غاية في الوحشية ومفرطة في الممارسات التعسفية وفي توجيه الإهانات البشعة وكما تبين لاحقا كانت المخابرات السوفيتي قد دبرت فعلا عملية بارعة لتضليل أجهزة المخابرات الغربية علما أن عميل المخابرات السوفيتي المنشك زعما والمشهور باسم فيدورا كان هو وسيلتها لتمرير هذه العملية فهذا العميل السوفيتي لم ينجح في تضليل قيادة وكالة المخابرات المركزية فقط بل نجح أيضا في التمويه على الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون نفسه أضف إلى هذا أن فيدورا أي فيكتور ليسيوفيسكي قد اتهم المقدم يوري نوزينجو بالدجل وتزوير الحقائق وسعى إلى القضاء عليه نفسيا وجسديا ونجح في تضليل أغلب الخبراء الأمريكيين المتخصصين في وكالة المخابرات المركزية وفي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بقضايا الاتحاد السوفيتي وابتداء من العام 1968 بدأ المسؤولون الأمريكيون ينظرون إلى قضية نوزينجو من منظور مختلف كلية فعلى خلفية تحقيقات مختلفة أجروها معه ردوا الاعتبار له وصرفوا لهم بلغة من المال اعتذارا منهم عن سوء أظنهم به وإمعانا في اتخاذ الحظر مستقبلا أشاحة وجهالة المخابرات المركزية بواجهها عن منشقين سوفيت كثيرين أو أعادتهم إلى حيث أتو أضف إلى هذا أن جهود العديد من الشبان الراغبين في التخصص في الدراسات السوفيتية بقت بالفشل وأمس مدار شكوك كثيرة واتهامات مختلفة من ناحية أخرى عاد في دورة في العام 1981 إلى الاتحاد السوفيتي وكل فخر واعتزاز بنجاحه في تضليل المسؤولين الأمريكيين عنوان جمع معلومات سرية من خلال الأجهزة التقنية وتسييز تحليل البيانات حينما يأخذ المرء في الاعتبار المئاسي والفواجع التي ترافق النشاطات الاستخباراتية والجهود الواجب تحملها لإحكام الرقابة على العملاء والمنشقين والجواسيس الذين يزرعهم العدو فإنه يلحظ من دون أدنى شك إغراءات ومحاسن المعلومات السرية التي يمكن الحصول عليها بالصول التكنولوجية فهنا لا مكان للتشكيك في مصدقية المعلومات وبهذا المعنى فمن حق المهتمين أن يفترضوا أن الأساليب التكنولوجية الحديثة تتيح لنا فرصة الحصول على حقائق خاصة لا تختلط فيها رغبات بشرية ولا تشوبها اجتهادات شخصية وليس ثبت شك في أن هذه الفردية هي الأمر الذي أكبر الحكومات في حقبة حيمنة الصراع الأيدولوجي على خصائص وأساليب النشاطات الاستخباراتية على أن تنفك مبالغ كبيرة على تطوير طائرات تجسس وإجهزة إلكترونية وأكمال اصطناعية وما سوى ذلك من معدات إلكترونية تصلح للتجسس وهكذا ومقارنة بالمعلومات التي كان أصحاب الشأن يحصلون عليها من خلال سبل التجسس التقليدية لم تكن المعلومات المكتبصة بأدوات التكنولوجيا الحديثة أكثر موضوعية فقط بل اتسمت أيضا بأنها تستطيع نقل المعلومة في لحظة الحدث وتقدم صورة كاملة عن الوضع السائد في الدول الشيوعية وعن الوضع القائم في هذا العالم المحبوب عن الأنظار بنحو محكم والذي من الصعوبة بمكان اختراق الرقابة المفروضة على أسراره من هنا لغروب أن تكون المعلومات التي جاء بها العملاء والمنشقون منقوصة وغير واثية وبما أن كل المعدات ومنظومات الأسلحة المتنقلة ترسل إشارات صوتية أو حرارية وما سوى ذلك من إشارات تصدر من مواد معدنية مثلا لذا ارتأى أصحاب الشأن ضرورة توظيف الابتكارات التكنولوجية في التعرف على المصدر الذي يرسل هذه الإشارات وهكذا أضحى التقاط هذه الإشارات وفك شفراتها أي إقراهها على البوح بسرها هي المهمة المطلوب من رجل المخابرات الخبير في المجال التكنولوجي أنضهود بها وفي مطلع خمسينيات القرن العشرين كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شرعت في زرع أجهزة استقبال على طول حدود الاتحاد السوفيتي ولكن بالنظر إلى المسافة الفاصلة بينها وبين الحدود السوفيتي فلم يكن من حق الاتحاد السوفيتي أن يرى فيها اعتداء على أمنه أو استفزازا لسيادته ومن خلال أجهزة الاستقبال هذه استطاع الأمريكيون التقاط البرقيات والمحادثات المموهة المرسلة من الاتحاد السوفيتي وإليه وضعف الأمريكيون من حد نشاطهم فأخذوا يتنصتون على الاتحاد السوفيتي بكثافة أكبر من خلال أجهزة قادرة على التقاط وتسجيل الإشعاعات الكهرومغناطيسية وعلى رزد تنقلات الطائرات والسفن بما في ذلك تنقلات الغواصات وعلاوة على المنشآت الثابتة المخصصة للتنصف والمنتشرة في أراضي بريطانيا وألمانيا الغربية وتركيا وإيران وفي زمن متأخم نسبيا في الصين الشوعية أيضا طورت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المنشآت وزادت من عددها وكفاءتها وراحت تضيف إليها منصات متنقلة من قبيل لطائرات تراكب المناطق الحدودية بلا انقطاع فابتداء من العام 1960 استعانت الولايات المتحدة بالأقمار الصناعية لوضع أراضي الاتحاد السوفيتي تحت المجهر وفي بادئ الأمر كان الأمريكيون يحلكون في جميع أجواء الاتحاد السوفيتي بالاعتبار لسيادته على ترابه الوطني ولتنفيذ هذه المهمات درجة الأمريكيون في بادئ الأمر على التحليق بطائرات كانوا قد أدخلوا عليها تعديلات كبيرة فتحولت من طائرات للشحن ونقل القنابل الثقيلة إلى طائرات من نوع لوكهيد يوتو كانت ميزتها تكمن في أنها تستطيع مراقبة المعسكر الشرقي ليلا ونهارا لكن عيبها كان يكمن في أن سرعتها كانت دون سرعة الصوت من ناحية أخرى كانت هذه الطائرات قادرة على التحليق في أجواء لم تكن السواريخ السوفيتية قادرة على بلغها قط وكما هو شائع ظل الوضع على هذا المنوال إلى حين المواجهة التي حدثت في الأول من مايو من العام 1960 ففي ذلك اليوم أسقط الاتحاد السوفيتي طائرة من صنف يوتو كان يقودها طيار اسمه غاري باورز وأدانته محكمة سوفيتية سورية ولم يفرج عنه إلا بعد أن قد سنوات عديدة في سجون الاتحاد السوفيتي بيد أن الحظ الذي حالف غاري باورز لم يحالف الآخرين لم يحالف الماء الطيار ومهندس الذين أسقط السوفيت طائرتهم فوفقا للبيانات التي أزعها السوفيت لاحقا فإنه إثنى عشر شخصا فقط منهم ألقي القبض عليهم أما الآخرون فإنهم له حفهم في أراضي الاتحاد السوفيتي شكرا لكم وإلى اللقاء في الجزء الأخير من قراءة هذا الكتاب الممتع